اشتركوا في القناة وعرش القرى الصمراء دوري أبطال أفريقيا البطولة الأقوى في القرى الأفريقية وتاني البطولات تخيلوا بعد مين؟ بعد دوري أبطال أوروبا الشامبينز ليك تاني أقوى البطولات في المستوى القاري نادي الأهلي وبطولة أفريقيا حقاية عشقه لكن في البداية الصراحة لازم أتوجه بكل الشكر وكل الامتنان للقيادة الفنية للنادي الأهلي كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري ربنا يشفيله وبنته بيدينا درس في قد ايه التفاني معنى يعني ايه ابن النادي الأهلي معنى يعني ايه واحد بيعشق النادي الأهلي ربنا يشفي بنته اللي كان كلنا سمعنا عن الحادث ربنا يشفيها ويعني ايه مدرب محترف يعني ايه حابب انه هو يقدم كل ما عنده من أجل الفلنة الحمر كابتن حسام البدري ربنا يشفي له بنته موجود في معسكر النادي الأهلي لم يتركه موجود في القيادة الفنية للنادي الأهلي ونهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجد وبكل حسيسه كل تركيزه في أنه يهدي الفوز لجمهور النادي الأهلي وحتى تصرحاته في المؤتمر الصحفي بيقول جمهور هو الدفع الرئيسي للنادي الأهلي وإن شاء الله أكسب البطولة عشان أهديها لجمهور النادي الأهلي حاجة تانية لازم أقول لحضراتكم أنه في حالة جميلة داخل معسكر النادي الأهلي اللي عيبة كلها مركزين وفي مؤذرة من مهدس محمود طايا رئيس مجلس دارة النادي الأهلي أفل على فرقة النادي الأهلي وأبعدها عن مضوع الانتخابات ويريد كل الناس النهاردة تكون فيه دعوة وجهة لكل من يحب النادي الأهلي لكي يكون متواجد من كل المرشحين كل المرشحين كل الأعضاء كل السادة اللي كانوا في مجالس الإدارة السابقة على مر السنين المتواجدين وجهت لهم دعوة عشان يكونوا موجودين في ملعب برج العرب عشان يكونوا يتفرجوا ويأذروا النادي الأهلي لكل وراء الشعار لكل وراء الكيان نادي الأهلي دائما وأبدا إن شاء الله فوق الجميع خشل حضركم والنادي الأهلي والعرش القرى الأفريقية وحكاية عشي ابتدت في 82 نادي الأهلي على فكرة كان وصل لدور قبل النهائي في بطولة 81 ولكن تم أتظاهره عن البطولة بسبب استشهاد الرئيس محمد أدنر السادات وكان الأقرب لهذه البطولة كان هيقابل لشبيت في القبائل وفي 82 واجهة عشان تيكوتوكو وكان مشوار دائما وأبد النادي الأهلي ومشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا مليء بيئة المتعب ولكن روح الفنين الحمرة والنجوم الكبار التفاف حول الكيان الشعار وأيضا القيادة الفنية النادي الأهلي أحلى كورة في أفريقيا دائما تلاقيها تلاقيها في النادي الأهلي بعد 82 ابتدت مسلسل النادي الأهلي في بطولات دوري أبطال أفريقيا 83 وصل للنهائي ولكن لم يكن يحالف الحظ أمام أشان تيكوتوكو واستكمل بقى 84, 85, 86 بطل أفريقيا لأبطال الكؤوس واحتفظ بقى الكأس إلى الأباب عاد النادي الأهلي في 87 وفاز على الإلال السوداني في النهائي وتاني بطولة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي ثم في 2001 وقبل النهائي الشهير وكابتن ساد عب حفيز اللي موجود النهار ده في إدارة الكورة مع النادي الأهلي والكورة الهدف الشهير اللي منتصف الملعب عشان يصل النادي الأهلي للنهائي وتفوق على ساندونز الجنوب أفريقيا 2005 ومواجهة أهلاوية تونيسية أمام النجم الساحلي وطبعا الكل يتذكر هدف أبو تريكا ووسامة حسني العرضية بتاعة الراحل محمد أبوهاب ربنا يرحمه وأيضا وجود اللعب محمد بركات ملك الحركات اللي أهدى النادي الأهلي السلسية والبطولة الإفريقية رقم 4 ثم بعد كده في 2006 النادي الأهلي أمام الصفاكسي التونيسي والنهائي الشهير والكورة طبعا بتاعة محمد أبو تريكا اللي برجلي الشمال اللي أعطت الفرحة للجمهير والبطولة للنادي الأهلي بكل من حضر في هذه البطولة نادي الأهلي دائما بكل من حضر ذهب النادي الأهلي في 2008 إلى القطن الكاميروني واستطاع أن يحصل على البطولة في جروة فاكرين رادس وفاكرين جروة وإن شاء الله نكون فاكرين كمان برج العرب والنادي الأهلي استطاع على الحصول على بطولة دورة أبطال أفريقيا مرة تانية في 2012 أمام التراجي التونيسي لما فاز على التراجي التونيسي في ملعب رادس بعدفين مقابل هدفه كانت حقصنائية جميلة جدا بجده ووليد سليمان نعود مرة تانية في 2013 أولاندو بيرتس الجنوب أفريقي ومحمد أبو تريكا وأحمد عبد الزاهر يهديان البطولة للنادي الأهلي وإن شاء الله النادي الأهلي يركز على بطولة 2017-2018 كان في 2014 النادي الأهلي حصل على الكون فيدرالية بعد ما تغلب على سيو سبورت النادي الأهلي 19 بطولة أفريقية تاريخ كبير النادي القرن الحقيقي النادي القرن بحق وحقيقي بكل الألقاب بكل الإنجازات بكل النجوم نجوم على مدار التاريخ من أول ما أنشئ النادي الأهلي ومختار التتش وكابتن صالح سليم كابتن طه إسماعيل وجيل الخمسينات والستينات مرورا بجيل السبعينات كابتن صفعة عب حاليم والنجوم الكبار اللي دخلوا فيه الكرة المصرية كابتن حسن حمدي كابتن مصطفى يونس كابتن صفعة عب حاليم مش عايز أنسى حد مش عايز أنسى حد طبعا كابتن مصطفى عبده وأجيال السبعينات دخل فيهم بكابتن طه ربوزيد كابتن عالق ميهوب أنا على فكرة بقول على سبيل المثال الكل كان حاضر وبقوة في تاريخ النادي الأهلي اللي دائما عامر به الإنجازات ومرورا بأجيال التسعنات اللي كلكم تتذكروها طبعا وجود بقى حسام حسن محمد رمضان ووليد صلاح الدين مرورا به هشام حنفي وأجيال كانت جميلة جدا ياسر ريان نجوم كبار يعني قدوا للنادي الأهلي بطولة حتى الكأس الكؤوس في تلاتة وتسعين كابتن عدل عبر رحمن كابتن محمد عبد جليل نجوم كبار 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 وحتى النجوم اللي حضراتكم طبعا كلكم تتذكروها في الألف نات الأهلي والقرة الأفريقية وحكاية عش خلينا أقول لحضراتكم أن فيه استعدادات أمنية في منتهى القوة منتهى القوة مصر اللاذا لتحارب الإرهاب وكل الدعم لكل الأجهزة الأمنية في مواجهة ومكافحة الإرهاب وأيضا الشعب المصري ضد الإرهاب فيه تأمين خاص لبعثة الوداد المغربي سواء كلاعيبة سواء كجمهور سواء كصحفيين وأهلا بيهم في بلدهم التاني مصر أيضا وجود كبير جدا من جمهور النادي الأهلي العظيم اللي إن شاء الله يكونه الدافع الأكبر في تحريك النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي يخليك أهلا وجمهور النادي الأهلي يخليك تعشق فلندق الحمراء لأن جمهور تتعلم منه يعني إيه صبر يعني إيه مؤذرة لو حركوا تتذكروا ماتش النجم السحلي والفوز بسوداسية في الإياب دورة أبطال أفريقيا بعدما كان النادي الأهلي متأخر في سوسة بعد فيه مقابل هدف ولكن وجود جمهور كان هو العامل الأساسي إن شاء الله يكون هو العامل الأساسي اليوم في دفع القافلة الحمراء حول اللقب التاسع النادي الأهلي يعشق دورة أبطال أفريقيا يعشق القارة السمراء وهي أيضا تعشقه لأنه بيجتهد وبيكافح وبيدرس صح بيلعب أحلى كورة النادي الأهلي حتى الآن نسجل في دورة أبطال أفريقيا أكثر أهداف لو تتذكروا مين بيسجل فيه سيمي فاينل ست أهداف أمام فريق بحجم النجم الساحالي التونسي ولكن كابتن حسن البدري في محاضرته اللي كانت في صباح اليوم مع لعبة النادي الأهلي هننسى ما حدث أمام النجم الساحالي احنا بنواجه فريق محترم بنواجه فريق وصل لنهائي دورة أبطال أفريقيا وده نفس كلامه فيه المطمر الصحفي تحدث فيه كثيرا عن الوداد المغرب وقال إنها فرقة محترمة وجهها النادي الأهلي في دور المجموعات فاز بهدفين وهزم في المغرب بهدفين لذا الكل يعلم ما هي الأوراق النحية دي عارف أوراق النادي الأهلي كويس أوي وأيضا النادي الأهلي عارف أوراق الوداد المغربي كويس أوي خلينا نروح مع حضراتكم لجمهور النادي الأهلي شايفين حضراتكم المشهد اللي بخلفي هو ده معنى النادي الأهلي هي دي قوة النادي الأهلي قوة النادي الأهلي في جمهوره العظيم اللي دايما بيخليه أعظم نادي في الكون كأس رقم 9 إن شاء الله تنتظر نجوم النادي الأهلي والكل والعشاق والكل يلتف اليوم حالة جميلة جداً الصراحة وانت ماشي بكل حتة تلاقي علام النادي الأهلي تلاقي الناس متبشرة خير الناس حسن النادي الأهلي إن شاء الله قادر على أنه هو يجيب البطولة بطولة غائبة والنادي الأهلي يعني لما بطول الدورة بطول أفريقيا بتغيب فترة بيبقى متعطش إليها كتير لنتعود عليها النادي الأهلي هو ملك أفريقيا بدون منازع ولكن النادي الأهلي ملك أفريقيا والخاضر والمستقبل داخل الملعب 90 دقيقة النادي الأهلي قادر إنه هو إن شاء الله يحصل عليها على الفوز وأيضاً متنسوش إنه فيه شود تاني في المغرب وده ركز عليه كابتن حسام البدري كثيراً هو جهاز الفني كابتن أحمد أيوب تحدث على هذا الأمر كابتن سيد معاود تحدث عن هذا الأمر وأيضاً كابتن طارق سليمان وكابتن سيد معاود كل الجهاز الفني للنادي الأهلي اللي لازم نديهم حقهم الناس وصلوا بدوري أبطال أفريقيا للنهائي وعندنا تأرير مع الجمهور عن توقعاتهم وأرؤهم حول مباراة اليوم نذهب ونشاهد تتجه كثيراً إلى هذا الملعب لتشجيع الفريق والشد من أزر قبل هذه المباراة الهمة من أجل التسعى يا أهلي معي عينات من جمهوري نادر ألم في البداية برحب بيكو بقولكو يعني إن شاء الله بداية رحلة موفقة لكن الفكرة في حد ذات أنك تسافر من القاهرة لبرد العرب بتجمعه بعض إزاي وبتسافر إزاي؟ عادي مع نجمع أصحابنا ونحجي جزوخي ده بعدين نساف بس تتكلفك الرحلة كثير؟ عادي كل فحب الأهل عادي تفضيش بتفضي التكلفة أي أنكالي المبلغ أهم حاجة نفف أحساسي في ناس فيها مطبقة بعدها يومين ما أنا ميتش وكذب عشان تعفت باتش كان الماتش بدري كل حاجة عندك امتحرات اه اه وديك مع عيس أنا ثلثة سنوي طالب في ثلثة سنوي وروحتي كل المتوش روحتي ماتش ليفات برده أريد أن أعرف منك الأول إحساسك بالمباراة وطوقعاتك للمتش إن شاء الله أفوز الأهل تأصف المباراة صعبة؟ صعبة بس الجمهور فيه جمهور مستسهلة بعد المتش بس هو المتش صعب باش عزين ثقة زايدة السقة بعد متش النجم والستة ممكن تنعكس النهاردة بشكل إيجابي؟ لا ممكن تتعكس بالشكل إيجابي بس إن شاء الله لعبة الأهل رجالة وعملوها هنحسنها منها بإذن الله شخصية لعب الأهل مش مبقاش عنده سقة زايدة عشان هو ببببببببببببببس بلين اثناني الأهل بعادي فتوفتش النجم السحيلي نهاردة ممكن تقرر ولا شايفها؟ لا وورك الودات مختلفة أنا شايف إن شاء الله ممكن نكسب ثلاثة وأربعة الأهلي كعب وعالي يومين دولت وإن شاء الله نكسب نتيجة كويس تريع ماشي العود عندك كم سرة؟ عندي 21 سنة عندك دراسة ولا عندك شغل وراحي إزاي إيه؟ عندك دراسة وشغل أنا أصيب الدراسة بتاعدي وصيب الشغل وردك عشان الأهلي كل عشان القدر الأهلي يهون يعني كم بس كم كم إن شاء الله نكسب تنسف برضو أنا عايز أعرف أنت رايح أنت وإبنك صح؟ أنا وإبنك أنت منين من القاهرة أو منين؟ لا أنا من محافظة إنا مسافة من إنا للقاهرة والسفر مع الفجمهير والسفر مع الجمهير إن شاء الله بإذن الله زي دي شايفة طويلة صعبة عليك ومكلفة ولا شايفة إزاي؟ لا بالعكس جميلة جدا لأن حاجة بنحبها شيء رائع النادينا العظيم اللي احنا بنحبه اللي متمنى يكون أحسن نادي في الكون بالفعل إن شاء الله رب العالمين وجاي بإبنه هو وحارمه من المدرسة علشان خاطر يجي الماتش وما نمشي من المبارح لغاية النهاردة هو ما نمشي عشان نروح الماتش هو نوصل المسافة دي كلها إن شاء الله سيب شغلك وكل حاجتك هنشجع الأهلي حاجتي وأهلي وسيب بيبو هو صغير مساميه بيبو على اسم كابتن بيبو على اسم محمود الخطيب علشان نشوف الماتش إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تلاتة صفر إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين تلاتة صفر بإذن واحد أحد إن شاء الله قل إنك مبسوط وانت رايح للماتش آه ليه مبسوط بقى عشان أنا عروح الماتش وعمري ما رحت مصر وعمري ما رحت مصر ولا شفت ماتش فيه حافز أنا شيد الأهلي أنا شيد فريق كبير بس فريق كبير فريق عزي فريق كبير فريق أدي له عمي برضو قليل آه آه برضو أشكرك جدا يا فندي وشكرا جزيلا برضو عايز أعرف تعالى قل لي أنت رايح للماتش أنت عندك كم سنة سبعتاشر سنة يا انت نسيت ولا إيه سبعتاشر رايحلة بالنسب لك شائفة إزاي لا أعدو ولا أعدو بتصحى من قيمت و بتحضر نفسك إزاي تصحى من الساعة خمسة هو وعني وجاي هم الساعة ستة عشان عشان روح الماتش وكي في ناس منامتش برضو ريحلك هلفتك كم مسلا مش ههوار فلوس انا رعش هل الاهل بس فصا بنزلكم مش فلوس انك تشجع الاهل بس اه الوقت شايفو ازاي ويبقى فيه تاخد كبير او من لعبت الوداد وحاولوا يستفزوا اللعبة كتير قوي بس الاهل هيكسب ان شاء الله تلات هل الاهل قادر على حسم المباراة هنا ان شاء الله يعني ان شاء الله نكسب انا اه نكسب اتمنى نادي الاهل ياخد البطولة دي ونادي القرن وليشرفنا وكل العالم عشان ده عشان يبقى يبقى حتى عملناه عشان دخنا كسل عالم يبقى كمل بالمرة ان شاء الله يا رب وندعى كل المصريين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتنين صفر من شاية الرحمن واحنا كننا مع الاهل ان شاء الله يا جماعة حب الاهل ملوش مسيل حب الاهل ملوش اي مكرنة في اي مكان في العالم هتلاقي الناس بتحب النادي الاهل وبتعشق النادي الاهل بهذا الشكل شوفوا قد ايه الدعم قد ايه ان انزل تلعب هي كمان عشان تجيب البطولة للنادي الاهل خلينا نأخذ حضراتكم لتاريخ المواجهات وماذا سيحدث فيه اليوم مباراتي الذهاب في دور قبل النهائي في أبطال أفريقيا مباراتي الذهاب الفريق النجم الساحلي كان فاز على النادي الاهل فاز على النجم الساحلي النجم الساحلي فاز على النادي الاهل في اثنين واحد في مراتي الذهاب والتحاد العاصمة الجزائري والوداد الرياض المغربي تعادل بدون أهلاف دي كانت نتيجة مباراتي الذهاب في دوري أبطال أفريقيا المباراة نصفة النهائية كمل مع حضراتكم في مباراتي الاهياب في نصف نهائي دور أبطال أفريقيا الوداد الرياضي تفوق على التحادق العاصمة الجزائري ثلاث أهداف مقابل هدف والنجم الساحلي سقط أمام النادي الاهل في برج العرب بستة أهداف مقابل هدفين أكبر نتيجة في تاريخ موجهات السيمي فاينل حتى الآن في دوري أبطال أفريقيا كانت نتيجة مهمة جدا 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 للنادي الاهلي ولكن الكل يتناسى الفوز الكبير ويركز في مبارات اليوم تاريخ موجهات الاهلي والوداد في أفريقيا النادي الاهلي ونادي الوداد تواجه في ست مباريات الفوز كان مرتين لنادي الاهلي فوز مرة واحدة بالنسبة لفريق الوداد المغربي ثلاث مرات تعادل ما بين الفريقين والتعادل السلبي مرة واحدة حدثت بين مواجهات الفريقين النادي الاهلي يتفوق في أعدد المواجهات بمرة واحدة إن شاء الله يتفوق بعدد أكبر بعد اللقاء اليوم ولقاء الاياب بإذن الله في النهائي دوري أبطال أفريقيا المباراة على شوتين شوت في برج العرب وشوت في المغرب تاريخ مواجهات النادي الاهلي والوداد الرياضي في أفريقيا أكمل حضراتكو الإحصائية مرتين واحد واحد مرتين تلاتة تلاتة ده التعادل الإيجابي أكتر نتيجة الفوز 2-0 في 2017 عدد الأهداف سبعة بالنسبة للنادي الاهلي وستة أهداف بالنسبة للوداد المغربي النادي الاهلي أيضا يتفوق به هدفه كل ما تيجي تعرف إحصائات وتعرض إحصائات يتبين لك النادي الأهلي أحسن كرة وجمية في أفريقيا مش بس في مصر وفي أفريقيا لأنه دائما يلعب إلى الأمام ويلعب إلى الفوز والتسجيل ومواجهات النادي الأهلي وبين أي فريقة ليه هو الأكثر أهدافا وأكثر وصول إلى المرمى دي حاجات يتبين لك مواجهة اليوم فريق الوداد ما هوش فريق سهل زي بعض ما يتخيل فريق مشي من عنده بعد النجوم أبرزهم فبريس ومداما اللي راح إلى أفريقيا التونسي ولكن لدى فريق الوداد المغربي قادر أنه يكون ند قوي أمام النادي الأهلي بلعبه بطريقة كابتن عموتة اللي حسين عموتة المدرب ألا مغربي اللي دائما بيحاول يلعب بدفاع متحفز وحنتدي نشرح لحضراتكم أكثر أكثر طريقة لعب الوداد المغربي وإحنا جايين لحضراتكم مع الإحصائي تاريخ مواجهات النادي الأهلي أيضا والوداد في أفريقيا نهاء النهاردة إن شاء الله في برج العرب حيكون أيضا لقاء الزهاب في برج العرب النهاردة والإياب هتبقى في المغرب بإذن الله يوم السبت ألا مقبل برضو عشان نحط حضراتكم في المباراة النهاردة على شوتين الشوت الأول في برج العرب الشوت الثاني في المغرب ده بيبين طريقة لعب الكابتن حسين عموتة نادي الأهلي طريقة لعبه في كل الأحيان إنه بلعب على الفوز ولكن حسين عموتة هيكون متحافز لحد ما في لقاء اليوم ولكن حيبتدي يهاجم أكتر في المغرب كما حدث في مواجهات دوري المجموعات وليد أظهر هو نجم النادي الأهلي وهو هداف الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بأربع هداف بعد الهاتريك التاريخي اللي أخرزه أمام النجم ألا ساحلي وأشرف بين شرقي أيضا مهاجم الوداد المغربي أربع أهداف وعلى فكرة الاتنين مغربة والاتنين هم أمل منتخب المغرب في القادم في اللقاءات والمواجهات على المستوى القاري فريق المغرب منتخب المغرب أيضا عنده مشوار لسه لم يحسبوا فيه التأهل لكأس العالم كل الأميات للمغرب الشقيق في التأهل أيضا بجانب مصر وإن شاء الله تكون تونس وجود السعودية يبقى تجمع عربي كبير في كأس العالم وكنا محتاجين برضو نحن نشوف سوريا في كأس العالم وكنا إن شاء الله الجايات أكثر تاريخ موجهات الأهلي والأمدية المغربية في دورة أبطال أفريقيا بنعرضها أمام حضراتكم النادي الأهلي عدد مباريات أمام فريق الفلق المغاربة 19 مباراة عدد انتصارات النادي الأهلي على فرق المغرب 7 مرات تعادل 7 مرات والهزيمة كانت 5 مرات تاريخ الموجهات يصب في مصلحة المرد الأحمر إن شاء الله يزيد التفوق في لقاء اليوم ولقاء الإياب بإذن الله برضو أهضل أفكر حضراتكم وعيد أني نهائي أبطال أفريقيا على شوطين ودي من الحاجات اللي بتزداد صعوبة يعني يمكن دورة أبطال أوروبا هي مطش واحد الفاينل اللي بيكسبوا بينقوا المباراة كده اعتباطا على حسب من الدولة اللي هتنظم ملعب اللي نهائي ولكن في أبطال أفريقيا بيبقى ذهابا وإيابا نصف في الفريق المضيف وعلى الجانب الآخر واللي بيطلع أول مجموعة هو اللي بلعب على أرضه النهائي القياب كما سيحدث مع الوداد لأن النادي الآلي كانت أهل ثاني المجموعة تاريخ موجهات الآلي والأندية المغربية في أفريقيا نبتدي نتكلم في أفريقيا فقط الفريق النادي الآلي عدد الأهداف 28 هدف وعدد الأهداف الفرق المغرفي الآلي 18 هدفية النسبة متقربة إلى حد ما ولكن لا يزال النادي الآلي زي ما قلت لحضراتكم 22 هدف متفوق في عدد الأهداف عدد الفرق المغربية اللي وجهها النادي الآلي في جميع البطولات الأفريقية هم ست فرق خلينا نقول أن هم جمعية الحليب والرجاء والوداد والجيس الملكي والمغرب التطواني والدفاع الحسيني الجديدي هم دول الفرق اللي وجهها النادي الآلي الفرق المغربية اللي وجهها النادي الآلي في دور أبطال أفريقيا مشوار النادي الآلي في دور أبطال أفريقيا مشوار كبير جدا لا ينتهي بإذن الله ولكن إن شاء الله تكون البطولة التسعة مع جماهرنا نكمل مع حضراتكم مشوار الأهلي في دورة أبطال أفريقيا نفكر حضراتكم الأدوار ألا نهائية ربع نهائي الذهاب الأهلي والترجي ألا تونسي 2-2 ثم العودة الأهلي والترجي التونسي 2-1 ده كان في تونس نصف نهائي الذهاب النجم الساحلي في تونس يتأخر النجم الأهلي بهدفين مقابل هدف ثم يكتسح النجم الساحلي بستة أهداف فمقابل 2 كان فيه أهلوية كتير كتعزل نتيجة ده تنتهي 6-1 ولكن يبدو أن الهدف الثاني يغير الأمور تمام النهائي الدهاب النهاردة إن شاء الله هيبقى الأهلي والوداد إن شاء الله يستطيع المارد الأحمر أنه تحقق نتيجة جيدة والعودة يوم السبت المقبل 6 أيام تفصل ما بين المواجهة الأولى والمواجهة الثانية وكنا نتمنى أن الاتحاد الأفريقي يأجل المطش يوم ولكن الاتحاد الأفريقي أصر على إقامة اللقاءات في يومي السبت سواء ذهابا أو إياد نكمل مع حضراتكم مشوار الوداد في دوري أبطال أفريقيا الربع النهائي لعبوا ساند هونس من جنوب أفريقيا وتأخر بهدف مقابل للاشئ في جنوب أفريقيا وفي لقاء العودة فاز بهدف دون لاشئ وتحدي العاصمة الجزائري تعادل بدون أهداف ثم تفوق في لقاء العودة بتلت أهداف فمقابل هدف ده كان مشوار الوداد المغربي في نهائيات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فريق الوداد من الفرق اللي خدت البطولة روايدا روايدا وكانش في حد كبير كتير متوقع أن نادي الوداد المغربي يصل إلى المباراة النهائية ولكن ده مؤشر يبين لك مدى قوة الفريق أنه هو بيتعامل كل فترة على حدة بيقدر يحسن من صفوفه بيقدر يتفوق فيه حتى يصل إلى المباراة النهائية وده سيمة إيطاليان إيطاليان دايما بيبتدوا أي بطولة ما بيبقاش قوي جدا في بدايتها ولكن في الأخير تلاقي إيطاليا في نهائي البطولة وهو في بعض الأحيان بطريقة الإيطالية تستطيع أنها تاخد البطولة نتيجة نواجهات الأهلي والوداد في أفريقيا هناخد بقى نتيجة نادي الأهلي أمام فريق الوداد في دورة أبطال أفريقيا فقط هنقول دورة تمانية جولة الأولى في بطولة 2011 التعادل مقابل ثلاث أهداف وفي نفس البطولة دورة تمانية جولة الخمسة كانت عدلة واحد واحد النتيجة دائما متقاربة دورة تمانية جولة الثالثة في بطولة 2016 تعادل في المغرب بدون أهداف ثم فاز النادي الآلي في القاهرة في نفس البطولة في 2016 بهدف مقابل لشيء دور المجموعات الجولة الثالثة الوداد المغربي أمام نادي الآلي النادي الآلي تفوق بهدفين مقابل لشيء ثم النادي الوداد في لقاء العودة تفوق بهدفين مقابل لشيء في المغرب نتيجة المواجهات ما بين النادي الأهلي وما بين الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا أو في أفريقيا عموما ولكن أغلب المواجهات جاءت في البطولة الأقوى هي دوري أبطال أفريقيا البطولة المفضلة لجمهور وليعشاق النادي الأهلي خلينا نقول لحضراتكم هذه نتيجة المباراة الأدل الزهاب اللي لسه هتتلاعب اليوم نهاردة فريق المغرب من الفرق القوية اللي قادر أنها تقدم مباراة هتبقى متحفزة إلى شكل كبير أنا قلت الطريقة الإيطالية لأن هم هيلعبونا بنفس طريقة إيطاليان الدفاع الكمباكت هيبتدي يركز دفاعاته ويديع المساحات على لعبة النادي الأهلي اللي النادي الأهلي بقيادة كابتر حسام البدري المدير الفني هيفكر النهاردة قد يفتح المساحات عشان يدرب تكتلات الدفاعية خاصة وهم بيضغطوا في خط الوسط بشكل كبير جدا على النادي الأهلي خلينا نروح للاتحاد الأفريكي الكاف اللي تحدث عن لاعبين أبرزهم مؤمن زكريا اللاعب الأبرز في دولة أبطال أفريكية كما قال الكاف ومؤمن لعيب يحشقه الجمهور لأن مؤمن بتاع جوان مؤمن من اللعيبة اللي عندها إمكانيات جميلة جدا من اللعيبة اللي عنده زكاة تحس أن مؤمن لعيب أوروبي في استايلو وقديه وشوف هو بيجيب كم هدف في الموسم خلينا ننروح عدي بلاير ستيت شامشينز ليج 2017 موقع الاتحاد الأفريكي الكاس ومؤمن زكريا عدد الأهداف هدفين عدد الأسس أو صناعة الأهداف خمسة أهداف يعني مؤمن شارك فيه سبع أهداف من مجمل النادي الأهلي أهلي في هذه البطولة الكورة بولزوان ده الكورة اللي هو استطاع أنه يخش فيه كورة مشتركة ويحصل عليها 59 كورة ده بيبين لك أنه قد إيه مؤمن في الناحية الدفاعية من أهم اللعيبة مش بس في مصر ولكن على مستوى دوري أبطال أفريكي الـ Passes معدل الـ Passing Skills أو هو معدل التبرين 109-196 ده بيبين لك أن الكورة وهي مع مؤمن زكريا بتصل للمكان الصح وقليلا ما بتكون هجمة مرتدة على النادي الأهلي أو هو صعب جدا أنه يفقد الكورة بشكل غير موفق معدل الشوت وده برضو يبين لك قد إيه مؤمن لعيب إفكتف يعني إيه لعيب إفكتف؟ لعيب أكتف على الجهول لعيب دائما مؤثر على المرمى وعشان كده يتيجي في آخر الموسم بص مؤمن يجيب كم جوم بسبب هذه الإحصاءات معدل الشوت أو التصويب 14 مرة بيسدد على المرمى وستة منهم ببين الثلاث خشبات ومن الستة دول أحرز هدفين وده نسبة بالنسبة لجناح نسبة جميلة جدا وده هو اللعيب الأوروبي هقول لحضراتكم أني في كل دور الأوروبية لو بتتفرج على أي فرق أنت بتحبها هتلاقي الهداف بتاعها ما هواش رأس الحربة هتلاقي الهداف بتاعها ما هواش رأس الحربة هتلاقي الاتنين اللي جايين من الخلف وده طريقة اللي ابتدعها التحونة الهولندية ورينيس ناتشلز وابتدى يطورها فريق برسولونا وفريق آيك ثم الكل في العالم بيلعب بنفس الشيء هقول لحضراتكم لو بصيتوا على ريال مدريد هدفها كريستيانو رونالدو وميسي هدف برسولونا والاتنين ما بلعبوش رأس حربها صراح وده لديه الإحصائيات تبين لك أهمية مؤمن في تشكيلة النادي الآلي وحينما يلعب مع منتخب مصر نفس الشيء بالنسبة للنجم محمد صلاح مع منتخب مصر وليفر بول عدد اللي لعبها 644 دقيقة لعبهم مؤمن ذاكرية والكراسس إن جيم أو العرضيات هم عرضيتين من مؤمن ذاكرية على فكرة العرضيتين يعني منهم جنين ولو تتذكروا النجم الساحلي والعرضية اللي كانت بشمال مؤمن على الرغم أنه بيلعب بقدمه اليوم ولكن عمل العرضية برجليه الشمال وأحرز منها وليد أزارو بولز فليد 283 كرة عملها مؤمن ذاكرية في مجمل لقاءاته في دوري أبطال أفريقيا ودائما نمبرز نيفر لايز يعني الأرقام لا تجدب بتبين لك قد إيه قيمة مؤمن ذاكرية اللاعب الزكي والأسكى في الكرة المصرية في الوقت الحاضر وهو دائما من يصل بنفسه في المكان الصح عشان يسجل أهداف ويجري فيه خلف الديفنس نروح ليه لعب فريق المغرب اللي أيضا تحدث عنه الموقع الاتحاد الأفريكي الكاف وهو اللاعب محمد ونجم عدد أهدافه لم يسجل حتى الآن عمل أربع تمرينات حاسمة أو أربع أسس الكور الفاس بيها 76 وده برضي يبعين لك أنه لعب في تدخلاته والجانب الدفاع عنه بيبقى قوي جدا معدل إلا تمرين 258 وده يبعين لك أنه أيضا بيجيد إلا تمرين ومعدل التزديد 10 تصوبات اتنين منهم على الثلاث خشفات ولكن لم يسجل أي هدف وعدد الكورات العرضية ثلاثة منهم أعتقد ثلاثة أو اتنين أحرزوا أهداف معدل لعبه فيه دوري أبطال أفريقيا 930 دقيقة والكور اللي حصل عليها 453 المقارنة تميل بشكل كبير جدا لمؤمن ذكرية وده اللي بيبعين لك أنه مؤمن ترتيبه فيه دوري أبطال أفريقيا مختلف تماما حتى بالنسبة للموقع الاتحاد الأفريقي الكاف نروح مع حضراتكم لملعب برج العرب وزميلنا أمير هشام ومع لقاء مهم جدا مع عضو مجلس الإدارة مارغان هشام ولقاء حول طبعا مباراة اليوم ما بين الأهلي والودادة المغربي نذهب ونشاهد تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان طبعا خلاص النادي الأهلي بيختم استعدادات ولهذه المباراة الهمة جدا أمام فريق الوداد المغربي في زهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا واللي هي أكيد مباراة مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي وأكيد مهمة جدا لنجاز الفني واللعابين خلينا طمن الناس على الحالة الزهنية بالنسبة للاعاب النادي الأهلي ممكن لعاب النادي الأهلي خلاص مركزين بشكل كامل جدا لهذه المباراة وأكيد على استعداد كبير جدا إن شاء الله أنهم يقدروا يحاولون نتيجة إيجابية قبل العودة إن شاء الله في المغرب نتيجة تدي أريحية إن شاء الله بشكل كبير للنادي الأهلي قبل هذه المباراة الختمية اللي هتكون في المغرب بعد أسبوع من دلوقتي طبعا النهاردة الفريق كان عنده أو هيكون عنده محاضرة مهمة جدا هتكون في تمام الساعة خمسة إلا ربعة والمحاضرة دي هتبتدي من كابتن عسام البدري اللي عبين وهي المحاضرة الأخيرة واللي هيعلن فيها التشكيل اللي هتبتدي به هذه المباراة واللي أكيد إن شاء الله هيكون تشكيل مناسب جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي من خلال هذا التشكيل إن شاء الله يقدر النادي الأهلي يفوز في هذه المباراة الفريق بعد المحاضرة مباشرة هيتحرك في اتجاهه لإستاذ الجيش ببرج العرب واللي هيتم طبعا في هدياء المباراة الهمة جدا في حضور خمسين ألف متفرج وده شيء يمكن جيد جدا زي ما شفنا قوة جمهور النادي الأهلي في المباراة السابقة أمام فريق النجم السحالي التونسي والإدري النادي الأهلي يفوز فيها بنتيجة ستة اثنين إن شاء الله جمهور النادي الأهلي النهاردة هيكون أحد العناصر الأساسية في الفوز الكبير إن شاء الله في مباراة السابقة لكن خليني سريعا أخد معي دلوقتي الأستاذ زامرون هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمتواجد هنا طبعا لمؤذرة الفريق أستاذ زامرون برحب بك في البداية زي كمير عامل إيه وبرحب على الناس في الستوديو أنا معرفش مين الموجود بس برحب عليهم كله مباراة النهاردة صعبة مباراة قوية أنتو كمجلس إدارة متواجدين بتأذروا أكيد الفريق وده شيء معتاد سواء أنت أو مهندس محمود طاهر أستاذ عمادة وحيد وأكيد كل عضاء مجلس إدارة المباراة شايف هزي مهارة إن شاء الله بس يعني إحنا لعبنا فريق الوداد قبل كده في المجموعة وكسبنا مرة 2-0 هنا وكسبنا منهم هناك 2-0 بس المرات يمتش مختلف النهائي غير مرشات المجموعة بيبقى لي حسابات خاصة حسابات مختلفة فإحنا عدينا عقبة التراجي وعدينا نجمي السحيل الحمد لله فإن المفروض أننا نكون جاهزين كويس قوي للماتش ده وربنا يكرمهم إن شاء الله بماتش صعب هل كان فيه كلام منكو كمجلس إدارة للعبين اجتماع حصل ما بينكو ولا لا لا ما بيبقاش فيه يعني هو ما فيش اجتماع يعني يلا مش محتاجين تحفيز خلاص بقى هم مدركين هم في آخر مرحلة في البطولة وإن شاء الله يفوت انت بتلعب نهاية أفريكا يعني انت النهاردة من هيحفزك وشتكسب نهاية أفريكا يعني خلاص بقى هم رجالة وهم عارفين احنا قلنا كلام ده قبل كده هم عارفين المسؤولية وعارفين حجم النادي اللي بيلعب فيه واتشرت اللي بيلبسوها فمش محتاجين كلام من حد يعني احنا محتاجين نسابهم يلعبوا ونشوف لعبهم بقى بس ان شاء الله خير بإذن الله تواجد الجمهور النهاردة 50 ألف متفرج ودول كانوا متواجدين أيضا في المباراة السابقة وكان لهم دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي شاف استمرار تواجد الجمهور ازاي وهل دا ان شاء الله تكون بداية لمطالبة مجلس إدارة النادي الأهلي باستمرار عودة الجماهير الملاع في مختلف البطولات مش دور أبطال أفريكيا بس لأ ان شاء الله بطولة الدور كمان بس هو هي مش بداية هو احنا احنا بنحاول بقالنا يعني كذا سنة ان احنا نرجع الجمهور يعني احنا مش هنبتدي مما النهاردة ولا بكرة بس هي فكرة كلها انه بطولة أفريكيا بتدي دافع برضو انه الجمهور موجود انه الدنيا بتمشي بشكل متحضر الدنيا بتمشي بشكل كويس فعندك ثقة في جمهورنا وعندنا ثقة ان النهاردة ان شاء الله يعدي على خير بإذن الله فبنتمنى احنا اول ناس بنتمنى وقلنا الكلام ده مادل مرة الف قلنا قبل كده احنا اكبر اكتر نادي متضرر من مفيش جمهور نادي الاهلي اكبر جمهور في مصر فطبيعي جدا لما يبقى اكتر نادي بيحضر له جمهور ما مش موجود هو اللي بنتضرر فاحنا كماجل الصدارة وكنادي اكتر ناس متضرر من الموضوع ده فنتمنى كل يوم ان الموضوع ده يتحل فالحمد الله يعني بس خطوة خطوة وبإذن الله كله هيرجع للمدارجات تانية مطلوب ايه بقى من لعبة النادي الاهلي النهاردة في مباراة كبيرة زائدة مباراة بطولة خلاص لا مش يعني هو مطلوب منهم انهم يلعبوا لعبوهم اللي احنا متعودين عليه ويعني ياريت لو كان يقدوا مثلا بنفس الموضوع اللي فات بتعني جمي الساحلي اللي كان هنا مش موضوع الست جوان انما الاداء الاداء كان يعني من احدى الموضوعات اللي الاهلي لعبها صراحة فاحنا مش طالبين حاجة احنا طالبين بس ان يبقى في نتيجة ايجابية هنا بالنسبة لنا عشان انت مطش هناك مع الوداد في المغرب وسط الجمهور بتاعهم مطش صعب جدا مطش مش سهل ومهما ان كانت المطش النهاردة برضو المطش هيخلص في المغرب ما هو خلاص هي عمره ما هيخلص النهاردة مهما ان كان النتيجة ايه فبس هي بتبقى خطوة فاتمنى ان احنا نكون يعني نقدر ان احنا نخلص الخطوة النهاردة بسلام عشان نقدر ان نروح نلعب هناك وتكون الدنيا مش متنشنة يعني نكون برضو ايه الناس تكون عندها ثقاف نفسها كده ومركزة ان شاء الله طبيعي حيكون في مكافئات ايجادة لعب النادي الاهلي في حالة الفوز في البطولة خصوصا ان هي بطولة يمكن البطولة دي من اصعب البطولات اللي النادي الاهلي شارك فيها بطولات الافريكية هل ممكن يكون في مكافئات اضافية ولا الدنيا تبقى ماشية زمين بس قبل ماتش النجمس هل يتسألت برضو هل في مكافئات استثنائية ولا لا فرضيت قولت احنا بنسبقش الاحداث تمام احنا كمجلس ادارة ما بنتأخرش خالص على اي فرقة في النادي مش بس فرقة الكون احنا نتأخرش تماما على اي فرقة فان شاء الله بس نكسب البطولة بازن الله واحنا ما بنتأخرش وبنقدر الناس كويس قوي يعني فدي ما فيهاش مشكل انما مش هدي نسبق الاحداث توقعتك بقى بداية مباراة النهاردة النتيجة كن لا اعرف انتوقع صاحب لكن يعني تمنياتك باش توقعات اه تمنياتي اكيد ان احنا نكسب باكبر عدد من الاهداف يعني ان شاء الله انا بس في حاجة تانية برضو عايز اقولها بعيدا عن الكورة احنا النهاردة عندنا مطش مهم في كورة اليد في دور قبل النهائي انا على اتصال دايما بيهم في تونس واتمنى لهم التوفيق النهاردة ان شاء الله وهم اللعيبة برضو كورة اليد رجالة وعلى عد المسؤولية وان شاء الله يكونوا يعبدوا العقب النهاردة ان شاء الله في المطش جمعنا التوفيق طبعا كل الفرق الخاصة بالنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله شكرا طبعا ده كان لقاءنا مع سيد زامروان هشام عضو مجلس ادارة النادي الاهلي اكيد خلاص كله هنا مستعد بخلينا اتكلم بالتحديد عن تواجد جماهير هنا في مقر اقامة النادي الاهلي طبعا مش جماهير كبيرة لكن بعد الحضور اللي يجوم عشان يأزرق الفريق قبل التحرك لملعب المباراة وبتحديد يمكن من اعضاء النادي الاهلي اللي بيسندوا الفريق اكيد في حالة تفاعل كبيرة جدا عند الجميع هنا في مقر الاقامة كله بيتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة وان شاء الله من خلال المباراة النادي الاهلي يقدر ان هو يطوك بهذا اللقب الافريقي عودة لك محمد لقاء مهم جدا مع السيد مروان هشام عضو مجلس دارة النادي الاهلي كل التوفيق لفريق النادي الاهلي لكرة اليد النهاردة عنده نصف نهاء ان شاء الله يكونوا رجالة ويرجعوا بإذن الله بالبطولة كما عوضونا ملوك الصلاة خلينا اخذ محركوا سريعا تشكيل المتوقع للقاء اليوم ما بين النادي الاهلي وما بين الوداد المغربية نبتدي بالنادي الاهلي اللي صاحب الارض والجمهور النهاردة في حراس المرمى شريف اكرامي امامه سعد سمير محمد نجيب زي لقاء النجمة الساحالي على معلول الفئة الجنب الايسر واحمد فتحي في الجنب الايبان يعود مرة تانية على فكرة وجود علي معلول واحمد فتحي هم اللي هيدربوا ديفنسات فريق الوداد المغربية عمرو السلية ورامي ربيعة خلينا اقول له حراكه ان رامي ربيعة هينزل الى حد ما والاهلي معه الكرة وعمر السلية هيزيد مع عبدالله السعيد لوسط الملعب لان عبدالله عمرو السلية من اللعيبة اللي بتجري كتير جدا وبتجيدي التسليم والتسلم وايضا عنده عمل التزديد في نفس الموضوع الى حد ما هيتبدل ما بينه وبين رامي ربيعة زي ما شفنا هدف رامي ربيعة امام النجمة الساحالي مؤمن زكريا وأجيه امام عبدالله السعيد طبعا عبدالله السعيد الليع برقم عشرة ممول اداء النادي الاهلي اللعيبة اللي تستنى منه السروق اللي هيوصل لك وايضا بيجيد التزديد وكان متقلق في التزديد في التمرينات على فكرة في الفترة الماضية مؤمن زكريا وأجيه اتحدثنا عن مؤمن كثيرا ولكن مؤمن وأجيه هيضموا الى الجانب في بعض الاوقات عشان يفتحوا دفاعات الوداد المغربي أجيه هيبقى ميل الى حد ما في الجانب الايصر مؤمن هيبقى ميل الى حد ما الى الجانب الايمن ولكن كاته حسان بدري بيعمل نايمان ما بينهم وبين بعض السويتش اللي خلفلت الدفاعات وليد أزارو رأس حربة صريحة ويجري على الحتة اللي هيدم فيها أجيه ويسحب معا ديفنسات الوداد هتلاقي أزارو بيتحرك في المساحات اللي ما بين دفاعات فريق الوداد المغربي وطبعا كابتن الحسان البادري مركز على هذا التشكيل والتشكيل الأقرب لبداية اللقاء الوداد المغربي في لقاء اليوم خلينا نروح لتشكيل الآخر فريق الوداد المغربي وكابتن حسين عموتة اللي هيواجهنا بطريقة أشبه بيئة طريقة إيطالية إلى حد ما في الكمباك ديفنس والاعتماد على المرتدات السريعة كومباك ديفنس يعني دفاع متحفز في وسط الملعب والارتداد إلى الهجمات المرتدة السريعة وكلمة الكويك كاونتر ودي طريق ترينيري ولحد ما موريني وبلعب بيئة بشكل كبير جدا في طريق مواجهاته وحسين عموتة راجل من المغربين الأكفاء في الكرة المغربية وأيضا كان له تاريخ كويس مع السد القطري تشكيل فريق الوداد المغربي زهير العروبي في حراس المرمى يوسف ربح ومحمد وطرة جاردين في الجانب وعبد اللطيف نصير على الجانب الأيمن إبراهيم النقاش وصلاح السعيدي ووليد الكارتي في الحالة الدفاعية هنا دي في الحالة الهجومية في الحالة الدفاعية هتلاقي صلاح سعيدي إلى حد ما بيدم مع النقاش ووجد الكارتي إلى حد ما هيدم عشان ما يفتحوش الوسط الملعب لفريق النادي الأهلي اللي موجود عبدالله السعيد والسولية ورامي ربيعة ثلاثة بيجدوا التمرير حيقدروا أن هم يقصروا هذا وسط الملعب بتاع فريق الوداد المغربي أشرف بن شرقي ومحمد وناجم تحدثنا عليهم كثيرا ودوى فيه كرأس حربة ومن المتوقع أنك تلاقي أشرف بن شرقي وهو هداف الفريق في بطول الدورة أبطال أفريقيا ممكن يكون هو على قيادة الهجوم كرأس حربة ويبتدي الدعم من اللعب محمد وناجم وممكن تلاقي وليد الكارتي بيلعب على الجانب الأيمن وده أبرز ما يكون فيه جعبة المدير الفني لفريق الوداد المغربي حسين عموتة اللي بيعمل حساب كبير جدا لفريق النادي الأهلي ولكن فيه تصرحات وقالنا جاي بلعب على الفوز احنا اتعودنا على هذه التصرحات ولكن ان شاء الله يكون الفوز من حليف فريقنا فريق النادي الأهلي كابتن حسين البدري اللي لازم نشكره مرة تانية وروحه الجميلة وجوده وإدارته لهذا اللقاء على الرغم من ما حدث لابنته ربنا يشفي لابنته ان شاء الله أكمل كلامي مع حضراتك ولكن بعد هذا الفاصل ما ترحوش بعيد نادي الأهلي حديد ولكن بتيجي بالجهد بتيجي بالعرق بتيجي بروح الفدلة الحمراء أساسا يعني الماتش اللي فات انت شوفت فيه ناس تقولك جول اللي بدري والجول اللي مش عارض لا أنا بقول الروح الأساسية والتركيز يعد عاملان أساسيا للفوز بالممراه فما بالك لو عندك لعيبة مميزة مع الروح والتركيز اللعيب بيطلع أكتر من 95% من مجهوده فأنا أعتقد أن هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدهارة والناس كلها لن تفرط بسهولة في هذا الفوز عبدنا وفعنا في برات الودات ماتش صعب فرقة الودات فرقة صعبة بس احنا كلنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا ومكانيات لعبتنا وممكن في اللقاءة اللي قبل كده أنا قلت أن لعبتنا الأهلي معدنها أصيل جهازنا الفني معدنه أصيل في اللحظات الحاسمة بيتحملوا المسؤولية على أكبر درجة طبعا أمال كبيرة جدا وطموحات كبيرة لجمهور النادي الأهلي مباراة طبعا صعبة محتاجة طبعا تركيز من أول ديئة لآخر ديئة سيناريوهات كتيرة ممكن تبقى في المباراة أعتقد كابتن حسام حاطت كذا سيناريو للمباراة طبعا الدفعة الكبيرة اللي أخدناها من المكسب العريض بتاع المجم السحيلي طبعا ده بيديه للعيبة سيخة وبلغة الكرة كده احنا بنقول إنها يعني الحمد لله ماشي خلال الفترة اللي فاتت طوفيق مهم جدا زائد طبعا الخبرات مهمة جدا جدا ويمكن المباراة اللي فاتت كان فيه لعيبة كتير جدا مصابة وطبعا الحمد لله اللي موجود الحمد لله أبد الوجه ويمكن أكثر وأداءنا اختلف ويمكن السماء اللي موجودة في المجم الأهلي الروح مع الأداء يمكن شوف تحت داك المباراة اللي أتب الشكل دون وطبعا أنا بشكر جمهير جدا جدا كان عامل رئيسي في المباراة وهم اللي أخلوا أداء المباراة كده وخلوا شكل المباراة كده وناتمنى طبعا المباراة جاة تبقى الملعب مليان بإذن الله طبعا المباراة هتبقى مباراة قوية فرقة وسرت للنهائي أكيد هتبقى فرقة جامدة وفرقة كويسة ولازم يتعامل لها حسار فرقتنا ماشي بخطة سابتة كسبانين ماشي لها قبل النهائي بسكور كويس جدا السكور ده بيدي استقل للعيبة بتاعتنا بيصدر مشكلة لفرقة الوداد فرقة بتلعب مع ملعبها جامد وعملة سكور عالي فبتصدر لها مشكلة جاية الآن من المباراة جاية عندها سن تراب أو خوف من المباراة فلازم نستخيل للعامل ده وتعالى الألف في أول عشر دقائق ربع ساعة مش عايزين نستعجل الفوز عايزين نلعب بهدوء بسبات فعالي بتنكيز عالي بهدوء في نفس الوقت وربنا يكون إن شاء الله وليا من نتيجة إن شاء الله وليا من نتيجة إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 يحضروا كده. دائما حيث قلت المباراة هو شوطين شوط هنا زي ما المدربين قالوا لنا كلهم مفهمون. أستاذ عمر أنا أستاذا محررتك بس هنطلع لزميلنا أمير هشام في ملعب برج العرب ومعه لقاء مع كابت المصر ونادي لائل كابت النجام حنفي أمير إليك الكريم. يلا بجد تحية بيك يا محمد وبجد تحية بكل مشاهدة ومتابعة قناة الأهل في كل مكان. طبعا لسا مستمرين وأجواء مقبل مباراة الأهل والوداد مباراة الهمة جدا جدا بالنسبة لنا كلنا. طبعا خلينا أقولك أن معايا في هذه اللحظات كابتن هشام حنفي أحد نجوم النادي الأهل سابقين. كابتن هشام برحب بيك. والنهاردة أكيد مباراة مهمة جدا ومباراة كبيرة لنادي الأهل أمام مفري الوداد. شايف المباراة جزيلا. في البداية طبعا كنت برحب بيك يا أمير وتخطية إن شاء الله ممتازة بإذن الله ويا رب إن شاء الله طبعا تبقى يوم حلوا علينا ويبقى كل حاجة إن شاء الله في صالح النادي الأهلي طبعا. مباراة صعبة مفيش شك. مباراة صعبة أجواءها صعبة مباراة فاينال يعني مباراة كبيرة من العرى التقيل يعني الحمد لله برضو المتشو الأولاني هنا لأض يعني إن شاء الله مع الروح المعنوية العالية والمكسب المعنوي اللي فات في المتشو اللي فات عيد دينا برضو دفع معنوية كوي غير لما تروح هناك المعنوية الأولاني طبعا هو الفنل يريد يبقى هنا أصلا لو من أول كالوراكتين طبعا كأكيد يعني بالنسبة لنا بس إنتا النهاردة غاي برضو من نشوة فوز نشوة فوز كبير الحمد لله الفرقة كتوفى عجليها كويس برغم أن كان عندك اثنين بره الفرقة لكن النهاردة الحمد لله الفرقة مكتملة بإذن الله يبقالينا دور كبير دايما قدر ندري لي ما محطوط تحت ضغط دايما فإن شاء الله الأهلي قادر على أنه يكسب ويكسب مكسب كويس هي فرقة كويسة طبعا فرقة كبيرة فيها لعبة كويسة وليهم كل احترام طالما عوصله فينال يعني طالما عوصله فينال فأكيد هم فرقة كبيرة جدا وفرقة محترمة هو هيلعبك بنفس السيناريو اللي انت العبت به بره مش عايز يدخل فيه أهداف كتير هيحاول يبادر أنه يحاول يخطف أي هدف لأن تعرف أي جون بيصعب المأمورية عليك طبعا ولكن ندري أهلي الحمد لله فريق كبير وفريق قادر على أنه يحرز أهداف ويحرز هنا وهناك الأهلي بيلعب بره وجوه يعني الحمد لله بشكل قوي وبشكل باين أو اللفت النظر هو ما عندوش رهبة حتى لو هو مهزوم يعني أنت وإحنا هناك في المطشل هناك بتاع تراجي وإنت مهزوم قدرت تكسب وجبت جونين فتقدر تقدر عطول عندك أوراق ربحة كويسة جدا يا رب النهاردة يبقى الحظ معنا والفرقة تبقى حالتها كويسة هيددينا دفع مناوية كبيرة وإن شاء الله نكسب ونستغل يعني نستغل زي الجون الأول اللي جيهي المطشل اليوني بدري لو إحنا عرفنا أن إحنا من البداية نجيب ونجيب فكارات سابتة كتير إن شاء الله نحاول نحرز أكبر الأهداف إن شاء الله النهاردة إن شاء الله لعيب لعبت كتير جدا مع النادي الأهلي وأكيد لك خبرات كبيرة من خلال خبراتك إيه النصايح اللي حببت تقولها لعيبت النادي الأهلي قبل المباراة دي لا يبقى كبيرة مش محتاجة يعني هم خلاص هم مش محتاجين النصايح لأن هم أما خبرات وهم مروا بالظروف دي أكتر بكتير من أحد يعني فعلا فليهم كل الحب والتأدير والاحترام والثقة لأن هم عندهم ثقة في نفسهم جندا جدا واصلنا يعني هي كل الثقة اللي عندهم دي واصلنا فأكيد كل اللي أنا بس بتمنى إن إحنا نحاول نبقى عندنا هدوء في الملعب ما نتعصبش تاريطة برضو المغربة وشعر أفريقيا عمتا بيبقى عليهم لعب كده استفزازي شوية حالتك كوي وتقدر تكسب إن شاء الله هنبقى إحنا ليدنج على طول طول المرش إن شاء الله ماذا كابتن إن شام توقعتك إيه المباراة؟ لا أكيد لازم نكسب إن شاء الله يعني مش قال المتين سفر بصراحة يعني أنا شايفة وإحنا جايين في الطريق جمهور رهيب يعني حسا يعني كل شعب مصري جاي أصلا يشجع المباراة دي فيعني هي مباراة مهمة ومباراة مصريية طبعا عشان هي على أرضنا فلا إن شاء الله بإذن الله من شاء الله متين سفر يعني إن شاء الله بإذن الله أعطتك كابتن شام تใหلي أتمنى ثلاثة يارب يعني ان شاء الله تبقى الحلقة وإيشاء ونقدر نحرز تثرة أهداف بإذن الله يا رب إن شاء الله إذن الله بإذن الله شكرا 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 ше كابتن هشام حنفي أحد نجوم النادي الأهلي سابقين كله خلاص مستعد لهذه المباراة أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة ويقدر يحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله عوضة للسؤول شكرا زميلنا أمير هشام وكان معه واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كانت حريفة جدا في وسط الملعب وهو كابتن هشام حنفي كلام مهمة وإستاذ عام كابتن هشام تحدث على أن فريق الوداد هيلعب أنه يخطف أي جون في ملعب برج العرب عشان يريحه ويبقى بيفر كتير جدا في لقاءات القيام خاصة أن طريقة لعب المغربة بيبقى معروفة في التحفز الدفاعي طبعا هو كابتن هشام خبراته أفرد في ده وقال لك أنه إحنا هنخش المباراة معتمدين على نشو تلفوز بتاعت النجم السحيلي بالستة ولكن خلينا أقول لحضرتك بمتابعتنا بجماهير النادي الأهلي اللي هي يعني مش عشان إحنا في الأهلي فبنفخم فيها زيادة ولكن هي فعلا من الجماهير اللي بتعلم اللي بتدي للآخر فالجماهير متخوفة جدا من نشو تلفوز بتاعت لعيبة النادي الأهلي وأنه هم يكونوا داخلين المباراة وهم حاسين أنه هو دلوقتي إحنا مش في دقيقة تسعين بتاعت النجم السحيلي وبنكمل بقى ديئة مية وستة وديئة مية وعشرة وديئة مية وخمسة خليني أقولهم أن التخوف ده بالتأكيد حسب حساباته كابتن حسام البدري بشكل جيد جدا وتعامل معها بشكل نفسي كبير للغاية وطلب من اللعيبة أنه كان عندنا نهائي مع الترجي والأهلي صعد به ونجح كان عندك نهائي مع النجم السحيلي وقدر أنه هو يصعد به ويخلف كل الظنون في المواجهتين وألب الطاولة بشكل كبير جدا على المحللين حتى الفنيين أظن أن النهائي بتحليلاته ده النهائي التالت للأهلي أظن أن الحسين عموتة المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي زاكر كويس جدا مباراتين الأهلي أمام الترجي في برج العرب وأمام النجم السحيلي في برج العرب كويس النهائي الأهلي في فندق ومقر الإقامة برج العرب شايفين أدي صبر رحيل ورمي ربيعة ورمي ربيعة إدى الكرت بتاعه لي صبر رحيل عشان يعرف يجيب أهوة وكنا شايفين عبدالله السعيد وتركيزه وشايفين أحمد فتحي نجيب واحد من النجوم وديك طبعا شريف إكرامي حارس المرمى ودي نجيب بيحاول ساعة صبري عنده مشكلة جدا عشان يجيب أهوة وليد سليمان وبتوجهه وتركيزه وليد من اللعبة المهمة جدا اللي ممكن يكون له دور في تشكيلة النادي الأهلي اليوم سواء بديل أو سواء أساسي كابتن ساعد عبدالحفيز عشان يتطمن على كل الأمور ودي ساعد سمير أكيد واخد مكان لوحده في البوفي ودكتور هاني بقى خصائي التغذية يجي هتلاقي بيجري عليها عشان يزبط الأمور كل هذه الأمور نادي الأهلي برضو هذكر حضراتكم النادي الوحيد اللي في مصر عنده خصائي تغذية الدكتور هاني اللي واقف أمام حضراتكم كده ماسك الموبايل جونير أجيق الفكهة النيجيرية واللعب اللي بيعشاكه جمهور النادي الأهلي عنده إمكانيات جميلة جدا وهو حتى خفيف الزل دايما اللعبة لأفرقى بيبقى عندهم الضغط أولايا يا أستاذ عمرو نفس الشيئة دي مؤمن زكريا اللي تحدثنا عليه كثيرا مع طبعا النادي الأهلي وإحسائياته ودي الشناوي حارس مرمى الفريق وحواره مع نجيب والحاجات دي بتديلك انطباع عام على حالة النادي الأهلي المعنوية النادي الأهلي داخل عنده لأحد ما ثقة في إمكانياته وطموحه أنه يهدي البطولة التاسعة إن شاء الله لجمهوره تفافت بقى ميدو جابر مع كريم ندفد لفندق أو مقر الإقامة عشان يبتدوا ياخدوا وجبة الإفطار كويس يعني مش بس إن الأهلي بيتفرد بكواليس فرقته وده شيء بالتأكيد بيعمل نسب مشاهدة عالية جدا دي القناة لإن أنت كده بتضع الجمهور يعني بتدخل الجمهور هو في المطعم بتدخل الجمهور قبل ما دي دكتور هاني واقف مع الشيف قبل ما يعدي عماد متعب في البداية ده لا وشوف طب شوف اللقطة دي هادي عامل غرفة خلع الملابس النادي الأهلي ماشي مع عماد متعب كابتن النادي الأهلي ده اللي الجمهور بيحب يشوفه هو قاعد في المدرجات دلوقتي ورايح في برج العرب وجمهور الأهلي اللي هيتابع من خلال شاشات التلفزيون عايز يشوف فرقته هي عاملة ايه فأنت بتديله وجبة متكاملة وبتديله انطباع عن شخصيات اللعيبة وارتباط اللعيبة بعمال غرفة خلع يعني ما بتيجي تلاقي كل اللعيب بيجي بعد بإذن الله الفوز في الدار البيضاء وان الناس تهدي فتلاقي اللعيب يضح إليك ومن عامل غرفة خلع الملابس لرئيس مجلس الإدارة هل الكلام ده بنتات صحفية وإعلامية وتلفزيونية لأ انت بتوريله هنا ما مدى ارتباط الفرقة ببعضها ده حيث ولما تلاقي هناك هم مثلا مسافرين وتلاقي اللعيب مثلا زي صالح جمعة بإذن الله ربنا يشفيه تلاقيه شايل شايل كور ومش عارف ايه وده شايل شمطة التلج وراح بيها فين فتلاقي ان اللعيب قلب لعمل غرفة خلع ملابس وعمل غرفة خلع الملابس هو اللي ممكن يقوله لا خد ده لا ودي ده يعني السيد عمر النادي هو دي على مدار مية وعشة سنة أسرة واحدة وهو ده سر تفوق النادي الآلي ودائما لما بيكون روح الفريق كأسرة واحدة وكل ورا الكيانة هتلاقي فيه حد مفروض ما يعملش حاجة بيعملها زي ما حرك ذكرت ان اللاعب بيشيل الكور وكذا وبيساعده طارق وعمل حارس ومن يساعده فيه غرفة خلع ملابس ندلالي وكل من يعمل داخل النادي هو ده مش أهلي بس نعم يعني هو ده معلش دي معدلة النجاح الكناية لأي مكان اللي بينفزها لك في الغالبية العظمى مش دائما وابدا عشان واحد ما يبقاش فيه تعصد النادي الآهد بيديك دائما وابدا يعني كان فيه مدارس كيميا بيقولك ده حط ده على ده هيديك ده فالنادي الأهلي بيقولك اهو اتحط ودي النتيجة فدي عشان كده بتصل للأطفال الصغيرين متلاقي من سنة أولى وتانية ابتدائي لحد جامعة بيبقى هو ده عندهم النموذن ان انت مثلا بتلغى عندهم ايه يا ده ترجي هنا عمل اثنين واحد طب هتعمل قدامه ايه لا يأس تلاقي ان الأهلي يفقد لك نسبة 30% من اليأسة عند الشاب ده طب هناك النجم السحلي فاز طب هنيجي هنا نعمل ايه تلاقي ان الأهلي نجح باكتساح فتلاقي 30% كمان اتشاله القصة في ان هو الاقي برضو ناس تروح ايلالك ايه عفوا اصلا الأهلي كان حظه عليه على الترجي او على النجم او لا القصة ان ربنا سبحانه وتعالى انت بتكتهد وبتتعب وبتذاكر وبتحترم المنافس فبيديك انما لو انت قاعد على القهوة وحط رجل على رجل وقت بتشايش وبتجيب المشاريع مفيش حاجة اهتيجة عندك طب ده هكيد تعلمنا من الأهلي ان مفيش مستحيل وروح الفللنا الحمراء شيء لا نفقده ابدا نروح لزميلة محمد سعيد وملعب برج العرب وحوار مع بعض الجمهير محمد إليك الكلب اهلا بكم مشاهدي كمات الاهلي في كل مكان هنا من أمام الجوابات الرئيسية الاستاذ برج العرب ومدخل الجمهير الجمهير النادي الاهلي التي جاءت من كل مكان من كل محافظات مصر لمؤسرة فريق النادي الاهلي في مباراة الهمة أمام المداد الفيضوي المغربي في زهاب الطور النهائي لدور الأبطال الأفريقية وبذلك مرحب بيكو يعني عبدأ بيك قراء مهم لكن عايز عرف احساسكم أحساسك بالمطش شافامه وراءة الاهلي مطش النقل ممكن يتقرب نفس نتيجة والنهاية مختلفة لا ان شاء الله يتطرر نفسنا بذلك شكرا الله أحسن مفس النقل هل هو الملعب؟ أه هل تشكعون؟ يا جماعة؟ نجل نكسر قطع عليهم الشمس طوقات بيومكش لا احنا ان شاء الله هنكسب زي مرهل بيتر بذبت يعني زي ما هو آيه كده 4 و 1 متحية بس ان شاء الله هنكسب طوقات بيومكش لا ان شاء الله مش هجيبه 1 عبد الله الصعيد نعم برضو انا عرف وضطع واحدة واحدة وضطعات كل المبارات المهات ان شاء الله او بطبق او ببطب وان شاء الله وديد ازوره عاشهراته لانه داين بيبسل طوقات فأياق كديدة نشوف من المفاجأات ما ان شاء الله عجبه حاجه مكون او بحاجه أم اسكندريا يعين مين ان شاء الله 3 توفنا ان شاء الله أظهروا وليد سليمان ورحمة الشاكيزة أضرانز ببعض صعبة أو المباراة؟ ممكن يكون في نفس نسيجة الحالة أهل ودفع لك بسحب أهل صعبة شوية بس الأهل أبي أنت أنا وده إحنا من المنصورة وبعين نبزة عشان شكّع مننا أراك بلدك الساعة كان بقى؟ أرجع لي لك من الساعة 9 الصباح لساعة 9 الصباح لساعة جاين حالا نواد هنا عالي السنة أزديد ببعض ونت مين؟ المنصورة وإن شاء الله نكسب 3 صفر النهاردة ووراك أهلي من المطروع المنصورة الإسكندرية صعبة لكن كل ده بالإسجاب أهلي كل حاجة تهور النصر النصر الأهلي إن شاء الله بإذن الله نكسب والأهلي طبعا يعني طول عمرهم يعودنا على المفاكات والأهلي طبعا نقدر أنه يكسب بسكور كمان بإذن الله وليد أزور عشان طبعا ننمره وكده ويزبطها للهور إنه إن شاء الله يعني نقدر أنه نكسب بإذن الله أسألك وليد أزورو مهاجم مجربي جلع في الآله ممكن مباراته النهاردة تشوف نفس الأداء اللي علم علوم زهر به قدام الأندات ونسان؟ أكيد وليد أزورو يعني مأهجم كبير جدا هو كان يستنين فرصة له يهدف وكده فأكيد نفسه مفتوحة النهاردة وكده يهدف إن شاء الله نكسب والأهلي كلها نفسه مفتوحة ممكن أن تكون موفق على فريق الوداد زيما كان علي علم علوم موفق على الأندات ونسان؟ بإذن الله رجال الاثلاثة سحведية ان شاء الله ان شاء الله تهتصفل الاهل بإذن الله وند أذارو وابضل السعيد وجونه رجاء في سقة من جمهور الاهل في الفوز النهاردة وبعد اللي حصل في مقرنة النجف الساحلي لا ان شاء الله ان شاء الله الاهل سوف يتصفل ال chain مشيت الله. lumayan مشيت الله. October 30 النتيجة ان شاء الله. انا جائم من المنصورة. واي نشجع ان شاء الله اليه في اي مكان. انت يقني مع بعض نطمع المنصورة? انا المنصورة الاين للصبع. وزيء من هنا. و ust животineral апوastog. كل المحافظات جائين ان شاء الله. وناك رأيك نفققي لarmagan. انا عمCROSSTALK�� am comigo اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 إن شاء الله نتمنى يكون الحسم إن شاء الله نهاردة في أستاذ برج العرب اللي هوش حلو علينا وعلى متخب مصر وعلى النادي الآلي إن شاء الله يبقى أن تكمل إن شاء الله المأسيرة بيفوز إن شاء الله شكرا جزيلا دا كان لقاءنا مع الحجة محمود الشامي عضو مجلس دارة اتحاد الكرة السابق والآن عودة الستود أرجع ليك أستاذ عمر كنا نتكلم على فرقة الوداد وفرقة وصلت لنهائي دورة طالة أفريقيا وطريقة الكابتن حسين عموتو لكن أعيز أخذ حضرتك كيف يفكر كابتن حسين بدري في لقاء اليوم خاصة أنه يلعب فريق إلى حد ما يحاول يبقى متخفز كانت حسين بدري حتى في لقاء نادي الآلي أمام الوداد في ملعب في سد برج العرب كان الأكثر استحوازا الأكثر وصولا إلى المرمى بشكل كرة تتلعب بالتدوير من الخلف إلى الأمام النادي الآلي بيحب يلعب كرة وبيصل إلى المرمى بأكتر بص ممكن أو بالمرتد السريع في المساحات الفاضية تشايف النهاردة كرة رشال بدري هيركز عليه وصل عمر شوف هو في فيلم كارتون اللي هو الفارق الطباخ ففي جملة مهمة أوي فبعدين بيقولك إيه لما الرجل اللي هو بيكتب النقد للأكل فبعدين بعد ما عارف إنه هو الفار هو اللي بيطبخ فبعد كده خلص سلم له نفسه وقال له مع الفارق في التشبيهات قال له ادهشني فالكابتن حسام بعد الانتقادات الكثير والحرب والشائعات اللي لسه كان أخرها قبل ما نخش الهواء هي شائعك يعني شائعة بين قصين أقل ما يقال عليه ملاش عشان احنا مركزين في الماتش لا لا ما هي ماتش ما هي ماتش احنا مركزين في الماتش فالراجل أصبح يدهش الآخر ويدهش الأجهزة الفنية وعارف لو إحنا دخلنا على اليوتيوب وروحنا جايبين قبل مباراة التراجي في رادس هتلاقي واحد مثلا زي حالاتي كنت بقولك ما بص على نص الكوب الفاضي ورفعت الرأي البيضاء هو أدهشك هناك ما عمل لكش إنه هو مثلا قال لك عايدين نستدعي العيبة من الاعتزال عشان نقدر نجيب جون في آخر لحظة وما شابه لا عمل بالتشكيلة اللي كانت متاحة معاه قدر يعمل بها الاختلاف لما جيه في برج العرب مع النجم السحلي وجدنا إن برضو الاختلاف أدهشك في النحسان عشور مش موجود الله أحمد فتحي مش موجود يان هرابير طب انت هتعمل ايه وزير وليد أزاره ركبوا اليأس والوابا كلوا طب هتعمل ايه أنا ممكن أخو حررتك يعني أبعد من ذلك البادري أدهشني أمام زناكو في زنبيا مثلا البادري أدهشني ده في دور المجموعات ففي ماتشات كانت مهمة وفي أي ماتش مهم وعلى الرغم الانتقالات حضرينك رجعت باليوتيوب أدعت شوية نعم لازل أنا برجع من مشهور البطول حتى في ماتش زناكو اللي هناك كابتر حسان البادري أدهشني دهشني في لقاء القطن الكاميروني هناك في ماتشات كابتر حسان البادري أدارها على أعلى مستوى في الناحية الفنية وبالرغم من كده دائما وابدا من أول ما تلاقي الجمهور ابتدى يضع الراجل في مصاف مجموعة مدربين عظام زي هيدكوتي زي فيسا زي جوزي فابتدى يحطه فتلاقي ناس شدوا برجل الراجل وحطوا في بحر الرمال وغرقوا تحته وفتصوا عشان الجمهور بتاعك اللي انتو ما شاء الله يعني أسميني الشاشة بين رئيس النادي والجمهور وده حاجة عالية جدا فالجمهور إيه اللي حصل اللي هم عاديين في برج العرب لأي وجدنا شائعة دلوقتي بتترمي إن زينة بنت الكابتن حسام البدري فارقت الحياة طيب حطي الإشاعة دي مع إشاعة محامي قال لك إن بعض لعيبة الأهلي حصلت لهم رشوة فتجد إن شائعتين دول مين اللي بيطلعهم يهدف إلى هزة نفسية لعيبة النبي الأهلي يبدو إن فيه بعض واجعوا أوي إن النبي الأهلي بيصل إلى نهاية دورة الأفريقية واجعوا أوي إن نادي الأهلي متسايد دورة وكاس وفيه ممعروفين ومعلش يعني خلينا نكون هذه أقوال بعيدة تماماً عن المنطق بعيدة تماماً عن الواقع والواقع بتاعت الأستاذ اللي تكلم على لعيبة وكذا 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 نادي الأهلي أكبر من ذلك بكثير إحنا مركزين في دورة أبطال أفريقيا وبعد كده على لعبتك فيه ناس بياخدوا معهم سلفي فيه ناس أنتوا زعين ده الجامع قدام الفندق الناس بتنزل تصلي ففيه كلام ففيه ما فيش أنت مش العالم بقى لا ده الفندق مش قرية قرية صغيرة لا ده غرفة واحدة فإزاي أنت تجعل اللاعب بتاعك كتلة واحدة هو مدير فني هو لاعب وهو طبيب نفسي وهو طبيب تغزية وهو معالج لنفسه لوحده تمام لازم أنت تعمله كألعة وحسن إزاي بقى أن بص هو كان عالج اللعيبة في الإشارة اللي فات إزاي اللعيبة هم اللي وقفين معه دلوقتي وهو رفض أن هو يسافر كندا وزوجته السيدة المحترمة وهي مربية ومعلمة رفضت أن هو يسافر وبنته لما فائت شوية قالت لا بابا يفضل هناك شوف طب يديني لمحة لما مدى الاختلاف في الجماهير بتاعت الأهل هنا سبب تواجد الكابت الحصال البدري هم الناس اللي حريك شايفهم ده جمهور النادي الأهلي وقوة النادي الأهلي دائما في جمهور وعشق جمهور النادي الأهلي وده إنتم لغرضة تاني مش بتلعب بإسم مصر وده لقطة عجبتني في أحد القنوات إن هو ابتدى الإعلام يختلف في ده إن هو يحاول يحفز الجمهور لما بعد كده إن الجمهور وقف في دور إن الجمهور وقف مستني كل واحد يخش ما فيش تزاحم ما فيش واحد عايز ياخد دور قبل واحد ده على فكرة ده يخليك إن أنت مثلا لو في شهر عقاري طب ما تيجي نعمل زي الجمهور ده لو أنت في مرور طب ما تيجي نعمل زي ده يعني المشهد ده مش مشهد مبورا المشهد ده بيعلمك في أماكن طب أقول لها عربك حاجة مدرج النادي الأهلي مدرج جمهور النادي الأهلي إنت مجرد إن أنت دخلت وقعك مش مهم أنت اللي جنبك عارفه ولا ما تعرفوه مش بس هتحس إن هو حبيبك وصحبك وبتتكلمه في نفس الكلام وبتشجعه نفس التشجيع وبتقوله نفس الأغاني وعلى الرغم إنه ممكن فور انتهاء المباراة إنت بتراوح لمكان وهو براوح لمكان بس وقت المباراة إنتوا اللي اثنين حاجة واحدة هو ده قوة مدرج النادي الأهلي وهو ده اللي حررتك بتشير إليك دي مش فلسفة ولكن اللي حضرتك قلتو ده الله يرحمه إنه هو مش خايف مش قلقان رايح يشجع النادي الأهلي في برج العرب قدام النجم ولابس التشيرت وموجود في وسط الجمهور هو ده اللي حقه الإعلام وعشان كده مثلا حاجة بتيجي تقولي النقد الرياضي بقولك لا ليه لأن النقد الرياضي أصبح من أكتر الأسباب اللي بتعمل كوارث لمصف وعشان كده مثلا المجلس الأعلى للإعلام ما عمل لكش مثلا رقابة على الصحفين الاقتصاديين رقابة على الصحفين بتوع الصحة عمل لك رقابة على الصحفين الرضيين وليه مش عشان هم أقل من أي حد ولكن لأن كلمتهم ومستواهم بيصل إلى كل جماهير مصر وممكن كلمتهم ترفع فوق جامد جدا وممكن كلمتهم تنزل جامد جدا فده اللي بنا تمنى نروح للأستاذ الكابتن حسين عموتا هو ارتدى مبارح صوبة كابتن محمود الجهري الله يرحم في ايه في انه هو قال لك احنا عملنا السنة في البطولة اللي فاتت عملنا دور الأربعة وإحنا هنا أنجزنا وطلعنا الفاينل احنا كده أنجزنا وكويس جدا 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 هو بيحاول يصدر ايه إلى نادي الأهلي ان الراجل انا جاي مستكين وانا جاي لك فرحان ان انا بلعب قدام النادي الأهلي ابو تمن نجوم انا يروح طالع من مكمله ويلدغ اللدغة ويعملها هل ده مش واصل للجهاز الفني النادي الأهلي بالتأكيد واصل ولكن ده بيعجبك ان الاخر فاي وبيلعبك فنيا وبيلعبك نفسيا وبيلعبك تروح لي عنده اكتر من مركز في بعض الصغرات دفاعاته طبعا من اقوى الدفاعات بدليل بالارقام انه تلاقي انه دخل في مرماء خمس اهداف من بعد الدوري فدخل اربعة واحد فقط على ارضه ده يخليك ان انت اذا نكو فايز عليه واحد سفر سان ده فايز عليه واحد سفر ده يخليك ان انت تفطن ان انت ما ينفعش مع الفرقة دي واحد سفر واحد سفر يبقى انت بتديله الهدية ان هو يقدر يعمل ايه في الدر البيضاء يبقى انت محتاج على الاقل تلاتة وبدون اي رقم جنبه ما ينفعش يدخل فيك هنا جون فعشان كده محتاج جدا ان يبقى محمد نجيب واساعد سمير في قمة تركزهم وحتى ما يجيوش الجنين اللي جون من النجم الساحلي امير عبد الحميد يلعب الدور الفني في قيادته الدفاع بشكل كبير لان هما هيحاولوا يستغلوا مش المساحات اللي خلف احمد فتحي ولكن المساحات اللي خلف علي معلوم الى جانب ان هما هو الراجل ما بيحبش يضغط من ما بعد خط النصر تعم ما بيضغطش عالي من خط الهجوم ولكن بيضغط عالي من خط الدفاع هو ده وليه ده عندك النموذج اللي بيعمل ده عندك في مصر كابتن حسام حسن مع النادي مصر وده نموذج كان بيبهرنا ولكن لقيت كابتن حسام البدري حليلي الابهار ده بعد مباراة العودة في الترجل قلت الاهلي عايز يفوز يبقى لازم يضغط ولازم يروح في الراجل اللي حلها لك قالك انا ماينفعش اضغط من الدقيقة الاولى عشان لو ضغط خلاص بطرياتي هتفضى ونفسي هيتقطع واحتاج ان انا اخد محليل وجلوكوز فاضغط واسيب اريحية لك ان انت تلعب فهو الراجل ده بيعمل كده ان هو بيقمن نفسه وبيقفل المناطق على الجناح ومؤمن زكريا بالتأكيد هيحاول يصول وجول وليد اذر وهينزل وهيلعب وعبدالله السعيد هيطلع هتلاقي تزديدات من رامي ربيعة ونتمنى عمر السلية يعمل نفس الامر فهو هيحاول يقفل كل ده هو قدامه حلين الاهلي قدام الترجي فابقنا الترجي في برج العرب ولا الاهلي قدام النجم السحيلي فانا بقى النجم السحيلي قدامه الحلول وعليه ان هو يختار ولكن احنا منسبلوش الاختيارات بالضبط كده انا اقول لحضرتك كمان ان سر نادي الاهلي في هذا اللقاء هو التحذير من الاثنين سندر باكس والاثنين قلبية الدفاع سواء نجيب او اللعب سعد سمير خلينا نروح لتقرير مهم جدا حول اراء النقاد الرياضيين حول هذه المواجهة ونرجع نكمل كلام اعتقد ان وصول الاهلي المبورة النهائية كان بدافع وحافظ قوي لدى اللعيبة وادارة الناد الاهلي والجماهير الاهلوية التي تسق في كل اللعيب وتسق في ادارة الناد الاهلي في العودة للتتويج وعتلاء منصة التتويج الافريقية بعد غياب اربع سنين من 2013 اعتقد ان الاهلي برضو قادر ان هو يحقق البطولة التسعة ويواصل هيمنتو على البطولات الافريقية ويواصل زعامة القارة الافريقية والبحث عن العودة مرة اخرى لأكثر تتويجا في العالم بالمشاركة في المنديال الاندية بالاضافة اعكاس السوبر اكيد العيبة الاهلي يمركزين جدا الكابتر حسين البدري برضو في فترة الاخيرة حاول يبعد اللعيبة عن الضغط الجماهيري والضغط الصحافة والسوشال ميديا بالتركيز ومعسكر في اسكندرية بعد تخط النجم الساحلي بسباعية في مبارتها الزهب والعودة المباراة طبعا صعبة جدا مباراة مختلفة تماما انت بتتكلم فريقي الوداد يعني النهاردة كنت بابص على احصائية كده بالاهلي هو اقوى هجوم في البطولة حوالي 19 شهر هدف في المقابل فريقي الوداد هو اقوى دفاع دخل فيه 6 اهداف فقط فبالتالي المباراة يعني بوجهة نظر انها ما بين اقوى هجوم واقوى واقوى دفاع في البطول الاهلي لازم يلعب برضو بنفس الروح اللي لعب بها المباراة النجم الساحلي لازم يلعب على هدف ان هو يجيب جون في الثانية الاولى يعني انت فكرة ان انت لازم تلعب اول ربع ساعة لازم تجيب هدف دي اعتقد هتفرق كتير جدا مع فريق الوداد الصحابة في المغرب يعني تعمل مع الموقف هم عارفين ان الوداد الده مهم وصعب جدا هي لعب نادي القرن فرقة نتائج رائعة على مستوى الافريكي في سنوات الاخيرة حتى معوجود ازمات في الكرة المصرية والدوري مش شغال هم عارفين ده كويس النادي الاهلي في افريكيا وحاجة تانية خالص فهم جايما بيحذروا من ان هم يعني ما يدوش المباراة حجمها الطبيعي او يحصل طراخي او يحصل استختار مجمل لقاءات الاهلي والاندية المغربية دي جزئية مهمة ان احنا بيبقى عاملين لها فلاشباك للجمهور عشان يبقى عارف تاريخ النادي الاهلي مع الاندية المغربية التحديدة انا شعبنا دي من اهم الحاجات اللي ممكن يتمد ان اقولها بلاصة انه الفرقة المصرية سواء اهلي او يعني اهلي اكتر من منتخب مصر بصعب جدا ان هم يخسروا نهائيات بيبقوا عندهم شخصات البطل وفكرة انه طول الوقت شخصات البطل تحديدا مع النادي الاهلي هي بتبقى المصفة الغالبة مع مواجد اي فريق كبير طبعا ده ماتش مهم جدا واحنا كاعلام بنتناوله ان احنا بنركز عليه دي بطولة في الاخر هتصبح بل مصلحة مصر انت بتلعب قدام بلد غريب المفروض الاعلام مش بيبصرها اصلا هي اهلي او زمالك بنبصرها ان هي بطولة مصرية طبعا ماتش صعب مهما كانت نتيجة الاهلي في نص النهائي او الاداء اللي عملوا نتيجة كبيرة لا مش مكيص بالعكس نتيجة النجم دي سلاح زوح الدين بالنسبة للاهلي المهمة تقيلة جدا عن كابت حسان من بدري طبعا نتمنى الشفاء لبنته موقف صعب اجواء ممكن تكون مش كويسة حوالين الفريق فنتمنى لهم نفوز ان شاء الله يعملوا نتيجة كويسة على ارضنا علشان لما نروح يناكل مغرب يتأهر ان شاء الله يجب نتيجة كويسة اشتركوا في القناة الاهلي في كل مكان وقبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذه المبراءة الهمة جدا ما بين الاهلي والوداد في ذهاب دور النهائي من دور ابطال افريقيا معايا طبعا طاقعات بعض الجماعير بعض اداء النادي الاهلي اللي بيوظفوا دايما على حضور المباريات معايا في البداية حاج احمد عبدالصادق بلحب بك واكيد النهاردة يوم مهم جدا بالنسبة لنا كاهلوية وان شاء الله النادي الاهلي كموافق النهاردة ونقدر نحاق النتجة جدا وبلا شك يوم مهم المصر كلها وزي ما بسمي صاحب السعادة للشعب المصري هو النادي الاهلي يعني طبعا الفترة اللي فاتت كلها كنا محتاجين حاجة تفرحنا بعد الحزن الشديد اللي حصل في مصر للأسف يعني ولكن النادي الاهلي هو ان شاء الله يكون صاحب البسمة والسعادة للشعب المصري كعادته يعني احنا عندنا ان شاء الله 11 رجل في الملعب طبعا اي مباراة تقدر تحكم عليها من خلال الملعب وخلال ان شاء الله بإذن الله ان نكون احنا لنا الافضلية ونحاول نحاول طبعا الفترة اللودات فرقة تقيلة مش فرقة صغيرة عندها عناصر مميزة احنا ان شاء الله نكون افضل واحسن ونمتلك نصف الملعب هو ده اهم حاجة ونمتلك المباراة ونهدف في اول ربع ساعة دي المهمة جدا 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 يقدروا يفتحوا معنا المباراة ويلعبونا كورة مايلعبوناش كورة بتاعت شمال افريقيا وتضيع الوقت والكلام اللي احنا مش ياخدين عليك اهلوية انا اتمنى قبل التوقعات اتمنى تكون تلاتة صفر عشان تبقى مستريح نسبيا لكن هي مش هتبقى فيها سكور زي مثلا زي ما حصل ماتش اللي فات ولكن اتمنى تكون تلاتة صفر على اقل تروح مستريح تنهي من هنا ان شاء الله باذن الله دكتور عبد الحميد الاخبار مباراة صعبة واكيد ان شاء الله نادي الاهلي مقبل على هذه البطولة مستنينها ان شاء الله ان احنا نحرز هذا اللقب شايف المباراة زي انا شايف ان المباراة فعلا صعبة زي ما انت بتقول وان فريق الوداد طبعا بعد النتيجة الكبيرة اللي عملها الاهلي الماتش اللي فات هيبع حزر جدا وعنده المفاتيح الليعة بكلها بتاعت الاهلي عرفها بس طبعا ان شاء الله الكابتن حسام البادري ربنا يعينه على الظروف اللي هو فيها ويقدر ان هو باذن الله يحط التشكيل المناسب والاهلي يتوفق ودور الجماهير النهاردة هيبقى دور قوي جدا 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 زي الماتش اللي فات وان شاء الله المباراة تطلع كويسة ونفوز باذن الله عشان نطلع مرتاحين ان احنا نروح المغرب نحتفل بالكاس ونرجع به ان شاء الله مين اللي ممكن يكون لي دور كبير النهاردة من لعبة النادي الاهلي في فوز انا يعني متوقع ان شاء الله ان برضو رامي ربيعة هيبقى لي دور كبير واحمد فتحي اكيد هيشترك ويعني حسس ان احمد الشيخ هيشارك في جزء من المباراة النهاردة من الناس انت والحاجة احمد بتسافروا دايما مع الفريق في كل حتة اللي الدوافع اللي بتخليكوا تسافروا دايما ورا النادي الاهلي غير طبعا نحن كل يوم نحب النادي الاهلي بس انتو دايما اي مباراة بتكونوا متواجدين والله دي الحاجة الحلوة اوي اللي الواحد بيستمتع بها في حياته ويعني بحس ان انا مبسوط جدا ودي يعني كل حد لي حاجة بيحبها ان هو يعملها انا بحب سافر مع النادي الاهلي بحس بالفخر وبحس بالسعادة وبحس بالنجاح والتفاؤل دايما ان شاء الله النتيجة ان شاء الله بإذن الله يعني اتمنى من الله ان احنا نفوز اتنين صفر شكرا شكرا دكتور شايف المباراة النهاردة ازاي طبعا المباراة تبقى صعبة جدا نتمنى طبعا الاهلي يفوز بإذن الله طبعا فرقة الودادة وشمال افريقيا طبعا اللعب بتاع شمال افريقيا طبعا بيبقى ريخم شوية بس ان شاء الله يعني كابتن حسيني ربنا يوفاه ان شاء الله النهاردة في التشكيل واللعيبة بقى تقدي في الملعب بإذن الله ونفوز فوز مستريح بإذن الله من ممكن يتعلق النهار النهاردة ان شاء الله عبدالله سعيد وإحمد الشيخ هيبقى مفاجأة وإذن الله توقعتك للمباراة النهاردة ان شاء الله لأهلي ربنا يوفقوا ونكسب بإذن الله من صفر ان شاء الله المطلوب من لعابة النادي الأهلي في مباراة كبيرة زيدي مباراة النهائي اكيد لعابة النادي الأهلي مطالب ان هم يركزوا لكن شاف اين مطلوب تاني منه والله لعابة الاهلي المفروض عليهم النهاردة ما يبسوش الماتش اللي فات الماتش اللي فات ده حاجة والماتش ده حاجة تاني ده نهائي وإن شاء الله يعني ما يحطوش نتيجة ستة بتاع ماتش النجم وكان فيه يعني شوية دفعات كبيرة في النجم فإحمد الله نستغلينها نارده العاب برضه على استراءال أخطاء بتاع فرقيل وداد ويحاول مثلا يغطي الجون على طول إن شاء الله ربنا كنا نجيب جون ونغطي الجون على طول بإذن الله إن شاء الله بإذن الله توقعتك المبرنة إن شاء الله يعني فوزدنا دي الأهل إن شاء الله وإذا الجمهور الأهل نارده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني توقع كده 2-0 إن شاء الله أنا على فكرة الماتش اللي فات قلت رومي ربيعة قلت له إن شاء الله هجيب جون وفجاب جون فأظن نارده إن شاء الله يعني الموضوع يبقى صعب مش هيبة زي الماتش اللي فات بس إن شاء الله يعني زي مفرحون المرشد اللي فات أكيد هيفرحونا المرشد هم على قد المسؤولية وكابتن حسيم يعني إن شاء الله فربنا يكريم يعني عشان الجمهور اللي موجودة ديها كلها يعني إن شاء الله توافض كبير جدا من جمهور النادي الأهلي دايما بيأزروا الفريق زي ما احنا متعودين وأكيد بيبقى اليوم دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي في أي مباراة قولي النهاردة المباراة شايفها إزاي وتوقعتك لأي بس النهاردة ماتش حيبة صعبة طبعا مش سهل بلودات فريق مش سهل بس الأهلي معودنا دايما نوفو ماتشات اللي زي دي بيأدي وبيأدي كويس جدا لو بتدينا ضغط من الأول زي ماتش اللي فات وبتدينا أمننا نفسنا من أول ماتش زي ماتش اللي فات أنا شايف في الموضوع حيبة كويس جدا وحيبة ماشي كويس ومتوقع إن شاء الله بإذن الله تلاتة يعني لأهلي يا رب تلاتة تبقى نتيجة كويسة جدا أكيد توقعتك للمباراة شايفة النهاردة ازاي هذا مباراة كويسة إن إحنا لعيبة بتحكنا رجالة وطلع منهم عودنا إنهم في وقت الشدة بيبقوا موجودين وفي وقت الصعوب فإن شاء الله يبقوا مقدين كويس وإن شاء الله نكسب بس يعني إن شاء الله نكسب ويبقى الزكور بتاعنا يخلينا منبقى شلقانين من الموتش العودة إن شاء الله مين هيتقاله ممكن يبقى معلول مثلنا معلول بيعرف يعمل وبراته بيعرف يعمل كروس كويس فهيفتح مسحاته ويعرف يخلي يعني يبقى في فرص لتهديد إن شاء الله لسا مستمرين معاكو تعال لسا مستمرين معاكو أكيد كل مشجع الندي الأهلي في انتظار فوز كبير النهاردة بنادي الأهلي قبل مباراة الإياب في كازابلانكا وأكيد النهاردة هي مباراة الأهم بالنسبة لعيبة الندي الأهلي من خلالها يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية نتيجة مطلوبة قبل مباراة العودة إن شاء الله توقعتك المباراة نحاول يا حفز الأهداء أزوي ووازارو 2-1 2-1 تبقى صعبة لا مش عارفة متوقعة في صراحة توقعات حبائك المبرنة إن شاء الله أهليكس 3-0 أزارو وواليد سليمان وعراية إن شاء الله بإذن الله توقعاتك 2-0 الأهلي أزارو وواليد سليمان قل لي بقى أنت لابس تشيرت الأهلي كده ومضبط نفسك قبل ماتش توقعاتك إيه للماتش نار رب أزارو وواليد سليمان وواليد سليمان يا رب وقد نكسف 5-0 يريد توقعاتك المبرأة إنهار 3-0 عاليد سليمان وعراية عايزة أخذ توقعاتك المبرأة وشايف المبرأة النهاردة إزاي وإيه المطلوب من لعبة النادي الأهلي إن شاء الله الأول يعني المرشي 3-0 بالأهلي بإذن الله ومرشي محتاج تقفيل من الأهلي بس مش محتاج نفتح الملعب زي مرشي فتا عن نجم استحلي خالص يعني المفتوض محتاج تقفيل لأن احنا ما نفعش يخش فينا جوني هنا بس دي أهم حاجة يعني حتى لو طلع 2-0 مش مشكلة بس مهم يخش فينا 2-0 حسن من 3-1 أكيد يعني هذا الأهم فعل النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة ميجيش فيه أهدف خالص قبل مباراة العودة المهم أن النادي الأهلي يقدر يحز هدف أو اتنين حيكون مهمين الأهم طبعا هو النادي الأهلي مستقبلش أي أهدف توقعتك للمباراة النهاردة وشايف المباراة زي بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله توقعتي دائما توقعتي دائما توقعتي سفر ماتش الفاتحة أنا الوحيد اللي قلت ستة وإحنا عادين إن شاء الله من ماتش دا إن شاء الله توقعتي سفر هيبقى سعاد سمير أجاي والد سليمان 3-0 مش كتير شواف مباراة نهائية في مباراة زهاب كمان بعد اللي شوفنا صوصا الفريل الوداد حيلعب مدافع أكيد دا مؤكد مهم مدافع هيب عندنا الحلول المهارية هي لا توقع الماتش يعني عندنا واحد زي والد سليمان أجاي يعني ما شاء الله عليهم لو أعماد ماتعب إن شاء الله هي 3-0 زي بقيت الحضرات إن شاء الله أهلا وسامة طبعا أعماد ماتعب أو غيره من لعاب النادي الأهلي أي حد يشارك النهاردة الأهم إن شاء الله نقدر نفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة لكن زي ما أنتم شايفين طبعا أجواء تفاقلية كبيرة جدا من كل الحاضرين هنا في مقرق قامة النادي الأهلي قبل هذه المباراة الهمة ويا رب نتمنى النادي الأهلي يكون موافق في هذه المباراة ويقدر يحقق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة والأهم طبعا دايما هو عدم استقبال أهداف هنا في أستاذ الجيش ببرج العرب سأل عالم للأندي أهلا بكم من جديد مشاهدين ونكمل كلامنا مع ناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير أستاذ عمر كمال أستاذ عمر كنا نتحدث عن كابتن حسيم البدري وكيفية فك دفاعات فريق الوداد المغربي كابتن حسيم البدري بيعتمد في طريقته سواء في الدورة أو في دورة أبطال أفريقيا على ضرب الديفنسات من ظهري الأجناب سواء معلول أو أحمد فتحي شوفنا معلول في لقاء التراجي وفي النجمة السحالي عمل مشاوير مميزة جدا وحتى عمل عرضيات كانت في منتهى القوة حتى أحرز أهداف غير العرضيات هل كابتن حسيم البدري هيركز على الظهرية الأجناب فقط ولا هيعتمد على الاتنين اللي قدامهم ولا هيبقى تزديدات من العمق كزي مثلا ما شفنا أمام النجمة احنا شفنا في مبارات النجمة كل كيفية الوصول إلى المرة من أي فريق بيحاول ما هو هيك طيب خلينا أن احنا الحسين عموتة المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي حسين البدري بيعمل كده حسين البدري بيحب يشتغل من على الأجناب والتمرير الكتير وبعدين يجد الصغرى ويخش من خلالها يبقى أنا لازم أرمي ضغط جديد على هو أصبح ورقة ربحة في النادي الأهلي بشكل كبير حسين عموتة هلعب إزاي لا مش هلعب إزاي هيواجه كابتن حسام البدري إزاي وكابتن حسام طريقته معروفة بشكل كبير الضغط بشكل كبير جدا التمرير الكتير لحد ما يجد الصغرى اللي هي العرضيات طبعا بيتمنى يكون فيه تسديدات وبيحاول دافي تدريباته بشكل كبير ويعني فتح نفسنا رامي ربيعة في آخر مباراة لي قدام النجمة بالهدف السالوخي اللي حصل واللي بنتمنى تاني ونعيد كلامنا أن عمر السلية اللي من ضمن أسباب تعقد الأهلي معاه أنه هو يمتلك هذه الموهبة فعموتا بقى ياملي عموتا شايف أن الأهلي دلوقتي على أرض ووسط جنهوره بالتأكيد هو مطالب هو قدام الأهلي تلات حلول أو نتيجة المباراة بتطلع بتلاتة في مباراة العودة هيبقى عندك حلين فقط نتيجتين هما اللي هتطلع عليهم هنا عندك فوز عندك تعادل عندك لقدر أرخصها لو الفوز يبقى أنت هناك يتتعادل يتفوز يما تخسر بالنتيجة أقل من اللي أنت فوزت بها لو تعادل هنا يبقى أنت لازم تروح هناك تفوز أو تتعادل بنتيجة أعلى من اللي أنت تعادلت به فإذا أنت الحلول ما تروحه قدامك زي ما أنا فارش شوية الورق كتير دور طيب هو هيحاول يقفل لحسان البدري الورق ده ويلعب الألغاز بتاعته بحيث أنه يستغل الناحية مش ناحية الأهداف ولكن ناحية الفنية العالية اللي علي معلول قدم بها نفسه زي وليد أزهار علي معلول ما كل دينا برضو كنا بنتكلم هو ليه بيلعب مع تونيس كده وعمل الشغل ده على منتخب مصر وليه متظاهر في النادي الأهلي بالشكل ده ده الأهلي جايبه هداف ده الأهلي جايبه عرضيال ده الأهلي جايبه تصويبات فبرده كان تحت ضعب فابتدى دلوقتي يشم نفسه ويلعب بأريحية شوية فبالتأكيد عموتة هيلعب على علي معلول بشكل كبير جدا جدا لأن علي معلول واخد أدوار هكومية هو وأجاهي خاصة لأن فريق الوداد كل أهدافه في دورة أبطال أفريقيا من الجانب الأيمن عن طريق محمد وناجم وحتى وليد الكارتي في بعض الأحيان بيميل على الناحية ده تعملوا عرضيات للعب بن شرقي هداف الفريق بالضبط فده هيأثر بشكل كبير على تركيزات علي معلول وبالتأكيد حسام البدير هو لابس لبس المدير الفني للوداد وقال لك هو هيعمل ايه فقدت تحذيرات دي لعلي معلول وأجاي زي ما وجدنا أن أجاي بيلعب ظهير أيصر في النادي الأهلي بيحمل باك صدم صدم المدير الفني للنجمة في المرة اللي فيه بيحمل باك وخلى هو الأهلي بيلعب ايه هو مين بيلعب مهاجم ومين بيلعب مدف فهي دي عناصر المفاجأة اللي أنت النهاردة هتبقى عندك في النادي الأهلي مين هم عناصر المفاجأة أظن أن محتاجين بشكل كبير جدا أن رامي ربيع وعمر السلية يكونوا بقى عناصر المفاجأة النهاردة لأن الرجل هيركز على اليمين وهيركز على أحمد فتح في الشمال وهيقول لك أوليد أزارو جاب هاتريك وتفتحت نفسه وهيقول لك أجاي هيمسك العناصر دي يبقى أنت بقى اللي متاح لك التحرك والاختراق والتسديد وعندهم هم دي مشكلة في أن أنت ما بيبقاش فيه قبعة اللي جاي من وراء وبيسدد يريد دي تبقى عندك أريحية عشان أنت كمان وإنت جاي إيه اللي هيحصل هتخلي المدافعين اللي مسكين مفاتيح لعبك يبتدي يتفكك عليهم التلج ده ويروح يقبلك فما هيبتدي قبلك هيبقى فيه بعض المساحات للتمرير هيبقى فيه بعض المساحات للتحرك لا أنت بتيجي تجد في بعض لقاءات الدوري أو البطولة الأفريقية رامية التماس مع كسل اللعيبة في أن هم يظهروا للرجل الغلبان اللي مسك كورة وراء ظهره دي هلعبها المين فتلاقي لي بيهرب هنا التواجد للزميل دي أصعب حاجة هتصدم فريق النجم دي قيمة طريقة لعب النادي الأهلي ودي قيمة فريق برسلونا اللي هو التواجد التحرك بدون كورا خاءة عايزة أقود حضرتك سريعا إلى حكم اللقاء الحكم الأثيوبي باملاكة سيمة وإحنا أو نادي الأهلي دائما بيحاول يطمن من طريق من التحكيم أنه يكون عادل إحنا مش محتاجين التحكيم يكون متحايز إلى النادي الأهلي نعم حكم عادل ها عنده فنيات وفاهم مش بطيء نعم فضل لا وإحنا أنا عايز أقول لحضرتك أن لعبة النادي الأهلي دائما أكثر مهارة فيبقى لها ضربات جزاء وممكن كانت حساب بدري ركز على حتى مية ترتيب ضربات الجزاء في آخر تمرنات النادي الأهلي في نفس الشيء مش عايزين نتظلم لأن برضو عندنا سيناريات كان النادي الأهلي الظلم فيها كثيرا فرأي حضرتك في التحكيم بشوف التحكيم في المطش اللي فات كان فيه سلبات كتير جدا والمطش اللي فات قد للواحد خبرات على طريقة لعب أشقاءنا في الشمال الأفريقي إحنا عارفين أنه لما أنت تبقى متعادل أو هم فيزين متقدمين يبقى السقوط وتضيع الوقت الحاكم بيعمل إيه؟ زي ما يكون بيدوله أه بالتأكيد بيدوله حقا في أنه بهادي والوقت يمر وحتى لو حسب لك الوقت الضايع فبيخلي فيك عندك أنت تهبط النواحي التفاعلية بتاعك لما الأهلي تقدم في المطش اللي فات وتقدم بعدد كبير حصل أن الحاكم عارف يعني حصل له أن هو عايز بقى يجي ينصر الغلبان اللي مكسور الجناح ده اللي مراته عفوا مش هتدخله البيت لأنه مغلوب ستة فوجدت أن هو لما لعبت الأهلي بتقع مع ضرب وإصابات وجدت أن هو بيجي يقوم لعبت يلا أنه خلص قوم وجدت أنهم ما بيحسب لهمش وجدت أن الآخر عنده بنسب عالية ما فيش اللعب الفير ما فيش اللعب الرياضي في أنه هو يلعب الكرة وقدامه صاب ودواء فدي هم طبعا أشقاءنا وكل حاجة بشأن تتعلم حاجة جديدة في كيفية موجهت طيب أستاذ عمر إحنا هنطلع إحنا جبنا سيرة ضربات الجزاء فزيما لنا أمير إشام عنده لقاء مهم جدا مع كابتن مجدى عبدالغاني عشان ضربات الجزاء جاء على طول جاء البنالتي بتاع كاس العالم إن شاء الله نكون في كاس العالم وحد من العيبة جيب هدف عشان كابتن مجدى عبدالغاني في نهاية حواري مع حضرتك بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا 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 ربنا خليك يا فندم مشاهدين أسيب حضرتك وتقرير مع كابتن مجدى عبدالغاني وزميلي أمير إشام وبعد هذا التقرير نكمل كلامنا وفقراتنا أستاذ العالم مكملين مع حضرتك وزميلي محمد فاروق يكمل مع حضرتك حتى نهاية اليوم مستمرين معاكم مشاهدي يوم تابعي قناة الأهلي في كل مكان ومعايا في هذه اللحظات لقاء هام جدا مع كابتن مجدى عبدالغاني عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة كابتن مجدى برحب بك في البداية على شاشة قناة الأهلي وأكيد يوم مهم بالنسبة لنا كلنا موبرات الأهلي والوداء طبعا يوم مهم جدا طبعا يوم عصيب ربنا يعني قوي لعبتنا إن شاء الله النهاردة الواحد حضر المواقف دي كان كتير إن شاء الله بإذن الله وفي أبقى مع لعيبة الناد الأهلي النهاردة اليوم ده بيبقى طبعا بالنسبة لنا كان بيبقى يوم محتفال كنا بنروح بنبقى عايزين نسعد الجمهور عايزين نجيب بطولة لمصر أعتقد نفس الشعور عند اللعيبة اللعيبة الرجالة اللي قدروا إنهم يعدوا قبل النهائي بنتيجة كبيرة جدا كتيرت موبرات الترجي كبان كانت صعبة طبعا أفلوا الصفحة أول مرة نقابل في الهتن من تونس في الحقيقة في هذه البطولة ونقصي الفرقتين يعني في توقيت واحدة كنا دايما نلعب فرقة في كل واحدة في بطولة مختلفة عن التاني لكن طبعا يعني إن شاء الله إن الله ليبقى فورما كويسة يقدر يسع الجماهير وجماهير كتير جدا طبعا للأسف الشديد في يعني تنظيم طبعا أنا عارف إن الشرطة بازلة مجهود كبير جدا لكن للأسف بعض يعني أمين شرطة مش عايزة أقولك معاك التصريح وبتورهوله مش عايز يسمع الكلام تجيب له حد من القيادات عشان يفك الموضوع طبعا أنا عارف إن الجمال بيه عباري بيبذل مجهود ومحمود بيه مساعدة وزير الداخلية وساعد مدير الأمن كلهم بيبذلوا مجهود كبير لكن للأسف الشديد أما يبقى فيه ناس مش عارفة واجباتها دي بتبقى مشكلة حاجات بسيطة يعني إن شاء الله حيثبتو أوص دي أنا بس بتكلم فيها لأن دي ممكن حاجة بسيطة أنت النهاردة أنا جايت بصفة رسميا وبعدين أنا عضو اتحاد المصري كرة القدم جاي مندوب عن الاتحاد في اللقاء معايا تصريح دخول عربية معاك كل الحاجة بتاعتك فيبقى ليه أنت بالت ليه 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 أمين شرطة يعمل ده وكأن فيه بيننا وبين بعض عداوة يعني ما أعرفش عموما ده ده موضوع هنتكلم فيه مع لكن اللي أنا عايز أقوله في الحقيقة إن الجمهور جايب بشكل مكسف جمهور النادي الأهلي على فكرة ركن عربياته بيمشي حوالي 3-4 كيلو عشان يقدر يوصل للإستاد وده يعني يبين أديه حب الجماهير لفرقتها يعني بتمنى النهاردة إنه يبقى يوم النادي الأهلي يعني إحنا اليوم دوت إحنا يمكن مرينا به كنا باللعب عشان تكتكو سنة 82 في نهاية بطولة أفريقيا الفرقة دي كانت مكسرة الدنيا ومحدش كان قادر عليها في أفريقيا لعبت معنا في مصر كسبناها ثلاثة نهينا المباراة من القاهرة إن شاء الله بإذن الله ننهي مباراة الوداد من القاهرة بإذن الله إن شاء الله مطلوب أمن لعبة النادي الأهلي ومطلوب أي أيضا من جمهور النادي الأهلي اللي شفناها إن كانت صورة مشارفة جدا في مباراة النجم الساحلية وكان لهم مفعول كبير جدا مع بداية المباراة النادي الأهلي يقدر إن يحرز أكثر من هدف إ Ethiopian اللذي مطلوب النهاردة سواء من اللعابين أو من الجميع مطلوب من لعبة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله إن ربنا لو وفقهم بهدف مبكر هيفتح جامل جدا على الاقل هيفتح نفس الجمهور هيخلي الجمهور يبقى اهدى هيبقى تشجيع الجمهور ايجابي لانه هيحاولوا ان هم هيخلوا فرقة النادلالي تجيب اكتر ان شاء الله بازن لما كانش يبقى لازم الجمهور النادلالي لازم يبقى وراء فرقته لحد اخر لحظة على فكرة احنا ممكن ناخد البطولة بهدف واحد يعني لو جبنا جول واحد صفر وربنا كرمنا وروحنا تعادلنا هناك واحد واحد او بقى اي عدد كرة القدم فيها كل حاجة فيعني عايز اقول ان الجمهور النهاردة وممكن نتعادل صفر صفر وروح نكسب هناك كرة القدم ما فيهاش انا عايز الجمهور لحد اللحظة الاخيرة يبقى وراء فرقته بدون حسابات بس يشجع فرقته ان شاء الله الفرقة النهاردة تبقى فايقة ما هو بيبقى فيه ايام زي يوم النجم السحلي كده بنتمنى يا رب ان الفرقة تبقى فايقة وبعدين انا عايز اقول له حسام الفدري في الحقيقة احسام انت طول عمرك راجل انا بكلم بقى زميلي في الملعب حسام البدري المقاتل اللي بيعشق فنلة النادي الاهلي وطراب النادي اللي ما تربي في النادي الاهلي حسام ابن الدكتور يعني والده كان دكتور الله ارحمه بقول له احسام انت يعني ربنا يطمنك على بنتك انت تكون ان انت تبقى متواجد وما تسافرش ده يعني احنا كلنا شالي لك الموقف ده موقف في منتهى الروعة جمهور مصر كله وجمهور النادي الاهلي بيحبك احسام ان شاء الله ربنا باذن الله هيكفأك على موقفك الرائع ده النهاردة وان شاء الله تحقى النتيجة ايجابية باذن الرحمن بص انا انا بقول باذن الرحمن مش عارف عندي ليه تلاتة ضربة في دماغي اه رب ان شاء الله مش عارف كل ما اجي اتكلم انا اخد بالك مع اننا العبنة اكتر من نهائي هنا ما بيدربش في دماغي غير ماتشو كوتوكو تلاتة صفر مش عارف ليه يا رب باذن الله يعني وبعد كده كسبنا واحد صفر مع كانون يوينديو كسبنا اتنين مع البنتس يعني نهايات افريقيا وان اللي جبت الجلجوان على فكرة برضو برضو طيب فرصة انت معايا كابتن ماجدي فرصة انت معايا اكيد نتكلم عن تصفيات كاس العالم بقى احنا كنا مش تصفيات لا لا ما عليش تعودن ما عليش انها تصفيات قرعة تصفيات لا احنا خلاص الحمدلله وصيلنا كاس العالم اا تصفيات اا او طبعا اه ارعي تكاس العالم انت هتروح طبعا هتكون متواجد توقعتك للقرعة ايه بوز هو طبعا الوفيشال ناس اللي هيسافروا الناس الرسميين اللي يمسافرين للقرعة انا والدكتور كرم واحمد مجاهد وكوبر وفايز وهابلهيت طبعا باش مانس هاني موجود هناك بصفة عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم القرعة طبعا بنتمنى انها يعني تيجي حناينا بتبقاش بتصنيف تالتة تالت رابع خد بالك مش هي دي القضية انما ما خشش مجموعة موت زي المجموعة اللي دخلناها سنة تسعين دخلنا مع هولندا ومع انجلترا ومع ايرلندا ايرلندا كان بالا سنتين ما بتخسرش على فكرة وانجلترا كان عندها مجموعة من اللعيبة جاري لينيكر وهودل مجموعة من اللعيبة قوية جدا هولندا طبعا كتواخد بطولة اوروبا هو بوس هو جنل اللي جبناه ده مش هتنسي يعني يبدأك هحطه على جنب بس انا خايف بس ان احنا وصلنا اقاس عالم بس ممكن ما نجيبش جنب في كاس العالم فان شاء الله نجيبكم في كاس العالم طبعا انا بصفة ان شاء الله بازن الله طالع بازن الله رئيس بعثة فانا هبقى ايز او ابقى اول رئيس بعثة محمد صلاح يجيب فيها جنب مثلا يعني برضو هزل المصريين ما تقلقش يا لا لا اعايز اقول لك اعايز اقول لك طبعا بما فيش شك ان 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 شاء الله ربنا يوفق منتخب مصري يا رب ويعدي كمان لان لان ده هيبقى فخر الكرة القدم مصرية ويبقى انصار كبير للمصر اه عايز اقول لك انا بحب محمد صلاح جدا لان محمد صلاح زي ان انا عشيرة محمد صلاح مع منتخب الشباب شخصية من الشخصيات المهمة وكل ما بسمع على مواقفه الجديدة في الحقيقة بيزداد فعناية يعني ارتفاع وبيزداد فخر بيه ان الواحد بيعرف شخصية بهزي الاخلاق الرائعة يعني فان شاء الله يا رب محمد صلاح ربنا يكرمه ويبقى محمد صلاح تاني واحد يجيب بعدية فيعني الامور يعني فيها كتير بس خلينا ما نستعجلش الامور ان شاء الله يا رب نجيبش جن واحد بس لا نجيب اكتر من جن نوع بقى هو انا عايز اقول لك حاجة واحنا لو انا ما كنتش جيبت الجن بتاعي مش كنا هنطلع صفر سوقنا مش جايبين ولا حاجة فالحمد الله ويا رب يكرم محمد صلاح برض ان شاء الله شكرا جزيز شكرا ده طبعا كان لقاءنا مع كابتن مجدى عبدالغاني عضو مجلس ادارة النادي الاهلي طبعا زي ما تمنينا التوفيق لمنتخب مصر وقدر ان هو اخيرا يوصل نهائيات كأس العالم نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهاردة وانه يقدر يوصل كأس العالم الاندية من خلال الفوز في مبارات النهاردة ومبارات المغرب ان شاء الله والفوز بهذا اللقب الافريكي الهدى ها او دلستوت وصل فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي صناعة المجد بعد تأهله الانهائي دور ابطال افريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد تخطيه عقبة النجم الساحلي بنتيجة سبعة اربعة بمجموع اللقائين في نصف نهائي البطولة وقلب الاهل الطاول على الفريق التونسي ليحول تأخره في مبارات ذهاب نصف نهائي دور الابطال اثنان واحد الى فوز في الاياب بنتيجة تاريخية ستة اثنان ليطيح بالفريق التونسي خارج البطولة بخفي حنين ويخوض الاهل النهائي رقم احد عشر في تاريخه بدور ابطال افريقيا حيث تأهل الاحمر للمبارات النهائية في الاميرة الافريقية عشر مرات من قبل وحقق اللقب ثمان مرات وفشل في حصده مرتين بدأت حكاية الاهل مع النهائي الافريقي في عام اثنين وثمانين وواجه الاحمر اشنتي كوتوكو الغاني وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة لفوز الفريق الاحمر ثلاثة صفر وتعادل الفريقين في كماسي واحد واحد ليخطف ابناء الجزيرة اللقب الاول وخاض الاحمر نهائي عام سبعة وثمانين حيث واجه الهلال السوداني وخاض الاحمر مباراة الذهاب في ام دورمان وانتهت بالتعادل السلبي وفاز فريق الاهل في القاهرة بسنائية نظيفة ليحصد اللقب الغالي الثاني وبعد غياب عاد الاهل لخوض نهاء دور الابطال في عام 2001 وواجه ساندونز الجنوب افريقي وتعادل الفريقان في بريتوريا بهدف لمثله ثم فاز الفريق الاحمر بالقاهرة الثلاثة صفر ليحقق ابناء الجزيرة اللقب الثالث وفي عام 2005 حقق الاحمر لقب البطول على حساب النجم الساحلي التونسي حيث تعادل الفريقان في سوسا صفر صفر وفاز الاحمر بثلاثة اهداف للا شيء ليخطف الاحلي اللقب الرابع وتأهل الاحلي للنهائي في عام 2006 وواجه الصفاقس التونسي وتعادل الفريقين في القاهرة بهدف لمثله ثم فاز الفريق الاحمر في رادس واحد صفر ويحقق المارض الاحمر اللقب الغالي للمرة الخامسة في تاريخه وعاد الاحلي ليخوض نهائي البطول عام 2008 حيث التقى القطن الكاميروني وفاز الفريق الاحمر في القاهرة اثنان صفر ثم تعادل الفريقين في جروة اثنان اثنان ليحقق رجال الجزيرة اللقب السادس ثم خض الاحمر نهائي 2012 حيث واجه الترق التونسي وتعادل في برق العرب واحد واحد ثم فاز الشيطين الحمر في رادس بهدفين مقابل هدف ليضمن الاهلي اللقب السابع ثم يأتي اللقب السامن للاميرة السمراء عام 2013 عندما واجه الاهلي ارلاندو بيرتس الجنوب افريقية حيث تعادل في جوهانسبرغ بهدف لمثله ثم فاز الفريق الأحمر في القاهرة إثنان صفر اشتركوا في القناة 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 واضح جدا اشتركوا في القناة على هذه البطولة تتتوالى بطولات وطبعاً اشتركوا في القناة تتتوالى وقاعتنا تتتوالى 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 نهاية تتتوالى نهاية تتتوالى 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 نهاية تتتوالى 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 فإن شاء الله نتمنى التوفير للعيبة ويقدم مبارك وياسة إن شاء الله نساعد الجميع وإحنا من الكلام الكتن على كاتة حسام لازم برضو يعني تقدريا مني أن أقول أنه فعلا يعني معنى الاحتراف ومعنى في كاتة حسام في التوقيت حالي كل التقدير ليه طبعا ويا ربنا يشفيله بنته يا رب إن شاء الله تبقى بألف سلامة وندعالها طبعا بسلامة وجوده وأن أنت بتحسس لعيبتك أن لا الأمور مفيش حاجة والتماسك بالرغم طبعا إحنا عارفين يعني إيه بنت أو يعني ابني أو بنتي للوضع بيبقى عامل زي اللي حتى عيان بس ببرد فبالتالي كانت حسام وقوفوا بالشكل ده وتماسكوا أعتقد ليه حاجة تقديرية أعتقد كمان جمهور اللي إحنا شايفينه وسواء بقى الأعضاء الجميع الموين اللي إحنا بيتفرج على الشاشة أمامنا من فرع الأهل بالجزيرة وكل أمام شاشات التلفزيون واللي موجودين واللي ما حفهمش الحظ نبقوا متواجدين واللي كانوا بيجروا على التذاكر في كل حتة عشان يوصلوا ليها و يروحوا للمباراة وأثناء طبعا وأنا بتكلم دلوقتي فيه طبعا جماهين غفيرة داخل أستاذ برج العرب سادة الجيش برج العرب كل ده كمانت حسام البديل كان بيفكر فيه عشان كده تقديرا ليه لازم كنت أقول إنه هو تماسك في شكل كبير وأعتقد النهارده كمانت حسام تاريخ كبير هيسطر ليه إنه هو يعتبر أول مدرب وطني موجود داخل نادي الأهلي إن شاء الله لو أحرز زيديد بطولة إنه هو بيحرز السلاسية فيه عام واحد كابتن سامير خلينا أقولك برضو على هذا النوقف وكلمة برضو على المباراة النهارده وصعوبتها كبير صعبة طبعا على الفرقتين خصوصا على النادي الأهلي مش الوداد النادي الأهلي بيلعب وسط جماهيره الجميل كلها متفقلة لكن فيه نقطة مهمة جدا نتمنى طبعا التوفير النادي الأهلي والجهاز الفني إنما المباراة مش هتكون زي مباراة النجم مباراة حسابات خاصة فرقة ممكن تكون أحسن شوية محضرة نفسها مجاية مركزة النهائي غير قبل النهائي فلازم اللعيبة طبعا تحط في اعتقادها أو في جواها طبعا أثناء تسعين ديها لازم يكون في تركيز لازم يكون في ثقة أفصل ما بين المباراة اللي فاتت والمباراة دي قبل النهائي غير النهائي ده رقم واحد كابتن حسين البدري أكيد محضر نفسه وإحنا شوفنا إن كابتن حسين البدري لفترة اللي فاتت تحس إنه هو معه مفتاح شمال أفريقيا يعرف يكسب كويس قوي يعرف يكسب سكور يتعادل برة يكسب عندنا يعني تحس إنه هو مذاكر محضر نفسه المباراة فأكيد النهاردة عارف إن المباراة دي صعبة جدا النهائي بيختلف تماما له طابع خاص أو مزاج خاص لتحضيره المباراة مركز مع الخصم مركز مع فرية الوداد عندهم نجوم كبار جدا ركز على نقطة الضعف ونقطة القوة للخصم النهاردة بالإضافة للجماهير هتشوف شغل فني جميل جدا دور اللعيبة النهاردة إنه هم بحكم خبرتهم في النهائيات إنه هم ما يكونش فيه صربعة ما يكونش فيه استعجال الفرصة اللي تيجي لازم تخلص ما فيش حاجة سمان أنا أجل الشغل التاني معليش هارد لك آه نشجع الناس كلها إنما الفرصة في النهاية كفروا محسوبة كل الفرص النهاردة اللي هتيجي هتبقى فرص محسوبة إنما النادي الأهلي الحالة الفنية والبدنية طبعا هو الأفضل طبعا الفترة اللي فاتت هو الأحسن بنشوف أداء فني أداء بدني على أعلى مستوى الأداء البدني هو سر تفوق النادي الأهلي سنتين وراء بعد سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية فدي ميزة للنادي الأهلي إنه هو بيقدر يسيطر على التسعين ديئة خمسة فسعين ديئة من نواحي البدنية بتساعده جدا من نواحي الفنية طبعا الشيء التاني والأهم تقلق اللاعبين وإبداعهم الفترة الفاتتة كابتن فاروق ساعد النادي الأهلي على نتائج جيدة طموح ودوافع النادي الأهلي الفترة الفاتت ظهرت بمستوى لائق مع الجهاز الفني وشغلهم واضح جدا إنما النهاردة مباراة أنا عايز أقولك مباراة هتكون جماهيرية رقم واحد وده ميزة في النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي إنهم يصحفوا وراء فرقيتهم بنشوف في تونس بنشوف في المغرب النهاردة كمان من الساعة ثلاثة العصر وقفين في الشوارع ومستنين اللقاء المنتظر النهاردة نهاية أفريقيا حلم اللي احنا مستنينه فترة طويلة عايزين النهاردة يتحقق بدل ما يبقى 8 بطولات إن شاء الله تبقى النسخة التسعة لصالح النادي الأهلي كل التوفي وكل الدعم لجمهير نادي الأهلي واللعابة النادي الأهلي ما فيه شك إنهم مباراة صعبة مباراة مقام بفرقيتين كبار النادي الأهلي والنادي الوداد المغربي يعتقد كمان حتى في الاسم النادي الأهلي القلع الحمراء أيضا الوداد يعتبر هو بالاسم أو يسموه نادي القلع الحمراء فبالتالي تاريخ كبير جدا للفرقيتين لكن خلينا نروح لتقرير عن مواجهات الفرقيتين مع بعض ونرجع نكمل كلامنا في الاسورة والتحليم موسيقى يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضوي في نهاي دور أبطال أفريقيا للبطولة بعد نجاحه في تخطي عقبة النجم الساحلي بنتيجة سبع أربعة بمجموع لقائن في نصف نهائي البطولة ويملك الأهلي سجلا جيدا أمام منافسه الوداد حيث سبق أن تقابل في ثلاث نسخ من بطولة دور أبطال أفريقيا عوام 2011 و2016 و2017 واجه الأحمر الفريق المغربي في ست مباريات حقق خلالها الأحمر انتصارا بينما انتهت ثلاث مواجهة بالتعادل وفاز الوداد في مباراة واحدة وأول المواجهة الرسمية كانت في السابع عشر من يوليو عام 2011 في افتتاح دور المجموعات من دور الأبطال وانتهت بالتعادل الإيجابي في القاهرة بسلاثة أهدف سجل للأهل عماد متعب والجمعة ودومينيك دا سيلفا بينما سجل للوداد كل من محسن يجور هدفين وشريف عبد الفضيل في مرمى المواجهة الثانية كانت في الحادي عشر من ستمبر عام 2011 وكانت في القولة الخامسة من نفس البطولة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجل للأهل محمد ناجي جدو وسجل لأصحاب الأرض عبد الرحيم بنك جهن أما المباراة الثالثة كانت في السادس عشر من يوليو عام 2016 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور الأبطال الأفريقية وانتهت بالتعادل السلبي في القاهرة بينما كانت المواجهة الرابعة في المغرب في السابع والعشرين من يوليو في الجولة الرابعة من نفس المجموعة وانتهت بفوز الأحمر بهدف في الدرام رابعة والانتصار الأخير للمارد الأحمر على الفريق المغربي كان بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدور الأبطال بهذا الموسم حيث فاز الأهل بهدفين دون رد سجلهم مؤمن زكريا وجونيو راجيه فيما أقيمت مباراة العودة في العشرين من يونيو الماضي بالمغرب وانتهت لصالح الوداد لم يتقابل الأهل مع الوداد المغربي في الأدوار الإقصائية للبطولات الأفريقية طوال تاريخ مواجهتهم السابقة بينما كانت المواجهات الستة السابقة في دور المجموعات للبطولة القارية وأحرز لاعب الأهل سبعة أهداف في شباك الوداد المغربي خلال مواجهتهم السابقة واستقبلت الشباك الحمراء ستة أهداف فقط من الوداد المغربي اشتركوا في القناة 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 أشتركوا في القناة Aشتركوا في القناة أن حسام عشور وأحمد فتح غيبين جاب الحل الثالث أنه جاب رامي في وسط الملعب وجاب نجيب جنب سعد سمير رامي أدى في شكل كويس ونجيب أدى في شكل كويس ومحمد هاني أدى في شكل كويس ولكن طبيعي في كرة القدم لما بيرجع العناصر الأساسية واحد زي أحمد فتح لما يرجع ده لعيب دولي لعيب من أهم العناصر الموجودة في مصر دلوقتي قوة كبيرة فده لا ينتقس من حد لعب المسجد اللي فاته مش يلعب النهاردة فأحمد فتح طبيعي أنه يرجع ولكن هو كان عند كابتن حسام حلين هو اختار حل فيهم حل جيد جدا وأيضا الحل الثاني كويس لكن كان هيحصل حاجة من اثنين مفاوش ثالث يا إما كان هيبقى على هاني في مركز الزهير الأيمن ويلعب رامي وسعد سمير جنب بعض ومعلول وفتحي والسلية وبقية التشكيل هو هو عبدالله سعيد طبيعي عودته ده لعيب أساسي فطبيعي أنه يرجع يلعب ومؤمن وأجيه وأزاره قده في شكل كويس فما فوش مشكلة أو كان هيلجأ للحل الثاني اللي هو اختاره اللي هو يلعب أحمد فتحي ناحية اليمين ويبقى على نجيب جنب سعد ورامي في وسط الملعب فهم التغيير مفهوش حاجة مفاجأة يعني كان الحل ده أو ده فهو اختار هذا الحل وأنا أعتقد أنه هو أبقى على أحمد فتحي ناحية اليمين لأنه احنا السنة اللي فاتت فرقة الوداد المغربية ما تغيرتش كتير عن اللي احنا وجهنا السنة اللي فاتت معهم لما أنا كنت مسك في الجهاز مع مستر مانو المارتين نيول اتعادلنا هنا صفر صفر وسترنا هناك واحد صفر أيضا في المباراة اللي هنا للأهلي كيسي فيها تنين صفر أو المباراة اللي اتغلب فيها هناك تنين صفر تشكيل الوداد تقريبا سابت فيه الجناح الأيصر اسمه اسماعيل الحداد لعيف سريع جدا وبيعمل هجمات المرتدة كويس شويت وعنده قدرة على الكرات العرضية كتير فأنا أعتقد أنه هو فضل أن أحمد فتحي يكون في المكان ده لأنه لعب على اسماعيل الحداد كتير جدا وحفظه في أكتر من أربع مطشوات متتالة فهو يمكن أبقى على أحمد فتحي بالحيطة دي لأنه فيه قوة للوداد من ناحية اسماعيل الحداد ده لا ينتقس من هاني فكان الحلين موجودين ولكن يمكن خبرت أحمد فتحي وقوته في الرقابة في التغطيات العكسية في الحاجات دي هي اللي ديته ترجيح أن يلعب في المكان ده كان ممكن أحمد فتح يلعب في النص وهاني يبقى ورامي يلعب جنب ساعة يعني ده حل موجود ما كانش هاني كان تقلق بشكل جيد في جمال يومنا وأيضا زي ما احنا شايفين كده أحمد فتح بيجيد خط الوسط مزبوط بس أنا بقولك تحديدا أنا أتصور أنه ممكن يكون عشان قوة اسماعيل الحداد وأحمد فتح اللي يبقى عليها حوالي أربع مطشات وساعات أونجم اللي هو بيلعب ناحية اليمين ده برضو سريع جدا ساعات بينتقل ناحية الشمال بتاعته هو بيلعب ناحية اليمين بس ممكن أن ينتقل عد شمال برضو سريع فسريع برضو فممكن يكون هو حاطة أحمد فتح عشان حتة الرقابة والقوة والانقضاد والارتداد السريع والتغطيات العكسية الحاجات اللي هي فيها الدفاع شوية تمام كنت سمير برضو أخذ راحتك في التشكيل لا التشكيل طبعا مناسب جدا ويتناسب مع نهاء أفريقيا في عندنا خبرات عندنا طبعا لعيبة شباب وعندنا لعيبة طبعا هدافة وكل ده طبعا التشكيل بيشمل حاجات كتير قوي شريف كرامي أحمد فتحي سعد سمير محمد نجيب علي معلول خط الضه اتنين في وسط مع بارتجاز رامي ربيع عمر السولية ومؤمن زكريا وعبدالله السعيد وجونيور أجيه بالإضافة لوليد أزار وطبعا كابتن حسام بيد الثقة لبعض اللعيبة لمباراة اللي فاتت يعني رامي ربيع عشر نيات أقلق في مكان حسام عشور وأحرز هدف بيدي له الثقة النهاردة من جديد ما يقدرش يغيره لأن الأمور ماشية الأمور ماشية هو عمر السولية الحقيقة أفلوا وسط المعرة بالمرأة اللي فاتت وقدروا أنهم يعملوا جيم على أعلى مستوى سواء من ناحية الهجومية والدفاعية رامي عمل جوانب دفاعية كويسة جدا بالإضافة طبعا أنه أحرز هدف من شوطك طبعا رائعة لو تكلمنا طبعا على مميزات تشكيل دوت النهاردة أنه ليه أهداف برضه من الكابتل حسام البدري زي ما بنقول إدى الثقة للرامي والنجيب نجيب قد مباراة رائعة لازم نتكلم على محمد نجيب في أي وقت بتلاقيه وبتلاقيه فت ما عندوش أي كسور ما عندوش أي طبعا مشاكل إنما طبعا ما تمناه للتوفير النهاردة النهاردة أحمد فاتحي بيلعب مكان هاني ليه لأن الجبهة طبعا الشمال بالنسبة لفيرت الوداد قوية جدا بيتحركوا عندهم مساحات عندهم سرعات فكل ده برضو ومش بيقلن من محمد هاني أنه هو قعده حتاتي لأ كابتن أحمد فاتحي خبر أكتر أسرع أسكى لعيب دولي فيعتمد عليه كابتن حسام في الجانب الأيصر اللي هو بالجانب الأيمن بالنسبة لنحن ناحية الباكرايت لأن محمد نجم طبعا لعيب كويس جدا بالإضافة طبعا ناحية تانية عندنا مشكلة لعيب اسم اسماعيل حداد فالطرفين عندهم سرع فإحنا النهاردة عندنا شغل وسنائيات جمدة جدا سواء ناحية أحمد فاتحي وناحية طبعا علم علول التشكيلة أنا وجهة ناظر النهاردة هتكون إضافة النواحي الهجومية كمان بعودة عبدالله السعيد السلاسي الهجومي أو الرباع الهجومي مؤمن زكريو عبدالله السعيد وجنور عجيب مع وليد أزارو هنا بتلاقي توليفة وتلاقي فيه طبعا تجانس من فترة طويلة قوي فميزة النادي الأهلي وقوته في التلت الهجومي أو الرباع الهجومي أثناء المباراة تملي عبدالله بيسجل تملي مؤمن بيسجل تملي جنور عجيب بيسجل مع وليد أزارو آخر مباراة ليه كان متقلق وأحرى الزهاتري كانت منول التوفيه النهاردة ويعود للتهديف خطورة النادي الأهلي في الرباعي كل دول هدفين فعشان كده كابتن حسام دفع بالأربعة مرة واحدة عشان عارف مؤمن إمكانياته دخل الثمانتاشر عبدالله وقوته السابتة ما شاء الله التلاتة فاروق هدفين من نواحي دفعية هجومية استحواز خلق مساحة نادي الأهلي القوة الضربة في الرباعي للهجوم فالنهاردة إن شاء الله يكونوا إضافة أنا شايف أن التشكيل مناسب جدا متناسق فيه توازن يقدر أن كابتن حسام يكسب به في برج العرب إن شاء الله يا رب كابتن سامير كابتن نهارفين هل البداية سيناريو كان موجود في المباراة النجي ممكن تتنفذ بشكل ما في مباراة الوداد؟ إن شاء الله رحمن بإذن الله النهاردة الدافع كبيرة جدا والأهداف كبيرة جدا والحمد لله إن الفورمة الفنية موجودة أستاذ زيناء كابتن أبس أقول الخبر الخاص طبعا بفريق كرة اليد الرجال بالنسبة لفريق نادي الأهلي طبعا واشتراكوا في بطولة أفريقيا اللي بتقام في تونس انتهاء الشوت الأول في الدور نصف النهائية أو قبل النهائية أمام نادي الزمالك بالتعادل 12-12 للفريقين إن شاء الله كل التوفيق لفريق نادي الأهلي يمكن كان نادي الأهلي اشترك في هذه البطولة في دور المجموعات كان أول مباراة أمام أهلي ترابلس الليبي وانسحب أهلي ترابلس فوز النادي الأهلي في أولى مبارياته اعتبر في البطولة 33-12 ثم فوز على فانز الكاميروني 34-19 وتعادل مع فريق الحمامات التونسي 26-26 طبعا وصعود الدور الثمانية وفوز على فريق شبيبة كنشاسة على الكونغوري 30-15 طبعا ودي المباراة نصف نهائية أو قبل نهائية أمام فريق نادي الزمالك وتعادل في أشوت الأول 12-12 ده إن شاء الله نكون معاكم نتابع النتيجة مع حضرتكم من خلال طبعا أستاذ الأهلي وقناة النادي الأهلي كابتن ربيع أنا آسف لمعطة حضرتك فأنت بناء على التشكيل وبناء على الفريق المنافس بدأت تنظمهم وردك في الخطة نفسها نلعب بتشكيل معين واخد بالك بالشغله معين وإحنا عارفين إن السباعي الهجومي متاع النادي الأهلي هو 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 اللي عنده الحلول هو اللي عنده التنويع تخلي بالك النادي الأهلي بيعتمد على سباعي هجومي عنده حلول وعنده تنويع وعنده عاجات كثيرة جدا بينفزها مع حسام البادري عشان يوصل الأهداف وينهاه الهجمة أنت عندك مزاد كثيرة جدا الحمد لله إن النادي الأهلي بيعرف يوصل كثير جدا وعندما بيوصل بيهدف في حاجات جميلة جدا في نهاي الهجمة فالطبيعي جدا أنت عندك باكين باعتمد بالشكل كبير جدا وتحط في وسطيهم السلية التالت ده التالت السلاسي والدام السلاسي الوسط الملعب الهجومي واخد بالك هذه تلاتة والتلاتة عندك مؤمن عندك أجيده الترفيه وعندك عبدالله السعيد عبدالله صانع 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 العاب هايل هايل عنده شغل كثير جدا ليه ومساعدة الآخرين هما زملائه في مريل حاسم في تمركز في تسجيل في صناعة أهداب السابع متاحهم هو وليد أزار عش كابتل ممكن بس وحبتك بتتكلم بالشغل الفني ممكن بس وانت بتتكلم كابتل مهم جدا أننا برضو على طريقة الكلام بقى وحبتك تدهن وانت مدرب بقى بص ده بص ده الشكل التعلاد الأهلي بداية مظبوط كده زي ما هي كابتل حطا أنا شايف حطا على ديس كنسكت أنا شايف هذا هذا الرباع بتاعنا الرباع ده الشكل اللي بتبدي بي حسام البادي أدى أربعة أثنين فاتحي وسعد ونجيب ومعلول قدامهم اللي اثنين متوعنا هيبقى السولية ورامي وأدي السلاس الرباع الهجوم أظهروا رصحار بصريح وبيفي مؤمن جاي مؤمن بالتبادل وعبدالله السعيد أربعة اثنين ثلاثة واحد بعد كده بنيجي للشكل الدفاعي الشكل الدفاعي الطبيعي جدا بيرجع مؤمن الطبيعي جدا بيرجع عجي الدفندر بتاعنا هنا بيبقى الشكل أربعة 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 واحد واحد ده الشكل الدفاعي اللي بيقابل بي حسام البادلي لازم أظهروا ياخد اثنين مساكين ولازم الدفندر هنا ولازم بقى السونيات اثنين ضد اثنين وهذا الشكل الهجومي المتاعنا السباعي انتهى توباح من قبل أهاديو اي ال согласهر موجود وادي التلاثة الهجوم عدم الصلاية رامي هناBrدي như هنا وهذا المثلث وهذا السباعي المثلث طول الوقت المثلث слож demasiado رامي رامي وسعد ونجيم هذا مظ Lovel المثلث يتم بيشارك في الهجوم السباعي معنا ده الشكل ده الشكل بنشتغل به أحمد فتحي وقهد السولية بيأخذ مساحة وقهد كتير جدا بيبقى الشكل كده قهد الخماسي بتاعنا وقهد كتير جدا وبيضم طبعا الباكي العكس اللي ما عندهش الكرة مع رامي عشان يبقى المرتدات بيطلع قهد الرباعي والعكس لو من هنا بيبقى فتحي أربعة يبقى فيه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بقني بيوم الهجمة عشان يروحوا صح بقني بيوم الهجمة وابتدي أكس أعمل كسافة هجومية عشان أروح هذه الناحة العكسية وقهد الرباعي بتاعنا وقهد في 18 صح وقهد معلول وده الرباعي بيبقى تحت الكرة تحت الكرة دول وقفين المسلس ده هو ده الشكل يا محمد اللي بيشغل به كابتن حساب يبقى قهد السباعي اللي نتكلم عليه عنده بكين وعنده السولية معهم السلاسي وقهد السلاسي الهجوم ده خلي بالك واحد دين تهيطة أربعة خمس ستة سبعة دول السباعي وطوع النادي الأهلي وقهد رامي واقف عشان مرتدات وقهد الاثنين المستكمل ممكن رامي يعتبادل مع السلاسي في المساحة يروح ويشوت ويصور زي ما حصل في موشي لفاق أحمد فاتح بيعمل سناي مع مؤمن أجايي بيعمل سناي مع معلوم سنايات عبد الله بيعمل سناي مع السلاي أو رامي مع أزارو ومن هنا بتيجي انهاء الهجمة انهاء الهجمة بيبقى بشكل مثالي وده خلي بالك هو ده النادي الأهلي النادي بيوصل كتير جدا لو وصل عن طريق جنب اليمين بتلاقي أزارو بتلاقي عبد الله بتلاقي أجايي بتلاقي بتلاقي فتح بتلاقي مؤمن وقهد إنهاء الهجمة بتلاقي رباعي وتحت يوم الراجل سولية بيبقى مظم وقهد ضامن معلوم والعكس فأنا أصدي إنه ده الشكل الهجومي الشكل الدفاع من غير الكرة طبعا محمد بيبقى أربعة واحد واحد بيرجع من غير الكرة ودي ميزة رائعة طبعا بتين من نادي الأهلي يا محمد ميزة رائعة ده واحد ده أربعة أربعة واحد ده أربعة خطضاء وهادي أربعة وسط ملعب وهادي الواقفة اللي بيعملها حسام البادي طول الوقت والحمد لله تفوقنا بيها شغل النادي الأهلي كله في وسط الملعب بناءة لأجماتنا في شغل الملعب منين الهاجمة بناءة للشغل الشغل فيه ميزة في ماتش النجل إن بدأنا من فترة كبيرة جدا من التلت الأولان للتلت التاني للتلت طبعا أو عالي أو بسط أنا عايز أرجع كابتا أن ليكو حيث الضغط على البورد برضو وعمليات الضغط سواء باعا الجنب اليمين أو جنب شمال وبردو نشرح الضغط هيبقى عامل ازاي والتغطية تبقى عاملت زي كابتا بس خلينا نروح لكابتا أسامة كابتا أسامة يعني مهم جدا نحن نشوف تصريحات برضو حسين عموتة المدرب الوطني أيضا بالنسبة لفريق المغرب وكلامه عن فريق نادي الأهلي إنه عنده قوة ضربة مميزة ولكن هاستغل بعض الثغرات اللي موجودة داخل فريق نادي الأهلي الدفاعين من وجهة نظر إحنا من وجهة نظر إحنا عندنا ما شاء الله محمد نجيب وسعد وما ممتبعا عامل ورامي في أحسن حالتهم في طويلة الحالة كابتا أسامة مهما كانت قوة أي فرقة بيبقى عندك بعض المشاكل اللي الفرقة الأخرى ممكن تستغلها أو بعض نقاط الضعف بالنسبة له هو بيشوفها من وجهة نظره أكيد زي ما كابتا أسام تفرج على نسوك الوداد المغربي وشاف ولعب قدامهم في دور المجموعات ماتشين وشافهم في الماتشين الأخرين من الاتحاد العاصمة أيضا حسين عموتة أكيد تابع ماتشات النادي الأهلي لعب قدامه مرتين في دور المجموعات وهو اتغلب هنا 2-0 وكاسب هناك 2-0 تابع مباراة الترجي تابع مباراة النجم الساحلي وأعتقد أول درس هياخده من مباراة الترجي والنجم الساحلي هو الحفاظ على النواحي الدفاعية بتاعته بتركيز شديد جدا جدا لأنه النادي الأهلي في مباراة الترجي قدر يجيب جنين هناك في تونس وكان منطلق ومساحات كبيرة جدا في خط ظهر الترجي وبنفس الأسلوب هنا ومباراة النجم الساحلي بعد الهدف الأولاني اتفتحت صغرات كتيرة جدا جدا في دفاعات النجم وقدر النادي الأهلي يحرز 6 أهداف فأول تفكير هيبقى عن حسين عموتة من وجهة نظري أنه التركيز في النواحي الدفاعية بشكل كبير جدا وهيلعب على هجمات مرتدة خاصة أنه عنده جنحين سرع جدا هو أنجم واسماعيل الحداد وعنده بنت شرقية كرأس حربة أو إذا كان داه ووليد الكارت وراء أو بنت شرقية الرباعي ده بيقدر يعمل هجمات مرتدة كويس وعندهم ضربات سبتة كمان كويس فهو ممكن يأمن دفاعاته بشكل كويس قوي ويلعب على حاجتين هو عارف أن علي معلول من القوة رغم أنه ظهير من القوة الهجومية الضاربة للنادي الأهلي في كل المباريات سواء في الدوري ووضحت جدا في مباراة الترجي في تونس ووضحت جدا في مباراة النجم الساحلي هنا كان من نجوم المباراة في الاتنين بيتقدم كتير قوي في مساحة بتبقى خلفه ودي هتبقى مشكلة محمد نجيب ومشكلة رامي ربيعة وعمر السلية إزاي يغطوا المنطقة اللي خلف علي معلول دي بالنسبة لحسين عموتة دي من وجهة نظره هي قوة هي رغم أن قوة هجومية ضربة لنادي الأهلي بس هي نقطة ضعف بالنسبة له هو ممكن يستغلها في لحظة انطلاق معلول إزاي يوقفه إزاي العب في المساحة دي لأنه عنده من أميز لعيبة عنده رقم سبعة لوققه نجم مهاري جدا وسريع جدا وبيلعب في المنطقة دي كان نقص النقطة دي موجودة في مبارس النجمة مع لاعب اسم حد النقاذة طبعا هو أفضل اللعبين في النجمة ولكن ما شاء الله علي معلول كان في أحسن حالات مهو جميل أنا أتكلم في إيه إنت سألتني بتقول لي حسين عموتة ممكن يلعب على إيه أنا بقول لك تفكيره هو واللي هو ممكن يفكر فيه ما أنت إنت إنت زي ما أنت بتفكر في نقطة القوة والضعف في فريد آخر هو أيضا بيفكر في نقطة قوة وضعف مهما أنت هتكون كويس في لحظات في فترة انطلاق بالذات عشان كده أحمد فتح اللي بيلعب ناحية المين ارتداده أقوى وتركيزه أقوى في النواحي الدفاعية وفي التغطيات والحاجات دي فيمكنه كده عشان كده كابت الحسام حطه ناحية المين النهاردة لكن علي معلول بيفيدك جدا 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 في النواحي الهجومية مش هيقدر علي معلول في كل مرة وهو منطلق للأمام إنه يقدر يغطي منطقته فهو دي بالنسبة للمدرب الآخر هي دي النقطة اللي ممكن يقطع ساعتها الكرة ويلعب في المناطق دي بعشان كده بقولك محمد نجيب هيبقى عليه دور كبير جدا رامي هيبقى عليه دور كبير جدا عمر السلاي هيبقى عليه دور كبير جدا وأيضا جونيور أجياء في المسندة والتقارب الخطوط بينه وبين علي معلول لأنه فيه سرعات في الحتة دي فهي دي النقطة اللي ممكن أكتر حتة ممكن من وجهة نظر حسين عموتة إنه ممكن يلعب عليها استغلال سرعات ونجم والنحية والنحية التانية يا اسماعيل حداد وبعدين كرات بقى عرضية أو حاجات أخطاء للمدفعين ده لكن هو هيركز على التكتل الدفاع وتقارب الخطوط عشان أكيد ماتش النجم في زهنه ستة اتنين وماتش الترجف توني ستنين في زهنه فهيبقى فيه تقارب خطوط جامد وكسافة عددية في وسط الملعب وورا كابتن سميخ أنا أسألك بقى حاجة مهمة جدا وأكيد ده في زهن برضو حسين عموتة مرور الوقت في صلحه وفي نفس الوقت تقسيم المباراة أيضا كابتن حسين بدري أكيد في دماغه سيناريو المباراة بشكل معين والتقسيمها لأوقات معينة كابتن حسين مهمه في البداية أنه هدف زي ما شفنا كده في المباراة النجم من ناحية التانية يهمه مرور الوقت الشوت أولي يخلص بدون أهداف شوت تاني يحاول برضو بنفس الطريقة لكن أنت عندك كابتن حسين تفكيره إيه في بداياته في نص الشوت الأول في آخر الشوت الأول في بداية الشوت التاني وهكذا هو كابتن حسين هدفه النهاردة أنه يطلع إن شاء الله بنتيجة إيجابية يعني ممكن واحد سفر أو اثنين سفر بداية طبعا من الطريقة اللي بلعب بيها اربعة اثنين اربعة اثنين تلاتة واحد بيعتمد طبعا على الخط الهجومي على مؤمن زكري وعلى عبدالله السعيد وأشياءه كل المباراة فده طبعا خلاص بقت سيمة في كابتن حسين أنه هو بيعتمد النواحي الهجومية على الرباع أو السلاسي الهجومي مع وليد أزارو فهو هدف الكابتن حسين من النهاردة أنه هو يكسب المباراة الأولانية على الأقل واحد سفر أو اثنين سفر عشان لما يروح مباراة العودة هناك في المغرب يبقى مستريح النهاردة حسين عموتة هو أول مدرب وطني مغربي يوصل للنهاية أفريقيا يمكن ليه طموحه ليه أهدافه وعنده لعيبة كويسة عنده لعيبة مهارية وعندهم ليقبوا دنيا على أعلى مستوى بيطمع حسين عموتة المدير الفني الفرية الوداد أنه هو على أقل يطلع بأقل الخسار يتعادل سواء نتيجة إيجابية واحد واحد أو سفر سفر عشان يعود في مباراة العودة إنما طبعا النهاردة المباراة أنا بقول له هتبقى صعب عليك وسط جمهير النادي الأهلي وسط لعيبة النادي الأهلي ودوافعها وتموحها النادي الأهلي ليه أهداف ليه أهداف إنه هو رقم واحد عايز ياخد البطولة فالبطولة إن شاء الله هتيجي من المباراة اللي هنا عشان نستريح في المباراة العودة في المغرب إن شاء الله على أستاذ محمد الخامس فأنا بتهيالي المباراة كابتن حسين مقسم أول ربع ساعة إنه هو ربنا يا كريم ويجيب هدف ويقدر إنه يعمل تغييرات الشوت تاني نستغل الفرص ونستغل الشغل الفني والبدن اللي احنا بنعتمد عليه كل مباراة الكابتن حسين النهاردة عنده دوافع لحد وطموح وإصرار لحد آخر دقيقة وده اللي بيلعب عليه النادي الأهلي النادي الأهلي بيلعب وبيهدف في الدقيقة تسعين ومبعد التسعين فالنهاردة أنا شايف الاتنين مدربين كل واحد عنده أهدافه كابتن حسام عايز يكسب أول خمسة واربعين دي أواحد سفر وبعدين يغير السيناريو تغييرات موجودة عنده عمد متعب عنده مثلا محمد هاني بر عنده لعبة تانية يقدر يعتمد عليها كل دي دوافع عند الكابتن حسام يقدر يعتمد عليها إنما المباراة أصعب على حسين عموتة في مفاجآت النادي الأهلي لو النادي الأهلي فاجئ حسين عموتة وفريط الوداد مش هيقدر يسيطر النادي الأهلي بيعتمد عليها النادي الأهلي بيعتمد عليها لو متأخر بهدف لقدر الله أو متعادل بيقدر أن هو بيطلع كل طاقته لأي فرقة داخل القاهرة أو في برج العرب يتبقى مشكلة على فرقة الضيف فالنادي الأهلي معودنا عليه ده السيناريو الأخير اللي كابتن حسام ممكن يلعب عليه اللي هو التغييرات في الداية الأخيرة خلينا كمل كلامي طبعا مع نجوم مصر بعد التقرير ده تقرير مع جماهير وعضاء النادي الأهلي بمقارة الجزيرة عن توقعاتهم للمباراة النهاردة إن شاء الله متفائل جدا بالمباراة لأنني أسق صيخة مطلقة وغير عادية في لاعبي النادي الأهلي وفي إدارتهم وفي مدربهم وكل المنظومة كل المنظومة شيء مشرف وشيء رائع جدا جدا ويحق لنا كأعضاء في النادي أن نفخر بهذه المنظومة كلية أنا جاي من بدري علشان حرص على أن أتفرج على المطشي وعلشان أتبتع كمان وبعدين ده حبي لي مقدرش أمجيش يعني أقول لهم أنت رجالة وأدي المسئولية وأكيد إن شاء الله ربنا حينصر إحنا جايين عشقات لنشجع النادي ونشجع النصر إن شاء الله ويتمنى إن شاء الله المكسب النهار قال لهم شدوا حيلكوا وإن شاء الله ربنا هيقويكم وربنا هينصركم إن شاء الله أنا بشجع الأهلي بلي أكثر من خمسين سنة وعرف أن هم قد المسئولين اللي عليهم هقدروا يعملوا حاجة ويفرحوا الناس كلها أقول لهم شدوا حيلكوا وإسم النادي الأهلي فوق كل حاجة لازم تعرفوا أن أنتم بتلعبوا في أكبر نادي في أفريقيا وممكن نخش العالمية قريب إن شاء الله إن شاء الله أنا متوقع أن الله يكسب ثلاثة واحد أقول لهم في ستين ألف جوه أستاذ برج العرب دلوقتي وبار أستاذ برج العرب في ثمانين مليون مستنينكم إن شاء الله أنتم تفرحونا ومش تفرحونا بس تفرحونا وبزيادة ما نكسبش واحد واثنين وثلاثة نفسنا نفس نتيجة نجمة سحلة القرار نكسب ستة اثنين ولو نعف نكسب عشر اثنين نكسب عشان هو هذا النادي الأهلي اللي إحنا متوقعين منه كل حاجة جديدة وكل حاجة كويسة تفرحنا أنا بتمنى إن النادي الأهلي النهاردة يكسب ويكسب مكسب حلوه عشان يريحه هناك في مبارات العودة والنادي الأهلي بما نحضر طول عمره يعني فإن شاء الله إن شاء الله نادي الأهلي يجيب ثلاثة واحد وإن شاء الله إن النادي الأهلي قد المسؤولية وإن شاء الله نعدي النهاردة بنتيجة كويسة تريحنا في مبراة العودة دي طبعا حاجة حلوة إن شاء الله نتفائل بالنتيجة بتاعت النهاردة وإن شاء الله المتش اللي هناك برضو نحقق نتيجة كويسة وننازم نتفائل طبعا عشان نكسب يعني أجيد طبعا قادرين يعني حققنا كل المتشات اللي فاتت وكسبناها أكيد نقدر نحقق هنا في المتشات ده ونكسب ونجيب نفس النتيجة كمان ربنا يكرم إن شاء الله ربكم وإشتها هلوة الأهل إن شاء الله ونكسب بنتيجة كويسة تريحنا في المتش التاني إن شاء الله هناك في المغرب بإذن الله المباراة لك هتبقى صعبة جدا كمان فريق الوداد مش فريق سهل زي الفرق اللي لعبناها في الأزورة اللي قبل كده فرق منظمة بتلعب تلعب كرة كويس متماسكة أنا أتمنى المتش يخلص هنا قبل ما يخلص هناك تمام لازم يحاولون يخلص هنا بس ومن ضمن الحاجات كمان برات زي كده إن احنا نحافظ ما يخدخلش فينا أجوان ده أهم حاجة ربنا أكرمنا وما دخلش فينا أجوان هنا إن شاء الله الأهل إنك مش من الفرع اللي مكلفش فيها أهداف كتيرة بره يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي اليوم السبت في ذهاب نهاء دور أبطال أفريقيا وذلك بعد تأهله للمباراة النهائية على حساب النجم الساحلي التونسي عقب الفوز عليه بنتيجة 7-4 بمجموع اللقاء الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة ويخوض الأهل النهائي رقم 11 في تاريخه بدور أبطال أفريقيا حيث تأهل الأحمر للمباراة النهائية في الأميرة الأفريقية عشر مرات من قبل حقق اللقب في 8 منهم وفشل في حصده مرتين ويساعد الأهل العديد من اللاعبين على صناعات مجد شخصي بخوض مثل هذه المباريات حيث يبحث المارد الأحمر دائما عن كتابة التاريخ ويخوض بعض لعب الأهل أول هائي بدور الأبطال خلال مسيرتهم القروية حيث يشارك كل من محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وعمر السليا وصلح جمعة ومؤمن زكريا وجونيور عاجي ومراوان محسن وكريم ندفد وأحمد الشيخ ووليد أزارو وهيشام محمد المباراة النهائية في دور الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم سيداتي ألساتي سيداتي أطيب التمنيات من أستاذ القائرة واليوم هنا لقاء العودة ومشات الله على القدرة الطاويد هنا الأرعى بين كابتن فريدين الأهلي المسلي بطر إفريقيا وأهلي بني غازي بطر لليا سيداتي ريالله بني كامل أول مار الله عليك أصباح اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة لحضراتكم النهاردة إن شاء الله أو إن شاء الله في حال التحقيق هذه البطولة في لعيبة الأول مرة هحققوها هذه البطولة مع النادي الأهلي أو هحققوها بالنسبة لنفسهم وليد أزارو الشناوي محمد هاني معلول صليح جمعة ندفد الشيخ حمودي مجموعة من لعيبة كتير هم لعيبة كتير على فكرة وده يدل أن النادي الأهلي فريق في الوقت الحالي شباب لسه قدامه سنين إن شاء الله يحصل على هذه البطولة ويكون في فريق جديد وجيل جديد إن شاء الله لنادي الأهلي لعشر سنين قدام بأمر الله ولكن طبعا ده التقريب كان بيقول كده إن شاء الله تحققوا هذه البطولة رجالة وتبقى في تاريخه بأمر الله ويبقى فيه عدد من البطولات كمان إن شاء الله أنت رؤسوا صغيرين تكملوها في شكل كبير جلنا تشكيل فريق الوداد إن شاء الله للمواجهة الأهلي إن شاء الله النهاردة زهير العروبي في حراس المرمى بد كادرين في الجبهة اليسرى محمد وطار اللعب البوركيني مكان أيمال عطوشي طبعا اللعب المستبعد نتيجة طبعا طرده في المباراة الأخيرة يوسف رباء رابح وعبدالله نصير دل خط الضار أما في خط الوسط إبراهيم النقاش وصلاح سعيدي وأمامهم أشرف بن شرقي ووليد الكارتي ومحمد أناجم وفي الأمام دوا ده تشكيل فريق الوداد النهاردة كنت نقربية كنا بنتكلم على يعني ده تشكيل فريق الوداد وأيضا كنا بنتكلم قبل لكده إن أنا هاخد على الصبورة أو البورد نفسه طريق الضغط النادي الأهلي على التشكيل اللي أمامنا حاريا وقلناه لفريق الوداد المغرب هو طبعا إحنا شفنا الطريق اللعب بها في المطشين أربعة ثلاثة ثلاثة بيلعب بأتنين بساكين وأدي الأربعة متوعه وأدي وسط الملعب الدفندر وأدي اليمين وأدي الشمال وأدي التلاثة المثلث الهجومي متاعه الطبيعي جدا إن إحنا بنلعب من أمام ضغط ودي ميزة كويسة جدا لأن شمال أفرق يا محمد مع الترجي ومع النجم وشوفنا إن لما بنهاجب من قدام عليهم الأمام بيغلطوا كتير جدا وخاصة في القلب عندهم هما عندهم ميزات كتير جدا وعندهم جانب مهاري متفوقين فيه كويسين جدا وعندهم جانب هجومي لكن الجانب الدفاعهم متاحهم وخاصة الخط الضغط شوفنا هدف صالح جمعة لما ضغط شوفنا لما ضغطنا بشكل مكسر وروحنا بوعي خطتي وفني في ماتش الترجي الشوت التالي اتحولنا من هزيمة إلى نصر وكسبنا وكسرنا الدنيا غير مفرادات فالطبيعي جدا أدي الضغط الأمام وديد أزارو اتنين مساكين معاه وأدي أجاهي وأدي مؤمن مع البكين الديفندر قلنا عبدالله عشان احنا منه أربعة أربعة واحد واحد في الشكل الدفاعي أدي الأربعة أربعة وأدي الواحد الواحد فالطبيعي جدا الترفين عندنا مع البكين وبعد كده وسط الملعب احنا عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة الخماس يوسط الملعب ضد الخماس هنا في حرية بتديها لحسام للاثنين الزهيرين ممكن يبقى لو فتح معهم أو ضموا الجوة وعندك التفاهم ما بين السلية السلية ورامي وفتحي وفتحي ومعلول ده مهم جدا لأن الطبيعي جدا هنا عشان كده أدي الأربعة أدي الأتنين أدي الأربعة واحد واحد فالضغط طبعا له دور تدير مساحات له دور فرقة دي لما تخنوها وتحاول من دفاع لجوم طبعا فيه حاجات هجومية ده الشكل الدفاع محمد أنا ببعد عن خطورة وفي نفس الوقت بحاجة اللي أنا عاوزه وهو الكورة والطبيعي جدا أن يسهم أنا لما بضغطه من قدام الخطأ لما يجي هنا يجيب لي هدف الخطأ لما يجي هنا يجيب لي هدف الخطأ من هنا وهكذا إنما غير ما أتراجع لو أنا أتراجع يبقى أنا ببعده عن خطورة خالصة محمد ببعده عن خطورة لا لا هو ده يا جماعة ميزة أن أنا ألعب هل بيختلف كتن ضغط لو لو الكورة تيجي في نصف ملعب عن ما تبقى كورة أو مثلا في نصف ملعب الخاص نصف ملعب النادي الأهلي شوف هو البناء متاع حسين مع الفريق ما شاء الله هم يعني إحنا عندنا التطور رهيب جدا ما شاء الله بنتلع بالكورة ماتش النجب التطور كان من بداية التلت بتاع الأمامي واخد بالك لوسط ملعبي لوسط ملعبي يا محمد بطلع بالكورة كويسة ما فيش مشكلة نادي الأهلي ادي كبير وهو مربط الفرس عندك في الشكل الهجوم والشكل الدفاعي الخماسي واحد اتنين منه واحد ومع واحد خلاص وقادي الاثنين البكرات والباكلفت وقادي السلاسي الهجومي خلاص درجة عرف دوره فأنت عندك محمد التغييرات والتحرر والتحرك والتمريل ونسبة الاستحواز اللي موجودة في النادي الأهلي يا جماعة أدي واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة ست أدي السباعي السباعي اللي بفضل الله تعالى بيستحوث وبيسيطر وبيمر وبيتحرك وبيروح عشان يسجل الهدف فهو مفيش مشكلة انت عندك ميزة يا محمد بتحافظ على الكورة بتفتحش منك الكورة عندك فاعلية هجومية بكسافة فاعلية وتفاهم السلاسي ده هو ده مكسبك النهاردة هو مكسبك التراجي ومكسبك النجم أظهره خلاص دوره معروف والبوزيشن متاعه معروف إنما بصت بها بتلاقي التفاهم ما بين عبدالله وبين زكريه مؤمن وبين أجهي وبين معلول مساحات هنا والسنايات مساحات والسنايات فهو ده بإذن الله تعالى بكسابة شفت مثلا الجون بتاع رامي ربيعة كان عملية الضغط من اثنين لعيبة على اللاعب اللي تقطعت منه كورة في طبعا هل فعلا ممكن لكابتن حد من وانت كازمان خمسة عرفيك يا كابتن كازمان خمسة كابتن أمر أو كان مدي تعليمات بعملية الضغط في بوزيلي ممكن نشوف لعب مثلا بيسيب اللاعب بتاع اللوه بيضغط عليه ويروح يضغط مع لعب آخر عشان لك دكورة يبقى تنين على واحد مثلا تاخد أفواته معين في زمن معين عشان ما تتضرفش هي كلها خلي بالك سنايات أنا لو فتحت الملعب كده يا محمد هتليها بص كلها سنيات كده الملعب مش فاضي خالص كده خلاص يبقى أنا منظم أموري بص كده سأه كل واحد من غير الكورة كل واحد بص أدي الله أحمر وأدي الله أحمر بيداف أنا كده بتكلم عن الموقف الدفاعي الموقف الدفاعي متاع أزارو بياخد اتنين وأدي سعد سمير وأدي رامل اتنين منصقين جدا ومنظمين وأدي سلية أو رامل سلية أو رامي بالتبادل وأدي فتحي وأدي معلول وأدي أجهي وأدي مؤمن وأدي عبد الله وأدي ده الموقف الدفاعي متاعي أنا وأخذ بالك ما فيش مشكلة أنت ممكن تلاقي أحيانا كتيرا جيت ممكن تلاقي تنين ضد واحد بس ياخد الكورة ما يدريفش برافع عليك إن أنا بأخذ هو ده وده اللي حصل خلي بالك الفتر الفاتر محمد السخرات الدفاعية والدفات الدفاعية ما كاش عندك كتير كده تفوقت وكسبت أنت اللي كنت مالك الملعب دفاعيا وهميا أنت اللي بتالي مساح وهو بقى دي ميزة كويسة جدا إنك تفتح الملعب عشان تلاقي المساحات ومساحات دي ما بيصوف فيها السلاسي اتنين المساكين لما بيلاه والتحرك اللي أنت بتاخده في تلت الملعب واتين بيلاه طبعا ميزة الدقطة تعتقد إنها مهمة جدا إنها أرضها مهمة وهي لاتخلق الفرص بعمر الله تعالى وهي أحنا توصلك لأن أنت عاوز وقفوز بالمبارات الأهداف الفرص الكاز بإذن الله كتبت أن ربيع بيحب البورد أوي لا أنا بشرح كل واحد يجيب البورد بتاعها كتب من مرة جاء بعدها لا أنا عزيز يفضو يشرعوا عليه كتبت سامة خانية كلمك بقى وإحنا زي ما قلنا كده تشكيل فريق الوداد وأكيد إحنا لعبناها مرتين قبل هذه المبارات في نفس السنة يمكن في مجموعاتنا اللي ممكن يختلف السنة اللي فاتت لعب نمر تي نفس الفرقة دي تقريباً كانت صحية لكن النهاردة السنة يمكن عشان كان معانا في مجموعاتنا والأمور إلى حد ما معنوم أنت حقيقك قلت ما بقالهم سنة تقريباً ما بيغروش تشكيل كابت المسانة هو هو نفس التشكيل بشكل كبير هم هم نفس اللعبين ولكن أكيد الأمور بتتطور في أداء اللعبين في مستوهم الفني حتى الوصول للمبارنة النهاردة بنشوف اللعيب بنشوف يعني أشرف بن شريقي أو شرقي أو بن شريقة أنا دسا بن شرقي هو هداف الفريق زي وزي وليد أزر وأربع هداف هو لعيب قصير لعيب بيعرف يراوه بشكل جيد كابتاً مستوهمة هيعتمد عليه النهاردة بشكل كبير حسين عموتة مع طبعاً أوناج مع اللعيبة اللي موجودة حواليه فبالتالي عملية التطوير اللي انت شفتها إزاي في فريق الودادة كابتاً من المميزات اللي فرقة الوداد زي النادي الأهلي من الفرق اللي سبتة في تشكيلها بنسبة 95% بقلو سنتين أو ثلاثة قلتلك احنا لعبناهم البطولة اللي فاتت كانوا معنا في المجموعة وتعادلنا في القائرة صفر صفر وعين كسبنا هناك واحد صفر السنة دي في المجموعة كسبناهم اتنين صفر هناك تقريباً التشكيل ده باستثناء اللي دخل عليه بأشرف بن شرقي وده العيب من الوعدين كان منتخب قلوان بالمغربي وفكر فترة النادي الأهلي فكر فيه والسنة اللي فاتت لما كنا احنا موجودين في الجهاز وهو كان في نادي صغير وليزل درجة تانية والوداد خده فده مضموم على اليوم جديد السنة دي بقيت الفرقة كلها وبرضو اللي هو راس الحربة بقيت الفرقة كلها تقريباً كان بتلعب السنة اللي فاتت وفيه حتى طبعاً إسماعيل الحداد هو النهاردة حدته على دكة البودلاء هو التغيير الوحيد لأنه أحياناً هو بيلعب طبعاً زهير العروبي حارس مرمى عبداللطيف نصير اللي هو زهير الأيمن يوسف رابح 13 محمد قطرة دخل أمين العطوشي اللي هو المساك اللي بيلعب على طول جنب يوسف رابح والطارد وبدر كادرين اللي هو زهير الأيس فيه اتنين اللي هو إبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي اتنين ارتكاز إبراهيم النقاش هو الكابتن بتاعهم أكتر واحد فيهم بيجري وده دوره عمزة حسام عشور كده يعني تملي مركز في النواحي الدفاعية قدام خط الضهر صلاح الدين السعيدي بيلعب ديفندر بس قدام شوية لكن الخطورة في الرباع الأمامي محمد قنجم بيلعب ناحية اليمين وسحيانا بنتقل في الجبهة اليسرى وليد الكارتي ده من أخطر لعيبة عندهم اللي هو بيلعب تحت رأس الحرب تملي بيجي من المنطقة الخلفية زي عبدالله سعيد أو صالح جمعة وكده تحت رأس الحرب وبيستقبل الكورة العرضية أو الوانتوهات وبيجيب جوان من هدفنهم ويمكن الهدف الأولاني اللي جابوه في اتحاد العاصمة في ثلاثة واحدة هو اتعملت له كورة عرضية من أشرف بن شاري وهو عطاه خطف تفتكر في دور المجموعات اتلعبت على الزوالبعيدة وهو حطاه بدماغه سعد سامير حاول يجيبها مثل الزوالد ده ما عارفش اللي هو في المجموعات وليد الكارتي ده خطر بلعب تحت الفيرود وأشرف بن شاري أشرف بن شاري ساعاتي لعبوه رأس حربة اللي هو مهاري لعبه عامل زي بركات كده هو جسمه قليل لكنه مهاري جدا بيعرف يعمل وانتوهات وهو هدفهم جايب أربعة تجوان والماتش اللي فات تحت حاد العاصمة هو جاب جنين ووليد الكارتي جاب جن كذبه ثلاثة واحد بيعرف يخترق عنده تقلي في اللعب يعني بيمسيب كرة بيعرف يحطها لوحد ما بدعش منه الكرة بسهولة لكن عنده النواحة دفاعية ضعيفة ولذلك أنا مستغرب أنه حطه إذا كان هو اللي يلعب ناحية الشمال ناحية أحمد فتحي النواحة دفاعية عنده مش عالية قوي فممكن إن شاء الله دي نستغل لا إلا بقى لو كان هو هيود وليد الكارتي بس أنا وليد الكارتي يتملي بلعب تحت الفيرود ناحية الطرف أود ده دوا ده ولا دوا ناحية الطرف لأنه لأنه يعني أشرف بن شارك وليد الكارتي وقونج مخطيرين في النواحة الوجومية ولكن شوية في النواحة الدفاعية الارتداب ضعيف لكن النهاردة هيبقى في تعليمات لهم كتير جدا ومعهم بالتبادل مع دوا ده ولا دوا إنه يقفلوا مع إبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي قدام بدر كادرين وعبداللطيف نصير عشان يعملوا زحمة عشان ما يدوش المساحات اللي النادي الآلي استغلها في مطش النجم وفي مطش الترجي التونسي فهتبقى فيه كسافة في وسط الملعب والخطورة تاكمن في نجم والكارتي وأشرف بن شارقي في الهجمات المرتدة أو أحيانا في استغلال الضربات السبتة تبقى تبقى موجودة طيب أنا على هاتف معي أستاذ أحمد خالد ناخد رياضي بجريدة الوطن أكيد موجود هو في أستاذ برج العرب أستاذ الجيش برج العرب هينقلنا طبعا الصورة الموجودة هناك أستاذ أحمد فضل أستاذ أحمد سأخير عليه سأخير أستاذ تحياتي ليك الأجواء بالنسبة للأستاذ والتوقيت طبعا خلاص بيختار معادة المباراة والشكل الجماهيري والشكل عمتا في أستاذ الجيش برج العرب قريبا كابت لما أتوقع برج 25 دقيقة على انطراف المصر الثالثة شمال مليانة تماما في سالة مصر نشوف أن مليانة مصر ليس من نفات نعيبها دلوقتي يستثن الزراجة الموحدة الدرجة الثالية يعني من مين يقدر نقول مليانة من يقدر نقول مليانة مثلا يعني ممكن ألف بس كورس هم اللي فضلين كده في الجماهير أما بالآخر جماهير الوباس فما يقدرش تقول لهم يتعاكب 50 فرد لكن الفريتين بسخنوا دلوقتي قدامك يعني آه دلوقتي الفريتين سمعا بسخنوا والأجواء جميلة في تركيز ما كانش فيه أي مشاكل يا أحمد في دخول في جماهير فأي أي مشاكل إذا وجهت أي عد في الموحدة يعني تنظيم كويس حتى إننا بنعاني دايما من مخطورة تعطي تحقييم بس دي الأمن عامل دور كبير جدا معاني ما فيش شوالا مساكة عادمة لساني مطش يعني دايما إننا بنعاني دون أجل دايما يعني نادي الأهل لما بينظم الأمور دي أمور بتبقى جيدة بشكل كبير نجم نشيء في الحسة دي لأننا كنا بنعاني طب ما تنقل ليبقى هتفات الجماهير في تقوية الحل أنت سموا دلوقتي إيه جماهير تقريبا معادي طبعا معادي تقريبا 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 شكا طبعا من عيبة دلوقتي ممكن نقول لأخبر وصفر وصفر ومعادي لما نصر يلا إن شاء الله يا رب كده الجماهير بتفرح من أول دي زي مباراة النجم إن شاء الله بشكرك أحمد أحمد خالد من جريبت الوطن بشكرا جزيلا كابتن سمير خلني أكلمك بقى على جزئية ممكن استكمالا اللي كلامنا على فريق الوداد هم تقريبا بالشكل اللي هم بيلعبوا بيدا قريب من طريقة لعبك أو طريقة تنظيمك حتى في الملعب كتنسي هو لغباتك شوية النهاردة أشرب من شاركي طبعا نزل تحت شوية مع وليد الكارت ومحمد أونجب وده هو ده طبعا فرود صريح نفس الشكل اللي انت بتلعب بيه إنما الطريقة والأداء ممكن يختلف هو ممكن يكون متحفظ شوية عايز يأمن دفاعات وعايز يبقى فيه تحفظ عنده هنا النهاردة طبعا بدر كادرين وعنده عبدالطيف نصير طبعا هيبقى دورهم الهجومي أولا جدا ودي فرصة طبعا علي معلول وإحمد فاتح إنه هو يقدر يستغلها سواء من ناحية الليمين لحمة فاتح ومن ناحية الشمال المعلول فدي طبعا هتبقى سلحنا في الهجوم إنه هو يبقى متحفظ شوية مع محمد أطارة ويوسف رابع الرباع الخط الضهر طبعا هيبقى زي ما نقولتلك مع زهر ربيل الحارس عنده نقطة ضعفة كتفروف الكور العرضية والشوتنج عجوم من خارج التمنتاشر نقدر النهاردة نستغلها الرباع زي ما أنا قلتلك هيبقى فيه تحفظ شوية وهيبقى فيه سبات مش هيبقى فيه هجوم كتير عن طريق الطرفين سلحنا هيبقى عن طريق أحمد فاتحي ومعلول دي هتبقى ميزة النهاردة مع مؤمن زكريا وأجيامنا على الإطراف نقدر نحن نستغلها النهاردة هو لغبط شوية عمل لك لغبطة هيلعب طبعا هو الأول كان بيلعب 4-3-3 النهاردة هيلعب بـ 4-2-3-1 خارج ملعبه إنما بطريقة تانية هيبقى من نص الملعب نش هيبقى الثلاثة أو الأربعة مهاجمين صرحة ويقدر يعتمد على الشق الهجومي بصفة مستمرة إنما هيبقى فيه تحفظ شوية مر بو نجم يجي ناحية أحمد فاتحي أشرب بنشارك الكارتي طبعا شويت نخلي بنا منه طبعا المطش اللي فات شوف نرومي لا أستكمل معك بس حتة الهكومية خليني بس أروح زميلي أمير إشان طبعا من برضو الأستاذ أستاذ الجيش ببرج العرب وأكيد هيني لنا الأجواء أكتر مع أمير اتفضل أمير لحياتنا لك أمير يا رب أمير لحياتنا 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 إن شاء الله إن شاء الله دائما لهذه المعورة المهمة طبعا تواجد الجمهور شيء مهم وإجابي جدا الزمور الداج الأهلي طبعا بينادي على العده بشكل دائم وإن كان إكرامي أول حد طبعا نزل نلعب أول حد جمهور الداج الأهلي ناد عليه بشكل كتير أو أيضا جمهور الداج الأهلي تهكف دايما هو الفصولة هنا الأهم وأفريقيا يعني هو ده نهي withEN OP جمهور الداج الأهلي في دفع البرحلة في ده المج합 إن شاء الله إن شاء الله إستشتها يمكن أن يمساء تهكف بصولة الدوري أو بصولة الدكتاد طبعا جميع العابد هذه الأهل في عميات الأحباء كان فيه كبسا دلوقتي ما بيعاملوا بعض التدريبات الكرة وليد كلمان شده طبعا محمد أبو العلاء أفضل الأحبال كان يطيله بعض التدريبات الخطة به هو واضح أن وليد كلمان سيكون أحد التغيرات الأساسية في نسبة كتب القسام البدري ما عليش أمير بس أنا عايزة فما وليد بيسخن مع الخريق اللي هيبتدي كأساسي ولا الواحد ودروقتي وليد هذه اللحظات بيسخن مع بودلاء هل في مشكلة يعني في أحد اللعبين ولا ولا دات أسحيل لا لا أنا بس بوصف لك التدريب ما أنا عايزة أفهم برضو هو كميع العابد هذه الأهل التفكير الأساسي في دورهم طلال 100 في المية الحمد لله يعملوا عمليات الأحباء في شفر طبيعي لكن نزل معهم وليد فليمان وكان مع تابت محمد أبو العلاء ليه بعض التدريبات الخطة لوليد فليمان بس ده قبل بودلاء ينزلوا عرضية البلعة لكن جميع اللعبين لا يوجد مش أي مشكلة لأي حد لكن أنا بقولك ده أعطبت يعني جدي إحاء أن وليد فليمان حيكون لي دور كثير كده في المباراة وممكن يكون أول تغييرات النادي الأهلي في الشوط التاني أو حسب سر اللقاء لكن أنا بوصف لك الزورة بالصف هنا في البلعة بيأكثر الأمور ماشية لحد الآن التفكير جاهز جدا إن شاء الله نتمنى كل جمهور النادي الأهلي اللي بتواجد واللي بتفرق على المباراة من خلال الأهلي الساداتي ففرحان إن شاء الله أبناء سداد الأهلي النهاردة كلينا أقولك في الحضور أيضا في أستاذ محمود صهر سداد الأهلي بتواجد الأستاذ عماد وحيد أيضا عضو مجل التدارة متواجد في أفضل مكلي عبدالباني عضو مجل التدارة للتحادة الخرى الحاج المحمود الشامي عضو مجل التدارة للتحادة الخرى يعني في شخصيات كتير موجودين كلهم بيأجروا أمير هل حد من أبناء نادي الأهلي الآخرين موجودين يعني في المقصورة مع شخص المحمود طير يعني هم دول اللي أنت قلت عليهم بس يعني حد أحد من المراحش الشاحين الموجودين في الفترة القادمة لالتخابات موجودين فهلا σأل مستمع عاشت الفاروق Mars حد من أبناء نادي الأخرين ركبت المجد عبدالغاني موجود في المقصورة أو بس يعني من أبناء نادي الأهلي الموجودين في التوقيت الحالي حسب ما نشعب من بعيدlya حتى الآن. هم. 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 حيب أمير أنا بشكرك أكيد متابعين معاك لو في أي أخبار جديدة عن الفريح نحن متؤكدين معاك طبعا عبر الهاتف يعني أمير هشامز منا من خناة الأهلي كتسامير يمكن حد بيسخن حد بليت عليك على حد التسخين وليد سليمان كابتن يعني برضو والله بص هو ممكن ممكن ساعات نفسيا في واحد بيحب سخن شواء زيادة وممكن يكون حد حاسس بحاجة شوية فهو يقول له مثلا كجهاز خد تعليمات أنك أنت يعني إجهة شوية ممكن دي ممكن دي أنا وجد نظر أن عبد الله ممكن ما يكونش سليم 100% طبعا بعد ما كان موجود العضلة الخلفية بتاخد راحتها كويس جدا من 3 أسابيع لشهر أنا شايف النهاردة يعني الانطلاق بتاعته قدام فرق قوية جدا هيكون لها حسابات خاصة فأتمنى ما يكونش يعني هو دا المقصود دي إنما دا حقا كويسة أن الوليد دي بيسخن وجاهز تحسبا لأي مواقف طيب أكمل معك حتة الهجوم بالنسبة للفريق الوداد كابتن آه يعني طبعا بالنسبة للفريق الوداد زي ما أنا قلت لك النهاردة الطريقة تغيرت خالص بيلعب بطريقة هجومية بس مختلفة شوية من نص الملعب ما يبقاش من التلت الهجوم من قدام شوية أنه عارف أن قوة النادي الأهلي في وسط ملعبه والنواحي الهجومية طبعا أجيه النهاردة لديه دور مهم جدا مع أشرف بن شاركي وطبعا محمد أونج مع مؤمن زكريا الناحة التانية عشان يقفلوا واسط الملعب يبقى فيه خماسي واسط الملعب مع إبراهيم النقاش وصلاح سعيدي الاتنين النهاردة ديقول هايوقفوا اتنين ديفندرات سابتين أقدر أقولك أن هما بيعتمد عليهم حسين عموتة كل مباراة على التمركز التمركز وقاطع الكرة وفساد الهجمة فهيلعب بكده النهاردة طريقة الوداد النهاردة يا كفاروق يعني متشابهة لنادي الأهلي في كل الخطور إنما هيلعب بحذر شديد في نص الملعب وزي ما أنا قلت عند حلول آه أشرب بن شاركي ومحمد أونجب إنما أجاهيلي دور قوي جدا عندنا مؤمن زكريا ليه دور قوي جدا بالإضافة طبعا لعبدالله السعيد لو بدأ المباراة هيبقى جاي من العمق وهيبقى ليه دور طبعا دفاعي زي ما كابتن حسام بيقدر يستغله عايز بس يبقى فيه نصيحة لخطة ده نواحة الجمية لطبعا فرقة الوداد فرقة كويسة بيعرفوا يتعاملوا مع الخصم كويس جدا في كرات السابتة في كرات العرضية لازم يبقى دور سعد سمير محمد نجيب في الرقابة مع دوة ومع أشرب بن شاركي وليد الكارت إن هم بيكملوا نواحة جمية في كرات السابتة بالإضافة طبعا محمد أطارة ويوسف رابح بيزيدوا في الزادة عددية في الكرات السابتة تحذير شديد الرباع اللي أنا قلت عليه في الكرات السابتة لسعد سمير بالأخص وإحمد فتح وعلي معلول لازم يكون في مان أو رقابة لصيقة جوة الـ 18 لو سمحتوا لأنه طبعا هم مميزين بالنقطة دي كويس جدا وجابوا أهداف كل المباراة معظمها من كورات السابتة فده اللي أنا شايفه إن طبعا الميزة اللي في فرقة الوداد من الكور السابتة والاختراك من العمق ومن الإطراف هنحاول نوقفها أي واحد بالمسافات مش هندغط ضغط عالي إنما الضغط بالمسافة وقرب المسافة في نص الملعب من كل واحد يبقى معاحد هندقى المساحات عليهم هيبقى طبعا مشكلة بالنسبة لهم إن أنت تقنق الملعب وتقنق نص الملعب تقدر أن أنت تسيطر وتستحوز عندك ميزة أن أنت التحويل من الدفاع للهجوم نادي الأهلي عنده ميزة فيها بيقدر أنه يكسب حتى في الليلة الأخيرة وشفناها مطش النجم كابتن ربيع الكتاب مرتفع زمها بنتكلم نادي الأهلي لفريق الوداد ولكن ما هو الجديد لمفت كابتا حسين بدري يكون موجود نهاردة مختلف عن مبارات النجم يفاجئ به حسين عموتك أنت عندك نسبة كتيرة جدا في الشق الهجومي أنك تحتمد على نسبة استحواز نسبة تمرير نسبة مفاجئات في تحركات وفي ترابط فني هجومي في التلت الأخير ومن هنا أنت التفاهم النهاردة مهم جدا ما بين السباع الهجومي بلك التحرك برضو الترابط بص هو عشان فيه سجام وفيه تفاهم محمد ما بين الخماس الهجوم والبكين فالشغل نادي الأهلي معروف بس أنت هم الشيء أنك تتحول من دفاع الهجوم بسرعة تحتمد على التمرير الواحدة والاثنين والثلاثة بالكتير عاوز تروح على الجول عندك مفاجئات في تمرير الحسيمة وديم تحت عبد الله عندك مفاجئات في اختراق وتواغل فردي وده برضو خلي بالك عندك مفاجئات في الفاولات خارجية من برد 18 زي ما حصل مع النجم فاول ديتين فاول اتلعف الجول ساعدك كتير جدا فده حاجات مهمة جدا عندك مفاجئات بكورة عرضية انت الكورة عرضية نهاردة بتمثل يعني 75% من مكسلناك الكورة عرضية بالعرض عشان تبتدي تنظم مهولك وتروح التلت الأخير مفاجئاتك في التحرك في الترابط وخبالك في التواغل في انك بتحافظ على الكورة كويس قوي وبتحاول الراجل اللي قدامك ان انت تلعب عليه كتير بالكورة التمرير 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 عشان تروح بتروح بشكل منظم جدا بتروح بزيادة عددية بتروح بجالي عندك برضو التصويب لما رامي فاجئ صوبها بتصويب النجم فانت نوعت التنويع لجومة محمد لازم يكون على كل أنواعه في التلت الأخير وخاصة أن انت عندك أحجان كبيرة في النجوم عندك نجوم بكين منتخبين فأحمد فاتحي ومعلوم منتخب ومنتخب فالنهاردة التنويع ام تقف ام تعمل وانتو ام تشوت باليمين وقد بقى لك شوفنا أحمد فاتحي ومعلوم لفترة أخيرة بروح على جول وقد تنويع كان المعلوم الأول بيطلع واخد بالك بالعرض النهاردة الخبرات الفنية الموجودة في البكين ومتخب تونس ومتخب نادر أهلي فيها هذه التنويع وفيها الجديد عندك أظهر عنده جديد النهاردة أنه بدأ يتحرك بوعي بدأ ياخد بدأ يموه بدأ يخدع حاجات كثيرة جدا عند أظهره والدليل أنه سجل ثلاث أهداف في ماتش النجم قلنا عبدالله أكيد عنده مفاجات كثيرة جدا عبدالله عيب كورة بيلعب بدماغه إنت في الجلد بالشمال ومتى عملها عمر الراميع والسولية كل هذه مفاجآت الكرن نفسه مفاجآت يا محمد في المفاجآت عشان كده أنت وصلت نهاية كسا فريقيا ومرشح بقوة عشان أنت حجمك الفني في شغلك وفكرك ونطقك والتالت الأخير فيك تنوية حجوم كثير جدا عشان كده توصل وتهدف النجم لو أنت لعبته ولكن محفظكش وسجلس 6 هو الترجع ملاعبك في مصر ومحافظكش لأن عندك مجبوعة تفقد كانت واعتمد على التحرر على الحرية على المساحات خلف المساحات برضو خلف اللاعب نفسه والمساحات دي كلها خلي بالك مفاجآت للفرق المنافس فلاصده أن من قوية نظري أن المفاجآت اللي بيعملها الكابتر حسينما مع اللعيبة هي في الموقف نفسه يعني موقف وقته متباني مفيش كلام إنما أنا موجد فيه مفاجآت جداً لو أنت بكنش عندك مفاجآت مع شاك التنويع معندكش حلول معندكش نطج فاني توا محمد إحنا طول عمرنا إحنا لعيبة كورة إحنا النطج الفاني إنما بيوصل لعيبة كورة بتمرين كويس بتكهيز كويس بإمكانات كويسة بيعمل لعوزه صحيح يعني أنت مثلا ممكن تسجلت بالرجل يمين بالرجل الشمال بالدماغ فيه تنويع صح بالتالت الأمامي ده محمد ميزة النادي الآله فيه إن فيه تنويع فيه تنويع حجومي من غير التنويع وهي كلها رقابة من المان أهو أدي مان وما كانش فيه تنويع وفيه تحرك المناده غير مؤمن غيره غيرهRead غيره غيره كان م ήτανد اه 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 أنه م�� أنه قضي وخضيف تحكي فنجر أنصل ممكن هو اللي جوه مؤمن هو اللي بره وهكذا هو اللي بيقوم بدور كباك وبيرفع القص وإحمد فتحي موجود هي دي اللي ممكن تتميز برضه نادي أهل تبقى يعني جوزئية مهمة جدا في هجوم النادي الأهل هو أنت أول حاجة في أنك عشان تجيب جول لازم تعمل مساحات مساحات دي مش هتيجي لغير بالحركة وزي ما أنت قلت الرباع الأمامي بتاع النادي الأهلي والبكين المعلول وفتحي عندهم حركة كتير يعني أجيه تلاقيه كتير جدا ياخد الطرف قوي وأحيانا كتيرا بتلاقيه في المنطقة اللي هي بين الظاهير الأيمن والقلب الدفاع يعني في المنطقة دي وتلاقي التمريرة من عبدالله السعيد أو صالح جمعة نفس الشيء مؤمن أو وليد ناحية اليمين لما بلعبه بتلاقي أحيانا ياخد الطرف قوي وأحيانا تلاقيه تحت رأس الحربة في المنطقة اللي هي خلف اللي هي بين الظاهير الأيصر أو البكة الشمال وقلب الدفاع ديت على طول فيها حركة دايما من مؤمن وأجيه وليد أزارو النهاردة هتبع عليه الرقابة كبيرة لكذا سبب أولا هو مغربي وهم حفظينه ثانيا جايب ثلاثة جوان الماتش اللي فات ثالثا نشافه سرعاته الكبيرة وكتر تحركاته فالنهاردة هتلاقي الرقابة على وليد كتيرة والرجلين هتبع عليه كتيرة فهيبقى دور مؤمن وأجيه ورؤية عبدالله السعيد عشان كده نتمنى أن عبدالله يكون إن شاء الله في تمامه ويلعب يعني يبقى ما عندهش مشكلة لما قلنا على موضوع أن وليد بيسخن ليه؟ لأن لما عبدالله وصريح ما بلعبوش بيبقى التمرير شوية عرض كتير يعني التمرير بيبقى جانبي جانبي مفهوش الحاجات اللي هي السرعات البينية اللي يفروض على المرمى على طول اللي هي بتروح بين الاتنين المساكين اللي هم قلبية الدفاع أو بين الباك والقلب الدفاع دي هتبقى دور فيها جايه ومؤمن كبير جدا جدا ولزيك أنت قلت الرباع الأمامي دوره كبير قوي في خل المساحات وأن يروح على المرمى النهاردة كبير لأنه الرجلين هتبقى كتير مش هتبقى فيه المساحات أتصور كده يعني إحنا من عمش طبعا المطش ممكن بيحصل فيه مفاجآت زي ما شفنا انهيار في دفاع النجم لكن المنطقي بيقول كده أن النهاردة عيبقى فيه زحمة وكسافة في المنطقة اللي هي خارج يعني على حدود الثمنتشر وداخل الثمنتشر بالنسبة للوداد عشان كده عايزة حركة كتير جدا ولذلك أجايه ومؤمن وعبد الله وطبعا أظهره بس أنا قلت لك أظهره ممكن يبقى عليه رقبة جديدة جدا النهاردة تحركاتهم هتفرق كتير قوي 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 لعبد الله نشوف رؤية وطبعا انطلاقات معلول وانطلاقات أحمد فاتحي هتبقى مؤسرة وهم عندهم شوية نقطة ضعف شوية بين اللي هم قلبي الدفاع شوية هم عندهم طول ولكن الرشاقة والمرونة لحاجات دي شوية وطبعا الأساسي بتاعهم أمين عطوش نهارا من العافش من العافش مستوى محمد وطارة ده النهاردة يبقى وبركيني لا ببركيني كاتمي وطبعا أكيد ما لا أعطوش هو الأساس فأكيد يعني الحدا ما وبعدين انت خلي بالك كل فرقة بتبقى أريد تانية يعني يعني ما انت بتشوف الكرة العالمية مفتوحة وبرشلونة حافظين ريال مدرسولنة ومدي حافظ برشلونة والأهل حافظ الزمالك والأهل حافظ الزمالك والأهل حافظ الوداد في عوامل بتبقى داخل الماتش بتفرق معاك اولا توفيق اللعبة هل هم في حاليتهم مفاقين التوفيق انك انت ممكن تشوت تزديدت لها خبطت في واحد ودخلت ممكن تعمل كذا فرصة وما توفقش فيها تجيبها وتلاقي كرة تفع جدا جات وانت مهاجم او تلاقي فرقة جابت فيك جون فالتوفيق عامل مهم اخيرا السبات الانفعالي لابد ان يكون الناس عندها سبات انفعالي سواء احنا جيبنا جون سواء جي فينا جون لقدر الله لازم بقى فيه سبات انفعالي للسيطرة على التسعين دقيقة اخيرا انه ههمني طبعا واحنا نتكلم على ادوار اللعبين دور شريف اكرامي مع خط الدفاع الامام وكتن سامير خصوصا مباراة برضو انت محتاج تحافظ على شباك بشكل جديد لا خلينا نحيي شريف ونحيي دفاع الناد الاهل الحقيقة المشروطة اللي فاتت كلها حتى من السنة اللي فاتت وقلنا ممكن نستقبل اهداف قليلة في الدور والكاس وافريقي كمان ممكن ماشيين بشكل كويس جدا اه نعم فيه اخطاء انما الاخطاء ورده احنا بنتكلم بنقول دورهم اين نهار ده دورهم ان هم طبعا لازم يكون فيه رقابة دفاعية على الاعلى مستوى من سعد سامير وعندنا نجيب طبعا واحمد فاتح وعلي معلول لان هم فرد الوداد طبعا مميزين بكرات العرضية بالاضافة طبعا عندنا شريف اكرامي مميز بكرات العرضية بيطلع ياخد العالي كويس جدا بالاضافة طبعا لسباته الانفعالي زي ما تكلمنا يعني منظم وبيعرف يتكلم مع فرقيته يعني ليدر من الموارد كده وتحس ان هو طبعا فاهم كويس جدا خصون في الكورة العرضية ده دوره النهار ده هو والمدافعين هم طبعا بيمتازوا بالكرات العرضية وان شاء الله نفسد اي كورات عرضية سواء من الاطراف او من العمق بما بين شريف اكرامي وقات الضهر وديه تبقى ربط ما بينهم رب ان شاء الله تبقى توفيق لنا لكابتن ربيع سريعا بقى توقعتك ان شاء الله المباراة ان شاء الله خير ماتش كويس واده قوة رديه كويس بإذن الله ان شاء الله قبتم نوسامة ان شاء الله المكسب بإذن الله وتكملها في المغرب رب ان هو الحاسم عن متن كابتن حسين بديد وان هو في المغرب ان شاء الله بإذن الله الاطراف لو اشتغلت زي ماتش النجم الفات بإذن الله هيبقى إضافة لنا مع وليد أزارو أجهيه مؤمن داخل الثمنتاشر يبقى إضافة لنا وزياد عددية هجومية إن شاء الله بالمكسب بإذن الله إن شاء الله نكون مع بعض بعد المباراة ونبارك لبعض إن شاء الله بهذه المباراة الأولى الإنسان العليس عندنا طبعا المباراة وزي ما أتكلمك حسام الحسم هيكون برضو في أستاذ محمد الخامس ما عندناش حي غير إن إحنا نقعد ندعي وأثناء المباراة ربنا وفق فريقنا يكونوا في أحسن حالاتهم إن شاء الله ونكون معاكم طبعا أستاذ الأهلي بعد المباراة تحليل فن إن شاء الله يكون خير بأمر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتاريخ النادي الأهلي التجارب دي موجودة التعادل الإيجابي واحد واحد هنا مع اسفاقسي 2006 والفوز هناك في رادس واحد سيف بهدف الشهير محمد أبو تريكا أيضا أمام الترجي التونسي 2012 تعادل أيضا هنا في القاهرة وفوز على الترجي التونسي في تونس اتنين واحد ده تاريخ تاريخ برضو لازم نتعلم منه ما يسعيدك النهاردة هو أن أنت في 11 راجل بالإحتياط اللي نزل كانوا بيحاولوا وبيلعبوا وما حطوش أو بوفروا مجهودهم على مدار المباراة في أن هم يحاولوا ويستميتوا وأن هم يحرزوا أهداف ولكن طبعا هي دي كرة القدم ولكن طبعا مش دي أول مرة ممكن يسعى كذا إذا ما بقول لكم وإن شاء الله الحسم أو في مباراة العودة إن شاء الله هتكون لصالح فرينادي الأهلي اللي إن شاء الله عنده قوة هجومية كبيرة يقدروا يحققوا بيها هدف أو مكسب هناك إن شاء الله بأمر الله وده ثقة كبيرة جدا للعيب النادي الأهلي مش إحنا اللي بيقول كده ده هم اللعبين اللي قالوا كده وبيقولوا كده من خلال أداءهم من خلال إمكانياتهم ده الحاجة اللي تساعدتني النهاردة لكن الحاجة اللي كانت ممكن تحزنني الصراحة هو ما يعني ما قبل المباراة قبل ما طبعا ما نخرج من الستوديو يمكن بعد كده ناريت لدكتور ياسر أيوب تعليق على بعض الأخبار اللي كانت موجودة على فيسبوك بوفاة نجلة كابتن حسام البدري تأثير أكيد بشكل كبير على أكيد كابتن حسام البدري بيسامع خبر زي كده حتى لو هو مش صحيح ولكن تتداوله السوشيال ميديا أعتقد أنه ممكن يقصر بشكل كبير ويشتت الفريق وده في حد ذاته أنا أعتقد يعني مين ممكن يليه مصلحة في حاجة زي كده الإنسانية نفسها ممكن ما تقولش كده أن أنت يعني بعد الشر عن أي حد أنك تخلي ابنه أو أي حد قريب منه حتى أنه هو تبلغه خبر وفاته بشكل ما وليك أهداف معينة ده حاجة فعلا احنا بعيد عنها عن الرياضة كمان وده في حد ذاته يعني نتمنى إن شاء الله مش عايزة أقول الأشكال ولكن الناس اللي ليها مصلحة في كده تبعد عن هذه الجزئية وتسيب النادي الأهلي النادي الأهلي ده نادي كبير جدا ومفيش حاجة بتشتت ولا كابت حسام البدر تشتت ولا أي حد تشتت كله موجود داخل الملعب بيحاول بشكل كبير يقدي دوره ويقدي الدور اللي مطلوب منه عشان جمهوره ده يطلع فرحان عشان النادي ده يرجع له هذه البطولة اللي غابت عنه لأربع سنوات كل ده مهم لكن ليه ليه هذه الأشعة تطلع قبل المباراة مباشرة فبالتالي يعني ألف سلامة على نجلة كابتن حسام البدري وأكيد زي ما أقول لكم أنا سعيد بأداء الفريق وعندنا ثقة كبيرة جدا بهذا الأداء إن احنا نوصل هناك بشكل مميز وهنحقق فوز وهنحقق نتيجة إيجابية الأمر الله في المغرب في أستاذ محمد الخامس بأداء اللعبين والشكل اللي احنا شفناه النهاردة من خلال طبعا أداء اللعبين والشكل الفريق النهاردة وزي ما بقول لك ما بيوحزني ما قبل المباراة والإشعة اللي اتلعت قبل المباراة عن وفاية نجلة كابتن حسام البدري طبعا ده شكل جمهورنا اللي خارج من الأستاذ جمهور من زعلان جمهور أكيد يعني لو زعلان إلى حد ما في نتيجة المباراة ولكن سعيد بأداء فريقه اللي كان بيحاول بشكل كبير أنه هو يحقق المكسب وزي ما بقول لكم يمكن حيهم بعد المباراة يعني جمهور النادي الأهلي اللي دقيقة بدقيقة مع الفريق لغاية دقيقة تسعين وأنه واصق بشكل كبير في تحقي الفوز هو حي فريقه لأنه واصق إن شاء الله إن المباراة لم تنتهي في أستاذ سيد الجيش ببرج العرب هتنتهي هناك في أستاذ محمد الخامس في المغرب وإمكانيات اللعبين بتؤاهل لكده يعني ده كلام ممكن نقوله قبل ما نستهيب الديوفي طبعا نحييهم كابتن ربيع السين كابتن أسام عرابي كابتن سامير كامونا كابتن ربيع براحة بحاجة أكمالة تانية هارد لك كابتن أه الحمد لله لدينا تجارة سابقة وأقوى وعندنا التراجل لما تعدلنا واحد واحد قبل كده وروحنا كسبنا اثنين واحد عندنا لسه تجربة قريبة جدا جدا اثنين اثنين وما فيش أصعب من كده وروحنا تفوقنا لألي جاجب جبير وخلي بالك دلوقتي ما فيش حاجة اسمها برا وجوه كله زال فل وإحنا الحمد لله عندنا ردود قبل كده هائلة فنية على أعلى مستلو قدرنا نرجع بيها من بره بالكاسة فرقية كتير جدا فالمواقف متكررة والظروف ممكن نقابل أي ظروف فالأهل تحت أي ظرف بإذن الله وتوفيه إن شاء الله بإذن الله تعالى فيه لقاء تاني بإذن الله تعالى نهاردة اللعبة موجة نظر عاملة العلازة حاولوا كتير جدا فسنا بدل بجهاز عمل اللي عليه الجمهور طبعا كالعادة نجم ما فيش كلام وصلنا كتير جدا حاولنا كتير جدا اللمسة الأخيرة التوتر التصرع حاجات كتيرة جدا يعني يكفي قاملنا طبعا فريق منظم فريق دفاعيا مدرب فاهم شواءات فنيات قدر مدرب يحفظها كويس قوي ويحفظها للعيبة ومن هنا بدأ الماتش يمشي للتعادل قلة الأهداف التصرع ولكن الحمد لله الأداء مش وحش الروح مش وحش خالص الهجمات كتيرة جدا جدا ستة كرر ولا كرر للنادي الوداد النهاردة ولا كرر للوداد النهاردة خلال الاربعة و سين دقيقة و خمس ده يدل يعني أنه في رجالة وما فيش أي مشكلة خالص قبل ما أتكلم فيه الجزء الفني والسير الفني بتاع المباراة عملتوا لعليكم شكرا ما فيش توفيه النهاردة ما فيش يوم لكن إن شاء الله فيش هو الثاني في المغرب هترجعوا بي بالكاس ومنشكين عداء والنتيجة هتباع أحسن أفضل في القاة القادمة منها طبعا وصقين كابتن ربيع من ذلك فأكيد كابتن أسامة برضو رأي حدثت مباراة الآن كابتن أسامة لا لا بس يا فاروق أولا إحنا سبع مرات وصلنا نهاية إفريقيا برا ملعبنا خدنا منهم ست خدنا منهم ست بطولات من الأيام ما إحنا كنا بنلعب والأيام اللي بعد كده وأخيرها اللي هي كانت في 2012 في الترجي في تونس وقابليها الصفاق اسم صفاق اسم دول اتنين مرتين دول أشهرهم يا كابتن لكن طبعا لا أنا أذكر 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 المشاهدين إحنا 84 مع كانونيا ويندي النهاي كان هناك وكسبنا هنا واحد سبب واحد سبب وكسبنا 85 نهاي مع الفينتسي يونايتد الناجيري كسبنا هناك 2-0 خسرنا واحد سبب بس خدنا البطولة هناك 86 خدنا البطولة هناك من سجارة جابوني وغير البطولتين دولت إحنا واخدين 6 جطولات من 7 لعبنا فيهم من نهاية خارج أرضنا فأنا يمكن قلت كلمة قبل الماتش كنت أعنيها أنا قلت أتمنى التوفيق النهاردة الجهاز الفني واللعابة بذلوا كل الجهد كل الجهد ويمكن أنا قلت برضو كلمة قلت الجمهور ما يستناش الموضوع السهل إن الأمور تمشي 6 أو 5 أو كده زي ماتش النجم كنت أقول لها حتى حاجة بنقطع كلامك أنت أول ما تجوني الأولان يجي الأمور كتنونك تسهل كتير معلش بس اللي أنا أقصده إنه لما النتائج اللي هي الكبيرة اللي هي 6 أو 7 أو 5 والكلام ده ما بتتكررش كتير لأنه لازم يكون عندك نسبة التوفيق كبيرة جدا 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 يعني أنا شايف أداءا أداءا النهاردة فترات كتيرة من الماتش أحسن من الماتش النجم الساحلي ولكن مباراة النجم الساحلي مساحات غير عادية وفرص المهاجم مثلا مدافع من النجم الساحلي على 2 أو 3 مهاجمين من نادي الأهل فساعتها في فرص سهلة لكن احنا قلنا إنه فرقة الوداد المغربي هتلعب بتكتل كبير جدا 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 لأن في زهن حسين عموتة مباراة النجم الساحلي تاعت 6 مباراة الترجي التونسي في تونس ولولا ولولا إن الهدف جيه كمان بدري في الديئة 3 كانوا ممكن هما ما يفتحوش الشيط الأولين إلى حد ما حاولوا المحاولات على أساس إنه يعوضوا لهدف وقدروا يعوضوه الشيط التاني دفاع بحث إنه هو عايز يطلع بهذه النتيجة ففيه كعدم توفيق لكن المباراة دي أنا في حساباتي كأداء كروي أنا شايف إنه كانت أحلى من مباراة النجم الساحلي ولكن التوفيق كان حلفنا قوي في مباراة النجم الساحلي نهارا التوفيق مش موجود في مباراة عودة وإحنا قلنا إن المباراة مش هتنتهي هنا هتنتهي في المغرب فده طبيعي ووضع تعودنا ووضع طبيعي لكن اللعيبة والجهاز أدل عليهم وعملوا مباراة كبيرة لولا إنه بعض الرعونة والاستعجال بعد هذا في التعادل من أشرف بن شرقي بقت فيه محاولات كتيرة بس فيها استعجال شوية وطبعا مع تكتل عدد اللعيبة كبير أوي جوة 18 فالمساحات عشان تلعب الكرة بسهولة ما بقتش متاحة زي ماتشات أخرى يعني فإن شاء الله نقدر نعود إن شاء الله بسهولة هناك إن شاء الله إن شاء الله كانت لدينا سيخف كده زي ما بقول الحضراتك كابتن سمير خديني أسألك برضو عن رأيك في المباراة وبرضو نفس سؤال لكابتن أسامي في عندك حالة ألأ بالنسبة لهذه المباراة وخصوصا الأداء إحنا مجتمعين كلنا إن هو كناداء جايد بنسبة الفريق لا إحنا طبعا كلنا صقف لعيبتنا وفي جمهيرنا وجهاز الفني ما طول عمر نادي الأهلي ولعبت نادي الأهلي حتى إحنا كمحبي نادي الأهلي دلوقتي ما بنقلقش من أي حاجة تعودنا على المواقف دي لكن نادي الأهلي بيطلع منها بسهولة بجدعانة اللعيبة وبروحها العالية النادي الأهلي طبعا في كل اللقاءات اللي هي قبل النهائي على مدار التاريخ ممكن عشر مرات ممكن قابل فيها فرق في أفريقيا وشمال أفريقيا ممكن ما تهزمش كلها فوز وكلها تعادل إنما طبعا بيحسن الموقف في المبارات العودة تمالي زي ما الكابتر ربيع وكابتر نسامة قال أخيرا مارشة سفاكس طبعا خصوصا بهدف أبو تريكا ده يفكرنا ويدي حماس للعيبة إن إحنا عملنا اللي علينا الحقيقة كل اللعيبة عملت اللي عليها آه ما كانش فيه شراسة هجومية ما كانش فيه زالة عددية داخلة 18 إنما كله عمل اللي عليه كان فيه نسبة استحواز عالية كان فيه كورونا كتير فاولات كتير لكن الدفاع فرقة الوداد النهاردة يمكن كلمنا على حسين عموتا إن هو جاي عايز ياخد أي حاجة أو أي نتيجة إيجابية فهو ده اللي حصل خاد اللي عايزه من المبارات إنما الدفاع المميت اللي هو كان عمله يمكن بيلعب بستة وراء آخر عشر دقاي فأثرت على أداية النادي الأهلي لكن احنا كلنا صدقة احنا مش ألانين لسه فيه شود تاني نادي الأهلي معاودنا في اللقاءات الحاسمة أو النهايات بتاعة أفريقيا بالذات بيحسم الموقف لصالحه بروح نادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي الفترة اللي جاية كلنا نثقة فيهم إن شاء الله بإذننا نعوض في المغرب في السيد محمد الخامس كابتن ربيعي خلينا نقول لك وإحنا بنتكلم عن المباراة قلنا نتمنى نفس سيناريو مباراة النجم وطبعا التخوف من هدف ممكن يخش فيه وعلى أساس كده كابتن ربيعي خطته ويمكن حذرنا من أعشرف بن شرقي بهذا اللعب المميز جدا وهو هدف الفريق النهاردة بيحرز هدفه الخامس لفريق الوداد ولكن أنت جبت هدف تمنيت إن الأمور تمشي بشكل مميز ولكن الأخطاء الدفاعية في مباراة زي كده يعني بتخصر كتيرا كابتن نعم مباراة أخطاء مباراة أخطاء مباراة أخذ بالك غلطة مباراة وانت حاجات دي نشوفنا النهاردة الفريق المغربي ما أفر طول المباراة محمد ويلعب بتنظيم دفاعي جيد جدا إن دالي دول إنه يملك خبرات كبيرة يملك فنيات يملك قدرات يقدر الشغل بها كويسا ويملك مدرب شاف ماتش الترجي وماتش النجم من نادي الأهل وقدر يتعلم منهم إنه ما يفتحش الجيد وقلنا إن أي فرق تلعب نادي الأهلي تلعب نادي الأهلي والنادي الأهلي لايه مساحات يروح وصوله يقوله يساكل أستأذنك التربية بس عشان يعني معنا لقاءات من أستاذ برج العرب مع زمينة محمد سعيد فضل محمد مشاهدة قناة الأهل في كل مكان عقب نهاية المباراة يمكن طبعا جماهير النادي الأهلي خرجت بعد المباراة والتعادل لإجابة واحد فريق الأهلي والوداد الأول اللي عايز عرف رأيك في النتيجة وإيه مكانية الأهلي إن شاء الله يحقى نتيجة الجباية هناك في المغرب هو النتيجة إلى حد ما يعني مش مردية بس إن شاء الله الأهلي قدأوا وقدون إن شاء الله نعود في الموطش الهناك الأهلي ده من معودنا إنه هو في اللحظات الحارجة بيعودنا إن شاء الله بمجيب جوان وبيرفع راس مصر إن شاء الله إيه اللي اختلاف المهاردة أو إيه اللي انت شوقت من الفرقة وإمكان إن شاء الله يبقى فيه فرصة في الموطش الجاي بس أنا اتفائلت لما الجون دخل في أول خمس دقيق وإنتوا إن شاء الله تفتح معنا إن شاء الله بس هم مقفلين جامد مقفلين جامد جدا نمو عندوش هاي هجمات هي هجم واحدة بس جات جون مع عشير في إكرامي إحنا دفعنا كويس بس الهجوم بتاعنا محتاج كلام تاني مع حكات الحسن مبادري تحكيم كان ليه دور في المباراة جدا كبير جدا فيه إحنا لها بلينتي إحنا لها بلينتي وفيه كذا أنظار مفروض هم ضيعت كتير جدا 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 الحكم مش عارف حكام يعني حكام بتوع منصرات المغرب بالذات أو شمال أفريقيا مش كويسين أسمع الأراء يعني واحد واحد كده بهدوء أولا أنا عايز أعرف بس إحنا بنتكلم كرسال إجابالي لعيبة ليس عندها مرش بعد أسبوع والأهل دايما عملها كتير بيتعادل هنا وبيكسب عملها في أكتر مباراة في نهائيات كمان إن شاء الله الأهل هيكسب بره ونكسب واحد سفر بإذن الله أين عمل حجم كان ليه دور إنه هو عايز يخسرنا وده من بدري من بتورة أفريقيا والإتحاد الدولي هو اللي عامل فيه ده كده بس هنأخدها ونأخدها بره بقعون الله إحنا سكرتنا في النهائل الأهل كبيرة طبعا النهاردة كان الوداد ده عامل حساب للأهل جدا ضغط من نص الملعب الأهلي بس الأهل الحمد لله رب العالمين دايما دايما بيفرحنا في المواقف السابق وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في المغرب الأهل حيرجع بالكاس بإذن الله الرسالة المطلوب تتوجه دلوقتي اللعبة في اللحظات دي اللعبة رجالة وإن شاء الله هنأخد البطولة وبإذن الله البطولة التسعة الأهلوية بس هو النهاردة الدوري كبير جداً كان على الحكام وان هو الاهل معودنا حتى مهما يتظلم من الحكام بس ان شاء الله هناخد المطولة اذن الله ماشي ماشي مع حضرتك بان حضرت الوقت اللي حصل النهاردة ان احنا كان لها ابنانتي والحاكم النهاردة كان ظلم فظيع مريع تمام جميلين الاهل النهاردة كان الرجالة والعادة قال لي كان الرجالة عاملوا عليهم ماشي وان شاء الله نعوضوا في النهائب ان شاء الله في المغرب وان عوضوا يرحملنا والاهل يفوزوا واخفضوا افريقيا التسعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله المطول الجاي نكسبوا الاهل معودنا على كده ان شاء الله ان شاء الله الاهل معودنا على كده أهلي 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 مستفشرين خارجي الرضيين زي الفلسيقة كبيرة جدا في الله سبحانه وتعالى استعمل في الجهاز الفني الملعبة لا نهاية مبارئة كبيرة في الروح مبارئة كبيرة للفنية يمكن عملة كبيرة dejar الاريuft التصرع. أعتقد برضو أن بعض من النجوم كانوا بعيدة عن حالتهم الفانية ممكن أسرى شوية. أجهة يعني مش هو أجهة بتاع النجم. عبدالله برضو لسه رجع من إصابة. خلالك ما يمكن أزاره الهدف اللي دعوك فرق برضو معنا. كممكن نعزل هدف بهدف تأويده كان كابتن لو كان تم إحراز الهدف ده كان يفرق كتير قوي كان السيناريو بقى ممكن يتكرر فعلا برفع لي. تردد عليك وانت ضغط وانت رايح بهدف ده معناه وبعنى إحنا ضيعنا. ووصلنا كتير جدا وروحنا. وقالت لك الشوت الثاني الضغط كان غير عاد. رحنا ووصلنا وكان فيه ثوابت كده جدا لكن ما استفدناش بالثوابت الستة كورن ما استفدنا. الفاولات الجانبية ما استفدناش. وبالك التصرع التمرير. نسبة الاستحواز النادي الأهلي نارضا أنا أعتقد سيما توصك كده جدا بالنسبة لفريق الوداد السمير يعني الفوارئ كبيرة جدا في الاستحواز انت عندك نسبة فنية كبيرة جدا. وهو كان بلعب عن مرتدات. وشوفنا وصل الشوت الثاني بواحدة مرتدة خطيرة جدا هو سجل الهدف بخطأ مننا أربعة حمر فوصة ثلاثة فوصة واحد والثمنتاشر بكروس هم لعبوا باسمعين حداد ونجم قبل ما يخرج وأشرف بن شرقية ونجم النقاشداد فيندر موجود أربعة واحد أربعة واحد. التلاتة سجلوا الهدف بخبراتهم بفنياتهم بفردياتهم وعلى فترات كبيرة جدا مباراة كانت الفرديات هي الغالب بنسبة لأداء الوداد الغالب جماعيا دفاعيا في الشكلام في التلت الأخير وسط الملعب قدروا ان هم يخرجوا بتعادل لكن زي ما قلنا ان اللجناب النهاردة نادي الأهلي كان لازم يبقى كروسات كتيرة كتيرة تقفل على فاتحي تقفل على معلول لكن الناس حاولت وروحنا انت كنت بتصنع محمد الفارق والأهداف من كروساتك العرضية مهمة جدا برضو متعب يعني برضو متعب لو لقى وقت شوية بدري ممكن متعب لان كده كده انت وصلت وروحت وجود متعب بخبراته الكبيرة وشوفنا تصويبه على الجانب القائم اللي ميناء محمد دي كان ممكن جول فلقصده المجمل الفني انت احسن انت افضل انت اقوى انت اكتر انت وصول فعندك خطورة كتيرة جدا على فترات وهو لها خطورة لا تذكر بالنسبة لي الاربع سيديا لكن الحمد لله اللي طمنك ان انت بتعب في اي وقت ان انت حاولت ان انت روحت كتير جدا وان شاء الله كلنا امل بإذن الله في المواطنش التالي من ربنا يا كريم نكونوا في حالتنا والتوفيق ونحلفنا ونسجل بإذن الله كابتن اسامة خديني وانا بقرأ المباركة بتفرج عليها انا كنت ملاحظ ان حسين عموت سايب الاجزاء الاطراف ان يلعبوا براحيتهم لان من وجهة نظري هو شايف ان احنا عندنا القدرة من قلب الهجوم اقوى من حتة الاطراف وترفع قص عندكش الفيرود اللي هو بيلعب بدمه اكتر وحتى وليد ازارو عنده القدرات على الارض اكتر منها بدربات الرأس مظبوط يعني هو بس هو كان حتى الاطراف بيقفلها بس تحديدا فتحي كان من نجوم اللقاء وعمل جهد بدني غير طبيعي بيدافع على اسماعيل الحداد واحد من احسن لقابة لعدهم ومع ذلك هو اجييش شوط الاولاني كانت تتجابها ناحية اليمين مفتوحة كويس قوي بس هو المشكلة انه انه فعلا ضربات الرأس بيجدهاش قوي وليد ازارو والناس اللي بتكمل من جوا يمكن مؤمن فاحيانا لما بيكون عدد المدافعين اقل من كده انا قلتلك هيحصل تكتل كبير اوي في التمانتاشر وانتلك هيبقى فيه رقبة شديدة جدا على ازارو لان ازارو بيبدع اكتر في المساحات الخالية لانه عنده سرعات لكن لما عدد اللاعبين بيكتر ويبقى فيه زحمة في التمانتاشر الحاجات اللي فيها خطف سريع او لا ترنو شوط عجون او عجل دي لسه عايز خبرات فيها لكن هو عايز مساحة واسعة فكانت العرضيات حتى وهي بتتلعب بتتلعب عرضيات على فكرة بتتلعب بس في عدد كبير في التمانتاشر لا هم اجادوا النهاردة التعامل مع الحد اللي بلعبها بلعبها متدايق يعني ما بلعبهاش ما بيش حد لعب واحدة مستريحة يعني ازارو مثلا في مباراة النجم الساحلي الكرة الاولينية المؤمن لعبها له وحططها بدماغه ما فيش حد معها خالص الكرة التانية يعني اصد عدد المدافعين ما كانش فيه تكتل بهذا الشكل انا طبعا بحي كل اللعبها ولكن تحديدا الشوت الاولاني والغاية اخر ربع ساعة يمكن مؤمن زكريا النهاردة كان متفوق على نفسه احمد فاتح كان متفوق على نفسه لعب كتير اجايه يمكن من وجهة نظري انه كان في الجنب الشمال كان هيبقى منتج اكتر يعني شفنا معظم الوقت اجايه هو اللي بقى من ناحية اليمين ومؤمن هو لناحية الشمال مؤمن ساحب يجيد ناحية الشمال بس اجايه تحس انه تكملته على رأس الحربة بيجي من الطرف الشمال لجوه الملعب بتبقى اسهله شوية لكن معظم اللاعب ادوا بشكل كويس وتخلقت لنا فرص ولكن ازاي ما كنا نتوقعنا هذا التكتل هيعمل مديئة في الفرص هيعمل رغم ان احنا حاولنا لكن ما فيش من التلات بين التلات خشبات ما تحسش ان الزهير العروبي طلع واحدة مثلا كانت جون لكن بتيجي جنب العرضة بتيجي في ظهر مدابع لانه عدد كبير اوي 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 وخاصة كل ما الوقت كان بيمر يعني هم عملوا احنا الشوت الاولاني ابتدينا اول ربع ساعة كويس اوي اوي لعب سريع وتمرير ارضي وخطورة والكرة في الديها تمانية اللي اظهروا ضيحها لو كانت جادة الهدف التاني كانت هتفرق كتير اوي يمكن اداء النادي الاهلي هبط من بعد تلت ساعة كده في الشوت الاولاني والويدات سيطر وادر يتعادل والامور كانت ماشية هادية شوية لكن الشوت التاني بعد الدقيقة خمسة من الشوت التاني في اكتساح للنادي الاهلي وطاقة غير عادية من معظم اللاعبة كرات عرضية كتير ولكن تاني فيه عدم توفيق شوية وفيه استعجال في اقتناس الفرص ويعني اللاعبة حاولت كلهم حاولوا بصراحة يعني حتى حمود لما نزل عمل جابا يمين كويس قوي ولكن كان ناقص تركيز على استغلال الفرص في الحقيقة كبتن ممكن في ديئة سبع يعني في السنة سبع سبع أربعين في مطش النجم احنا جبنا جون احنا النهاردة بنجيب في ديئة تانية يعني ديئة الأولى وديئة تانية يعني الوضع يعني كان إلى حد ما بس كنت تزود خلاص موضوع تانية جميل بس هو خلي بالك يا فاروق في حاجة النجم السحلي في مطش بتاعه جي في جون في ديئة الأولى وهو كسبان اتنين واحد او في ديئة التانية الطبيعي انه كان لازم يفضل متمركز شوية ويداق الوقت على النادي الأهلي ويقلل الفرص لغاية لما ممكن يخطف لكن هو اندفع اندفاعات غير طبيعية عكس لدرجة انك انت كان مثلا علي معلول بيجي من نص المعه بيروح انفراد وليد سليمان من نص المعه بيروح انفراد جايه روح من نص المعه من نص المعه ما سببت معلش ما احنا برضو بنتفرج على المطش النهاردة كان في وقت بعد الهدف برضو فريق الوداد برضو مستسلم كان مستسلم على فكرة استسلم بعد الهدف على طول يعني انت اقريك بالهبراء لا اتهز طبعا بص يا فاروق خلي بالك انت لما يجي الجن فيك وانت عامل حسابك وشايف مطش النجم وشايف مطش الترجي وعمل حساب قوي انه يعدي وقت طويل شوية انه ما يجيش في الجن وبعدين تيجي تتفاجئ في اول ثلاث داية برضو يجي في الجن هتترتبك شوية لكن انا اقصد هما ما لعبوش بهذا المفهوم برضو اللي هو الاندفاع المبالغ فيه كان فيه تمركز من ابراهيم النقاش والسعيق دي في نص الملعب تمركز من الاربعة اللي وارا ما بطلعوش تقريبا البكين يعني كل الاعتماد على هجمات مرتدة واحنا قلنا حتى الجن جي كده قلنا معلول هيطلع هما هيستغلوا في ظهر معلول وهي جات كده من اوه نجم فعلا وتلعبت بالعرض واشرف جدا اروح برضو لزميننا محمد سعيد يعني طبعا لقاء مع جماهير وايضا بعد لقاء في استاد برج العرب او خارج استاد برج العرب فضل محمد مازلنا طبعا بنتواصل لرز انطبعات الجماهير واراهم عاقب بالتعايد للإيجابي مع الوداد لكن لسه الامان ممكنة هناك مباراة عودة 90 دقيقة هناك في كازابلانكا وان شاء الله الاهل قادر على الفوز هناك في المغرب والعودة بالبطولة والاهل قررها كثيرا في السنوات الاخيرة عايز اعرف الجماهيري الاهلي دورها ايه في التقويت الحالي بعد المباراة والرسالة للتوصل اللاعبة قبل ان شاء الله مباراة العودة في المغرب هو حركة ان شاء الله لازم بإذن الله يعني أزرهم في أي مكان بإذن الله والاهلي بيعاب لحد آخر ديقة وبصراحة التحكيم النهاردة كان وحش جدا بسيء جدا للغاية كان فيه طبعا بلانتي الحمودي وبرضو كذا فاول ما تحسبش وأظهره برضو طبعا التحكيم سيء جدا ممتل أمانة يعني تابعة المباراة زي ورأيك فيها ايه ان شاء الله بقعون الله نكسب الماتش الجاي وهي ظروف وهتعد ان شاء الله وبقعون الله بقعون الله نكسب انك 2-0 بقعون الله تايمة للقورة ممكن تديك مباراة مباراة تاني يبقى التوفيق مش معك كسبت النجم الستة بنهاردة اتعدلت ممكن ان شاء الله تحقق النزيجة الجبية لكن الجمهور دوره ايه في توقيت الحالي بعد الخروج بالملعب احنا ان شاء الله ساعد اللاعبة انها تكسب الماتش الجاي واخنا عملناها بلكده في 2012 اتعدلنا هنا مع الترجع واحد واحد وراحنا كسبنا واجبنا البطولة وان شاء الله النادي الاهل كبير واللعابة هترجع بالبطولة ان شاء الله ولعبت الاهل رجالة وان شاء الله هناخد البطولة التاسعة ان شاء الله برضو عايز اعرف رأيك والله النهاردة الان عم الماتش كويس جبنا بس اللاعبة خارجة من ماتش 6 اجهاد رهيب على اللاعبة العائبة عملت اللي عليها من اول الماتش الاخر الماتش وبالتوفير ان شاء الله في الماتش اللي جاء ان شاء الله الوقت كان ديئ من المباراة النجم من المباراة الوداء اجهاد رهيب وكان بين عن لعيبة في الملعب السهم عملوا عليهم وحيا معهم إن شاء الله لأخي اللحظة حتى لو ما خدوش البطولة هيا متأكد إننا هيا المطش هناك بإذن الله جميل إن شاء الله عايز عرف رأيك في المطش بسم الله الرحمن الرحيم والمطش 180 ديالة 90 ديالة في مصر هنا في أستاذ برج العرب و90 ديالة التانية في المغرب إن شاء الله الأهل بإذن الله فريق قادر وإن شاء الله هيصن إن شاء الله بإذن الله كابتن التحكيم كان سيء النهاردة التلاتة بلانتي شايفيني التحكيم كان لي دور سلب في المباراة أيها طبعا كان فيه أنا جاي أنا جاي أنا جايزة هانجي ديالة جاي من كفر الشيخة شجعني ديالة لالي بس بس في مرض فيه أمال 90 ديالة هنا 90 ديالة في المغرب إن شاء الله عنوص نوص الكاس العلامة اللاندية وقلالة معوتنا الجيلة التسعين ديالة اللعيبة عملت اللي عليها شوطين شوط في مصر والشوط إن شاء الله في المغرب اللعيبة ما أسرتش التحكيم كان سيء جدا 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 مشيت اللعيبة النهاردة عملت فوق طائطها لعيبة تكسرة لعيبة تصبت ودايما ما إحنا عارفين لعيبة الشهنال أفريقيا بلعبهم الممل اللي يجوبوا جنب وبيرودوا عليه صحة ولا لا بمشيتي الله وبإذن الله أقسم لكم بالله العظيم حنروح المغرب وفي كذا بلان كه مش هنكسب اتنين ولا تلاتة ممكن نكسبه سكور يا ريت يا ريت يا ريت الكابتن حسنان البدري راجع رأيك أنا رجل مصاب رجل زي عبدالله سعاد مصاب في بديل لي عبدالله سعاد تصاب مش مهم إن أنا لازم عطائعة عبدالله هو مصاب لسه تعباء احنا هنكسب احنا إن شاء الله هنكسب كده كده في المغرب هنكسب إن شاء الله بس لازم يعني يكون فيه دوق في الإصابات نصبر على اللعيبة واحدة واحدة اللعيب ينزل بيكون كويس آه بس في الآخر ما بيكملش أنا عايز أقول إن الأهل النهاردة كويس الأهل النهاردة كويس بس هو الحاكم جعل لنا كتير بس المشكلة النهاردة المفروض كان كابتر حسام يبدأ بوليد سليمان بنفس التشكيلة اللي نهى بها فالنهاردة بدأ أبو عبد الله ونزل واليد واليد ما كانش جاهد إن شاء الله متعب هيجب لنا البطولة بالإصابات وإيقاف لفتح ورجع وفي دربكة في موضوع الوقت الدايئ بين الوبارات الأفريقية ده بيؤثر ولا برضو الأهلي محتاج إلي في المطش الجايف للعودة الأهلي بالذات فريق كبير بمعنى صح إن الأهلي الأهلي ما بتفرش معاه الأهلي مش بيفرق معاه إنه بلعب على أرض والأهلي ياما كتير جدا كسب بطلاط وكسب مطشات فينال على أرض في تونس وفي المغرب وفي الجزائي فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأهلي حيجيب هناك جون واثنين وإن شاء الله إن شاء الله وإعماد متعب النهاردة 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 كان برافع عليه برافع عليه برافع عليه إنت عاسته ليه؟ قوله الأهلي الأهلي عاكسب إن شاء الله عاكسب المفاتة اثنين إسمك إيه؟ ما انت شايفين يعني ثقة كبيرة جدا من جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الاهل قادر على عودة من كازابلانكا بانتصار بإذن الله يعني ما زال ده طبعا رد فعل الجمهورنا ويعني زي ما اقولك هو ثقة موجودة وامل في المباراة قداما ان شاء الله ستكون يوم السبت القادم في استاذ محمد الخامس بالمغرب يمكن تصريحات المدير الفني للوداد حسين عموتة بيكلم ان مباراة كبيرة متوقعة امام الفريق الاكثر تطويجا لأفريقيا بيتكلم ان هو قدم اداء ونتيجة المطلوبة خصوصا لفريق الوداد وصمدنا وبيتكلم ان هو صمد امام الاهلي بشكل كبير ودفاعيا وشكلنا خطورة بالهجمات المرتدة الخاصة طبعا بفريق الوداد ايضا بيتكلم على عملية الحسم في المباراة القادمة في المغرب كانت موجودة كلعبين مميزين طبعا انا معرفش هل اناج ما هيبقى موجود او هيلعب المباراة القادمة الاصابة هي اللي هتحدد ذلك لكن هو لعب مميز الصراحة هذا اللعب اوناجم اللعب محمد اوناجم من اللعيبة المميزة في فريق الوداد وهو كان سبب من اسباب الهدف اللي جيه في النادي الاهلي وبيتكلم ان النتيجة مميزة ولكنها غير حسمة للقب وعلينا ان نعمل جيدا على النواحي البدنية والفنية للعبين على مدار الايام القادمة خطة الفوز بالزهاب والعودة هتكون موجودة في الاسبوع القادم بالنسبة لفريق الوداد وبيتكلم على الخطة اللي هتبقى متواجدة في المرحلة القادمة للمبراءة القادمة كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق كابتن ناصر بسأل خير على الحكم الدولي السابق كابتن ناصروق بمسه على كل الكابتن الكبار الكابتن نبي عسين والكابتن سامع راضي والكابتن نسامر كامول كابتن ناصر كابتن حضرتك طبعا نقول معلوم ان انت حضرتك بتحاضر ايضا للحكم في الكاف فبالتالي اكيد الاخطاء التحكمية ان النهاردة كانت واضحة جمهور بيتكلم احنا بنتكلم لنا ضرب الجزاء بشكل كبير موجودة رأي حضرتك في الجزء التحكمي النهاردة كابتن هو طبعا معيير تقدير الحكم للاخطاء الصحيحة وهو اهم حاجة هي داخل منطقة الجزاء كابتن محمد واحنا عارفين ان الخطأ داخل منطقة الجزاء احيانا بيبقى مؤثر في نتيجة المباراة لما نجي نقول ان الحكم النهاردة احتسب تقريبا 22 مخالفة تقريبا 12 مخالفة لنادي الاهلي 11 او 10 مخالفات لنادي الوداد هو طبعا لم يحتسب 3 اخطاء صحيح لنادي الاهلي من اهم الاخطاء اللي هو لم يحتسبها وهي في دي 59 عندما تم عرقلة وليد ازارو بشكل واضح جدا جدا الحكم قريب جدا جدا ولديه زاوية الرؤية الواضحة لاحتساب المخالفة مش حول بس الحكم اللي كان عنده زاوية رؤية افضل ولكن عندنا كمان مساعد رقم واحد اللي كان مفيش حد قافل عليه زاوية الرؤية ايضا وكانت المخالفة واضحة جدا قدام المساعد رقم واحد والغريب طبعا الرغم من قرب الحكم للحدث المساعد للحدث لانه هو لم يحتسب ركل الجزاء صحيحة لوليد ازارو نتيجة الدخول في احمال من مدافع الرجاء للهداد وانا شايف من دي طبعا راكل الجزاء طبعا لم تحتسب ودي اثرت في نتيجة المباراة لان احنا قلنا الاخطاء والاهم وهي داخل موضية الجزاء وهي معيار احتساب الحكم للاخطاء كابتن محمد وهو يعني تحت الضغوط امتى يحتسب وامتى ما يحتسبش انا شايف راكل الجزاء لم تحتسب صحيحة لنادل اهلي في دي 59 طيب يعني اللي بقى يمكن في بعض الكرات يا كابتن ناصر يعني ما بين فاولات بالنسبة للنادي الاهلي سواء لي او حتى عليه ممكن ما تبقاش صحيحة النهاردة كانت واضحة وكانت كمان بتعطل صير المباراة من حيث السرعة للنادي الاهلي كان رتمه كان سريع جدا انت ما بتيجي مثلا بيبقى ليه فاولات صحيحة ما كانتش بتتحسب فاولات عليه غير صحيحة كانت بتتحسب تماما كابتن رأي عاديني يقول حاجة مهمة جدا هو يكب الحكم الحكم مش بس بيحكم كابتن الفاروق يكبتن ربيع الحكم فيه حاجة اسمها اضارة المباراة وازاي بقى عنده الحس بالمباراة وازاي بقى عنده حساسية المباراة من ناحية الفنية يعني او انا بنقول الحكم دايما يبقى عنده قراءة للعب عنده طرق لعب الفريقين بيدرسها كويس قوي عارف المباراة لها اهمية على مستوى على سلم الترتيب وبالتالي لابد ان هو يدير المباراة وبيحكي المباراة في نفس الوقت كابتن محمد هنا عاديني يقول ان يعني كان من ده من الحاجات اللي هي اللي حصلت سمرة نهاردة هي إباعة الوقت بشكل كبير جدا من لعيب الوداد هناك اخطاء كتيرة جدا تحتسب داخل الملعب يعني اهم حدث فيها ليرك الجزاء ده عادة يقول ان هي معايير احتساب الحكم من الاخطاء ما كانتش واحدة وده الاهم في المباراة بنقول لما كل حكم عنده معايير احتسابه لاخطاء واحدة لابد الاخطاء اللي يتم احتسابها خارج التندوق الزبط يحتسبها داخل التندوق هناك اخطاء لم تحتسب كثيرة فيه لكل سريقين فيه انزالات النهاردة بالمفروض كانت الحكم يزالحها مرالعاش يعني انا شايف ان هناك اخطاء في المباراة واهم هذه الاخطاء راكلة جزائر اللي هي اصطرت تأثير مباشر في نتيجة المباراة يا كابتن محمد احنا نتمنى طبعا في المباراة الحساسة ان اللي والمكوز اول اول ان الخطأ في الاخر بيبقى سعب ان انت الفريب يعوض وبالتالي يعني نتمنى في المباراة القادمة ان يكون التحكيم هو الافضل في العنصر تقييمك اللي حكم الاسوب من الارضة كانت تتكمل عاش والله انا نشوف احنا قلنا دايما انا كنتمنا محمد بنقول الخطأ المؤسس في نتيجة المباراة الحكم خططا لما يكون في راكل الجزائر اللي هم تحتسب بنقول بابي قل 2.5 على طول من عشرة وبالتالي اللي احنا قلنا يعني ممكن ياخد 7.5 من عشرة نتيجة عدم احتسب راكل الجزاء لان عدم احتسب راكل الجزاء وبتكون الكرة مؤسسرة يعني ممكن الحكم محتسبش راكل جزاء فاروق وبعدين الفريناد الاهلي يكسب مثلا ما بدأش مؤسسرة اول انما لما يحتسبش راكل الجزاء والنتيجة تبقى تعادل اول الناد الاهلي بيخسر هنا بتبقى مؤسسرة في نتيجة المباراة والتالي هنا بينزل دراكتين ونص من العشرة يعني هو مفروض الصحيحك النهاردة 7.5 من عشرة 7.5 من عشرة شكرا كابتل ناصر طبعا حكم الدول صفق والمحاضر بالكاف كنت سمية كنت باس أحياتك علىها جزائي طبعا مهم الجزاء صحيحة وبعض الامور الخاصة طبعا بتحكيم بالنتيجة فاول او فاول عليك او فاول ليك كان للا تحتسب عليك بشكل غير صحيح وليك حاجة مزبوطة ما تتحتسبش فده أثر بشكل كبير على النتيجة ولكن هو السؤال يا كابتن أنا بالنسبة لي الأخطاء الدفاعية النهاردة أو الخطأ الدفاعية الوحيد والهجمة الوحيدة اللي جات على النادي الأهلي أصفرت عن هدف ده اللي تكلمنا فيه قبل المباراة قلنا لازم يكون فيه ربط ما بين شريف والمدفعي إنما نعايز أتكلم على الهدف من بدايته إن طبعا فرقة الوداد فرقة متماسكة فرقة بتلعب على المرتدة كويس جدا وبالفعل هذا حصل لكن وجود علي معلول في الخط الأمامي أثر على الجنب الشمال وأصفرت عن هدف إن علي معلول أثناء الهدف كان متقدم شوية وما كانش عامل ربط الدفاعي ما بينه ما بين الأجرية اتعاملت بالعرض من خلف المدفعيين عن طريق وذكرت أحرزها أشرف بن شاركي طبعا خطأ هنا من المدافع سعد سمير اتعاملت من خلف المدفعيين لكن ما كانش فيه رقابة دفاعية ما كانش فيه انقضاد على الكرة التيكوف كان متأخر شوية المسافة كان فيه حوالي يرضى أو يرضى ونص دي بتأثر على المدافع في المنتوبان داخل التمنتاشر وتبقى في صالح المهاجم بالفعل ده حصل تلعبت كوروس بنورى المدافعين ابتدى أشرف بن شاركي طبعا ياخد نص خطوة قدام الارتقاء كان صحيح وجهها بروسه طبعا على يمين شريف كرامي ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل اللقاء وقلنا لازم يكون في تمركز دفاعية لازم يكون في رقابة عشان المطشو مش مستحمل انه زي ما شوفنا تصرحات حسين عموتة انه هو عايز يخطف هدف او يطلع بنتيجة اجابية واحد واحد سفر سفر ايا كان انه هو يتطمن بنتيجة ترضيه هنا ويقدر انه هو يعود في المغرب انما طبعا ده كان خطأ دفاعي ما نتمناش طبعا انه هو يتقرر تاني انه احنا طبعا هنقابلهم في المغرب هتبقى الامور اصعب بكورة عرضية اكتر مع ضغط الجماهير فكل دي حاجات بتأثر على الدفاع النادي الاهلي انما الشكل العام كان مدافعي النادي الاهلي كان بيلعبوا الدفاع متقدم غير طبعا فرقة الوداد كان بيلعبوا دفاع متأخر كان فيه تكتل دفاعي قوي جدا الهدف اللي جيه برضو طبعا الوداد عن طريق مؤمن زكريا كان فيه عدم ضغط على عبدالله السعيد مرر تمرينة سليمة ابتدى مؤمن زكريا يلعبها بطريقة صحيحة داخل المرمى في ديئات تانية لكن عموما يعني التعادل اللي خلينا ما نتكلمش على الهدف الرائع المؤمن بأمان هدف جميل هدف رائع وزي ما انت قلتك التنسامة هو كان متفوق على نفسه ما زال يعني من موبالات النجمة حتى الان التنسامير طبعا النقاش كان بيلعب من تومان على عبدالله السعيد لحد 65 دقيقة بعد كده ابتدى يبقى فحوض من المدفعين شوية إنما اللحظة اللي سرح فيها جوزء من الثاني عبدالله ابتدى يفك ويخلق نفسه بساحة في نص الملعب ابتدى يعمل فنت ويبص المؤمن الزكريا كالعادة الربط اللي ما بينه اللي احنا تكلمنا عليه برضو في التلت الهجوم ما بينه ما بين أجيه قدر ان هو يستلمها ويشوتها هدف كان رائع من مؤمن في الدقيقة التانية مؤمن كان متقلق في فرية الناد الاهلي النهاردة لازم نشيد بفرية الوداد الحقيقة فرقة كويسة جدا وفرقة احترم وكان نجم المباراة كان طبعا هشرب الشرقي طبعا كان نجم المباراة وأحرز هدف رائع يعني أنا كابتن ربيع رأيي أنا النهاردة أن أنت كنت بتلاعب فريق منظم طبعا بشكل كبير وفريق الوداد ودي تصريحات حتى الموديل الفني الخاص به لكن الوضع هناك مختلف فتح الخطوط الرغبة في إحراز أهداف وإن يفوز الشكل يختلف بالنسبة للشكل الدفاع لحشتنا النهاردة أعتقد القوى الهجومية بتاعتنا كابتن بشكل كبير ممكن تحقق نفس الحقيقته في المباراة التراجي يعني احنا تعادلنا هنا اتنين اتنين هناك كابتن احنا بصر حمد الفانق بين النهاردة وبين الماضي أن الدفاع فريق الوداد المغربي للأمام كان محسوب يعني هو كان بعدد معين بندفع إنما مش بكل خطوط مش بكل أفراد واخد بالك مش بكل الحضاشر اللعين فهو يمكن ده يعني عمل شوية لغبطة إنما الأمور لو تشوف سير مبارا أنا سير مبارا زي ما رحبته دلوقتي في التلت الأخير وهي بس التوقف في فرق بين زي ما قلنا توفيق وعدم توفيق وفي نفس الوقت إنهاء الهجمة التصرع إنما انت وصلت كتير جدا ووصلت مش ممكن خلال 490 ديئة تبقى هاجم وضاغم بشهرات صغيرة عادية وتوصل أكتر من 25 محاولة 24 محاولة بالزبط وما تستغلش غلدة في واحد ده معناها النهاردة معلش فيش توفيق إنما كل 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 جيم في التلت الأخير حتى هو على فترات في بداية الشوط الأول وقابة بمصر ملعب إنما الشوط التاني التعب حل عليه برضو وبدأ يتقهر الوراء ويرجع الوراء للخلف وصلت أحمد فاتي حاول كتير معلول حاول كتير جدا واخد بالك رامي شفناه على فترات السولية على فترات عبدالله واخد بالك أزاره أجيئة وحبودي بعد ما نزل وليد سليمان بعد ما نزل وغير ونزل تغييرين باتنين يعني ثلاث تغييرين الأمور كلها الخطورة بس على فترات كبيرة جدا أنا من وجه التنظري إن الجيم هناك هيفتح طبعا هو رجل بيحاول هو الجيم في مصر غير جيم في المغرب خطب لك الشكل الهجومي في مصر غير الشكل الهجومي في المغرب يعني هو يكفي التعادل صفر صفر برضو كابتن هناك يعني هو يكفي التعادل ومارده ماشي بس سيختلف هو أنت هتلعب هناك هجوم ضد ادفاع يعني لا يهاجم هو يدفع لا طبعا هو عنده ميزة النهاردة يعني المتشيل السبعين بالنسبة للترجي بالنجم إنه هو عنده جانب دفاعي قتله من أجله يعني هو صح دي تصريحه كمان بيقول كده طبعا ده يخد بالك وواضح ده يحسب ليهم إنه هم كبان كمان إنه مفاهمين يعني دفاعهم بإيه بفهم عندهم فهم خطة جماعي في الجيم بتاع النهاردة هو اللي خرج نتيجة وكما ممكن تسجل هدف طبعا دمين واحد وممكن لكن هو عنده فهم خطة جماعي وعنده يعني بقى يغط على بعض وعنده روح في الدفاعي في المدافعة وعنده في الهجوم بقى ماشي أنا بقى لعب النادي الآلي بش عاوز أفتاح حتى عنده حرص جديد جدا إنه يروح ويرجع بسرعة حتى هو راح يسجل هدف أو يراح هجم على النادي الآلي بحرص كتير جدا يا محمد فيعني هو فهم واخدى لك ودرس ويدروا إنه هما يلعبوا على قد على قد الحجم الكبير عارفين إنه قد هذا الكبير عنده إمكانيات بشرية عنده فرديات عالية جدا عنده هجوم عنده بكين عنده سلاسي عنده رأس حار عنده حاجات كثيرة جدا عنده خبرات كبيرة جدا فتعاملوا دفاعين الأول ثم يعني لا دفاع هجومي الهجوم المرتدات شوفنا المرتدات لدرجة إنه زي ما قلتلك ما فيش ثوابت قريبة بالتمنتاشر ما فيش كرة إحنا كان لازم نستفيد من الثوابت اللي مستفيد منها إحنا استفيدنا بالسوابت في السابق خباك التصويب التحرك لنارده كان لازم أسرح وحاجات كثيرة جدا يعني ممكن نتكلم فيها يعني أنا بقول إنه هيختلف الأداء في المغرب هناك إنهما الجيم آه هيدافع بس هيهاجم أكتر يحاول يكسب وده طبيعي جدا على أرضه هيهاجم بعدد كبير جدا واخد بالك إحنا الأهلي عندهم ميزة الجمهور برضو خلي بالك ممكن إليه وممكن يبقى عليه لو إحنا ضغطنا ممكن الضغوط هناك تبقى كتيرة جدا زي ما جربنا مع السفاقسة التونسي وزي ما جربنا مع الترجل التونسي وزي ما جربنا مع النجم وزي ما جربنا مع الترجل في ماتشه 2-2 فالأمور هتختلف وإحنا حفظنا بعض فبالنسبة لخطة حسام إن شاء الله في بداية البداية برضو ممكن تفري معنا بداية التشكير بداية 11 لعيب عارفين بيعملوا إيه بإذن الله له شغل هجومي مميز جدا شغل دفاعي وهجومي وزي ما قلنا إن طبعا مؤمن حتى مؤمن الهداف وله دور دفاعي وهجومي النهاردة رائع مؤمن التالي نجم المباراة نجم النادي الأهلي مؤمن فيش كلام النهاردة الناس حاولت كلها الناس كله حاول لكن السيناريو المباراة الهجومي بالنسبة لنادي الأهلي إن شاء الله هيبقى مختلف تماما والفلحة تختلف في شغلها الهجومة الدفاعي بإذن الله فلحة الوداة كيف تمكن أنا بشوف نوم حسن حظ الأهلي النهاردة إن إصابة لعب زي محمد أوناج النهاردة تغييره خلى حسين عموتة يغير طريقة لعبه تقريبا اللي حطت عبدالعظيم غضروف ونزوله ثلاثة في نصف ملعب وده زود السطارة الدفاعية بالنسبة لفريق الوداة دي نهاردة اللعب على الهجمة المرتدة فاروق بيحتاج لعيبة من نوعية خاصة منهم أوناجم أوناجم لعيب سريع جدا مراوض بيلعب في المساحات الوسعة وبيلعب كمان في المساحات الدايئة بس بيلعب في المساحات الوسعة أنا بتكلم على الهجمة المرتدة تفكير عموتة طوال المباراة حتى والهدف جي بدري أنه يفضل قافل خطوطه وراء ويمكن كلنا قلنا الكلام ده قبل الستوديو قافل خطوطه وراء ويلعب على هجمات مرتدة الهجمات المرتدة محتاجة سرعات لعيبة تقدر تروح واحد على واحد تقدر تروح بكرة عرضية تقدر تروح لأن الهجمة المرتدة بتبقى على دفاع ناقص النادي القلي بيبقى مهاجم بعدد كبير تسعى لعيبة مثلا في الكورنر أو كده أنت بتروح بهجمة مرتدة باتنين تلاتة لعيبة عشان تعمل هجمة مرتدة ونجم خفف عبء كبير جدا على دفاع النادي الأهلي أنت ونجم عمل أكتر من كرة في خلال الوقت اللي لعب فيه سواء كان من الطرف اليمين أو من الطرف الشمال وكان عامل قلق شوية لمحمد نجيب وسعد لأن معلول وفتح بيطلعوا يتقدموا هو سريع فكانوا بيروح يغطوا عليه وكان ممكن يعمل إرباك والهدف اللي هو جه جيب نفس الأسلوب اللي اللي عموت عايزه اللي هو في لحظة هجوم معلول وفي مساحة كبيرة في ظهره أنه يطلع المساك اللي هو نجيب طلع على الخط عشان يروح يقابل ونجم ونجم قدر بسرعته يسبق نجيب لأنه هو أسرع نجيب جايب العرض وهو جايب طولي بس هو سريع جدا وعمل كلها عرضية لغاية لأشرب من شرقي جيه قطع واخدها نزول غدروف يعني عبد العظيم غدروف لعيد كويس قبل ما أرهم لغدروف كابتن نروح بس لكابتن يعني جمال الغندور طبعا الحكم الدولي صابق طبعا ولمنديالي طبعا يعني كابتن جمال مساء خير على حياتها كابتن يا مساء نولي محمد تحياتي ليك وتحياتي للنجوم مصر الكبار كابتن ربيع ياسين وكابتن ساماراض وكابتن كابتن محياتي يا مساء نوري صحيح يا مساء نوري يكفي ذكراتهم الجميلة تتخلعت حاصة مع الحكام والتحكم وأنا أشهد على أدهي كانوا ناس محترمين وأدهي كانوا ناس فعلن يقدروا المسودية وأنا أكتب ما كنتش كويس ما التحكم ولا أكتب أنا كنت معك بردو كويس محمد أنت طل عمرك بحياتي موظوب وطل عمرك خليك كتر بحقيقة حبيبي كتر لك أنت موظوب حتى في تحديم البرارة ببنا خليك كتر وليك لون رائع ببنا خليك كابتن رائعك في المباراة قبل مسألك على الجزء التحكمي في المباراة رائحتك في المباراة النعرض واتعادل اللي جابي وحدا ومس أنا لو تكلمت ثانيا طبعا وثادي الأهلي غير محظوظ لأنه هو ماسجلش الأدف الثاني بسرعة لأنه دا كان حيفرق كتير معانا وكان ممكن نطلع كسبرين بعدد كتير جدا في هذه المباراة بنفس الأداء وبنفس الطريقة يعني الأداء اللي اتعامل أداء كان عالي جدا وأداء رائع جدا ثانيا وتكتيكيا لكن احنا سجلنا الهدف الأول وللأسف الشديد ما قدرناش نسجل الهدف الثاني قبل ما الكرة الوحيدة اللي راح بيها نادي الودات يمكن في الشوت الأول يسجل منه هدف هذا الشكل الحقيقة يعني كان توفيق كبير جدا من الحكم أولا في عدم احتساب خطأ في نصف الملعب كان حيوقف هذه الهجمة وكانش هيتسجل منها الهدف الأول صحيح فعلى المستوى الفني أنا شايفر نادي الأهلي قدر مباراة كبيرة رغم أنه ما ترجمش هذه السيطرة وما ترجمش الأهداف حاجة رأس فنية ما عرفش الكبات اللي حيوفقوني عليها ولا لأ طبعا أنا مع عمري ما حتكلم فيه شغل المدربين ولا شغل الأمجيون الفنيين لإني طبعا دي وجهات نظر ومعايشة في الملعة لكن أنا كمشاك لأكورة مش عارف كان عندي إحساس أنه عبدالله السعيد ما كانش جاهز كليا لبدايته أنه يبدأ المباراة طبعا عارفين نجم كبير ويمكن ما فيش كورة بتطلع لأي أو محور الهمزة الوسط اللي بتوصل المهاجمين للمرمى طبعا عبدالله السعيد هو أولهم في مصر كلها لكن لما بيكون جاهز من نسبة 200% مش عارف رأي لا وكبت الرابعة كمان أكد أجوزين أنه كان بعيد إلى حد ما مش دقى عبدالله السعيد مش دقى جاهي يعني في بعض اللعبين كانوا لسه يعني بعيد عن مستوى مش شرط أنه الإصابة هي أو عدوة من إصابة هم فعلا عبدالله النهاردة لو في حالته بالشكل اللي نحن عارفينه عنه أيضا أجيين النهاردة برضو مجموعة من اللعبين كانت أسرت بشكل كبير أنهما بعيدا عن مستوى على أداء الفريق أكيد طبعا أو الحتة التهديفية كمان يا كابتن جمال نحيط لكن على مستوى التحكم طبعا واضح في ركل انت ختني انت ختني في الحتة الفاول اللي كان مفوض يتحسب للأهلي اللي كان بسبب وكابتن أحرز فريق الوداد الهدف التعادل يعني أنا بعتبر ده هو طبعا مليون في المئة الحجم ما كانت كعرف محيك منها هدف ولكنه هو فاول ما حسبش وارتدت الهجمة متعش لما بكون أنا معايا الخورة مستحف عليها وارتكب ضد لي خطأ فأنا بستنى عشان الصفارة عشان أخد الفاول لي فدي بتأخرني شوية في عمليات التغطية يعني الحياة برضو كانت لعبة زي ما قلتلك هجمة غريبة جدا إنه اثنين بس دعين بس من اللي عيد البداد هم اللي عملوا الخطأ في وسط طبعا يعني لو شفت أنا أنا معاك أنا ما كنتش ألآن الصراحة لما الكورة جات لأوناجم لأن كان عدد قليل قاوة كافت الترفيلا أنا معاك بس هو هو واحد راحت لكورة عمل العرضية وواحد تمان في وسط الثلاثة وحالس برما فكانت الثلاثة فيها حظ التوفيق عالي بشكل غير طبيعي يعني فيها توفيق بشكل غير طبيعي طب هو العيب رائع صراحة لأستكل هدف تعيب إنه ديله حقه برضو من الناس اللي قدوا مباراة كبيرة معرضة ولكن كان التوفيق عالي قوي 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 سمت نرجع للمقصود من المكالمة والتحكين أنا شايف إنه الحكم برغم إنه اجتهد طوال الضبرا إلا إنه عنده خطائي مؤثرين جدا الخطأ ده اللي اتفجل منه الهدف تعادل وفي رفل الجزاء لأ وماراة لها اللي ما رأيش إزاي ما تفتبش بتاعة وليد أضاء شيء يعني حاجة مش طعبة حاجة سهلة جدا لعب تحصل على القرى والتاني ده كمان فيها فيها على الأقل إنذار هتكلم عن طرف على الأقل بالتالي طبعا النادي الأهلي ما كانت معه في إن الحكم محتفظ لتقليد الجزاء كابتن تقيمك للحكم يعني تديره يمكن يعني لو قلنا النهاردة ضرب الجزاء غير محسوبة أيضا كرة ممكن كانت تحسل فاول واستببت في هدف التعادل بعض الكرات اللي ممكن كابتن جمال إلى حد ما مفروض تبقى للنادي الأهلي ما بيحسبهاش على النادي الأهلي كانت بتمشي أو بتحسب بشكل كبير بعض الإنذارات كنا بتشوف اللعاب الوداد كانوا يعني كذا مرة حذر اللعاب الوداد من هما يستخدموا الكوع في الاشتراك بتشوف النهاردة النهاردة تقييموا كابتن كانت ازاي بسعن الله قدر حسبه عليه اللي حسبه عليه الخطأ لو أنا مقيم أو مراقب للحكم اللي قدر حسبه عليه هو ركل الكبير ده الخطأ الكبير يعني ده هو الخطأ الكبير اللي قدر حسبه عليه وإحنا دايما بالخطأ الكبير للمؤثر دي بله لو ينقص الحكم بحية ينقصه كثير إنما أعتقد أنه بقية المبارار كانت الأخطاء موزعة على الفريقين يعني هو ما كانش بس في أخطاء ضد النهاردة الأهلي لأ كان في أخطاء أيضا كمان لم يستفد منها هناك وده في بعض في منطية نص الملعب أو منتصف الملعب لكن خليل أقول لك أنه الخطأ المؤثر بالحكم اللي يحسب عليه بمسجل عليه هو راكلة الجزائح اللي هو لم تفعل كم من عشرة كابتن طيب يعني أنا في تقديري لو أنا مقيم بالمغرار تقديره مش حيزيد عن سبعة ستة ونص ستة ونص سبعة من عشرة كابتن جميل أنا بشكرك هو كابتن سيمير قال لك خمسة بس أنت تزودت اتنين كمان بس كتتسيمير كمان كابتن سيمير أنا أشكرك كابتن جميل غندور طبعا حكبنا الدول السابق طبعا والمندياري كابتن جميل غندور يعني عايز أقول لحضراتكم بعد خروج وليد سليمان بنتيجة الإصابة يعني هو عنده شد كابتن خالد هو عنده شد في عضلة الظهر أيضا علي معلول بيعاني من شد في العضلة الخلفية إن شاء الله يعني المبارار القادمة سبوع نتمنى نبقى هم متواجدين من اللعبين المؤثرين سبق وليد أو علي معلول طبعا بشكل كبير علي لعب المميزة أيضا وليد سليمان لعب مميز جدا كابتن جميل أنا أكمل بس اللي هي اللي أنت قلت لي غدروف عبد العظيم غدروف لما نزل مكان أنا أول ما التغيير حصل أنا كتبت ونجل خسارة كبيرة له هسين معموتة ولفرقة اللي ده لأنه زي ما قلت لك هو بيلعب على دي على خل امساحة وصرعة ونجم ومتابعة من بن شارقية وإسماعيل الحداد غدروف أسلوبه مختلف غدروف أصلا لعب وسط مدافع هو وده فعلا في الجنب اليمين هو ما غيرش الشكل التكتيكي هو وده جنب اليمين ولكن أسلوبه اختلف حتى دي قدة أريحية لنجيبه ومعلول غدروف بيستلم في الرجل يعني عايز ياخده كورة ويباصي مع الناس مع أشرب بن شارقي في رجلو يباصي مع في وسط الملعب النقاش والسعيد في رجلو لكن ما عندوش انطلاقات كبيرة هو لعب كويس لكن مش بتعمي ساحات فدي قللت الاستغلال الهجمة المرتدة بالنسبة للودان فالحمد لله دي جات في صالح النادي الاهلي احنا طبعا نتمنى سلامة جميع اللعب نتمنى وليد سليمان يرجع نتمنى علي معالول زي كانت خبط صالحة قول للناس عشور وكسلامة ونجم نتمنى نكون سليم ولكن احنا كالنادي الاهلي نتمنى هو ما لعبش لانه فعلا من اللعيبة الخطرين لفرقة احنا في المال معاتة كابتين كرام احنا كفير بليه يعني نتمنى سلامة اللعيبة يعني وهو لكن هو لعب بالنسبة له مهم وكانت خروجه مؤثر في الهجمات المرتدة ينكملوها على النادي الاهلي كنت سميق الفرق ما بين شوط الاول وشوط التين في الحتة الهجومية وايضا الدفاعية بالنسبة لنادي الاهلي لا والنادي الاهلي شوط الاول طبعا التمركز داخل التامتاشر كان مهم جدا من نواح الهجومية اول 45 ديئة من مؤمن وكان زيادة عددها كانت قليلة جدا يعني كان فيه نسبة استحواز في نص الملعب انها زيادة عددية من اجرية كان بيد عن مستوية عبدالله طبعا مش جاهز 100% اصرت على اداء نادي الاهلي وهجومه الاطراف ما كانت شغلة في شكل كويس احنا اشتغلنا يمكن ربع ساعة وريحنا عشر دقائق نشتغل ربع ساعة وريح خمس دقائق ده كان الشوط الاول وكان هما مقفلين تأفيل كويس جدا لما الشوط تاني الحقيقة كنا احنا الافضل نحس الاستحواز ومعظم الوقت والسيطرة على المباراة لكن طبعا مباراة بدون فرص يعني الشوط تاني والشوط الاول او خلال 95 دي ما فيش غير فرصة وليد اظهاره وهدف مؤمن زكري عشان ما كانش فيه شراسة هجومية ولا ترجمة على المرمى يعني ما شفناش وليد اظهاره راح انفراد زي المطش اللي قبل وما شفناش اشتغل انفرادة كبتا بالشكل انا شفنا في مباراة وعملية التكتل الدفاع الرئيب انا بقولك من دمن الفرص من دمن الفرص انما التكتل الدفاع اثر على اداء النادي الاهلي هجوميا والشوط التاني طبعا النادي الاهلي يمكن بعد فترات يمكن 16 دقيقة بيلعب وانصايا الجيم ضغط رهيب الضغطة دي كان لازم النادي الاهلي يجي فيها جو دي كانت هتفرق معك او الهدف التاني ممكن اشترك معك انا تحليلي في مباراة النجم ان احنا فعلا حظنا ان احنا جبنا هدفين فخلت النجم من حد ما يفتح خطوط مزبوط احنا حظنا في المباراة ان احنا جبنا هدف اه بدري ولكن الفرصة اللي ضعت من وليد اظهاره خلت فريق الوداد عنده امل ان يحافظ على النتيجة في فد المتكتل دفاعية مزبوط انا اضيف حاجة بربو عليك انا اضيف حاجة فيه فرق بين فرقة النجم وفرقة الوداد فرقة النجم طبعا عندها دفاع مهالهل واحنا استغلنا الظروف دي واستغلنا الاطراف من كرات عرضية من علي معلول من هاني من استغلها وليد اظهاره احرص هاترك كانت ميزة وطبعا نقطة جبية فرقة الوداد فرقة اتقل فرقة عندها فيه رزانة فيه تقلع كرة لعيب عندها خبرات تكتل دفاعي اه لكن برزانة وخبرات مش عشوائية مش تطفيش احنا شوفنا النهاردة ممكن محمد وطارة ويوسف ربح اتنين مساكين اه بنتقى لكل الكور العالي واخدنا الارتقاء البدء الهاجمة من وراء مفيش تطفيش ففيه فرق ما بين النجم والوداد النجم فرقة اتقل تنظيميا الوداد اتقل من النجم يعني احنا لازم نفصل يا جماعة يعني فرقة الوداد فرقة جمدة جدا عندهم نواحي هجومية عندهم ناس مميزة عندهم الدفاع بيقاتل مع حارس مرمى كان متقلق النهاردة مع اني كانتش فيه فرص كتير لا هنا فيه فرق هنا فرقة الوداد اتقل من فرقة النجم طيب كتن ربيع يعني احنا فصلين خلي بالك وانا الوداد اتقل واحد اه طبعا يعني خلي بالك اتقل الوصول النهائي يدل ان يدول اقوى فرقتين دول اهلي والوداد فبالتالي لا وكان متوقع خالفكة كتن وهم معنا في المجموعة ان احنا ممكن نقبلهم في النهائي واذا حصل خلي بالك انت وصلت وضيحت النهاردة شبا ضيحت خلي بالك انت عندك بص سجلت الهدف في ديئة ستة اظهروا الانفراض الذي ضيعته هذه هدف واخد بالك احمد فاتح النهاردة كان عنده مساحة والشغل شواله رائع وعمل مجموعة كروسات كتيرة جدا جدا كان ممكن في الزحمة محمد يتسجل اكتر من هذا بس كما قلنا هو عامل التوفيق مهم ومراحب كما انت عايز الكرة لما بتطوع بتطوع الكرة لما بتعانت بتعانت انما لو انا مقايد كل المحاولات بتاع الشوط الاول عندك بعد مجموعة التمريبات هدف كتيرة جدا عن طريق عبد الله عن طريق مؤمن عن طريق جريه عن طريق زاره الشوط الاول الرباعي الهجومي وصل وصل وكممكن يسجل اهداف وصل فعلا بالشوط التالي زي ما قلنا انت رحت واستحوزت وسيطرت وكنت عنيت جدا هجوميا وبكل خطوطك وصلت انما قلنا يعني فيه شوط تصرع مفيش ايجابية على الجول حتى الكورة اللي تعملت بالعرض ويعني ضربات الرأس كممكن تعمل بالعرض ويقابلوها بطريقة امامية لكن الامور اتلغبطت شوية انما انا قلت الاهلي على اقل على اقل ممكن نسجل هدف فوتين والله انما مفيش مراحتش انت عندك الشوط الاول كان فيها هجمات مؤسرة جدا جدا ممكن تتقدم بيها وقلنا ازار وقلنا عبدالله واكتر من كرة شفناها فده اللي انا حبيت بس وضحوا عشان هو فريل وداد منظم دفاعيان وقلنا ما اندفعش زي اللي قابله اللي قابله اندفع والاندفاع الهجومي الغير محسوب كلفه كتير جدا ماينفعش الاهلي تفتح مع كل قطوط ماينفعش الاهلي تدينه مساحات المساحات دي ادئيات الشوط التالي يعني هما الاهلي مدأ كواس جدا نخلي بقل ولأ وراح وقدر ان الوداد يقابل حتى تراجح الشوط التالي الوداد بالشكل وخيف جدا من حرصه الشديد ان الاهلي لا بيسجل في اي وقت فخلي بالك من نقاط اننا بتكلم فيها دي فهي دي حساب الوداد الفني متاع الفريق الوداد وعنده لعيبة لعيبة كبيرة على رأسهم المدافع متعوسة الملعب اللي هو النقاش ده خبرة كبيرة جدا جدا يمكن قدر يقرب من عبدالله وقدر ان هو عن طريق الاستحواز ويقرب 30 سنة 36 معه اللعيب كبير عامل خبرة غير عادية قدام الاتنين المدافعين القلب هو دابا القلب اللي انت كسبت منه المشات اللي فات يعني عن طريق العمق فاخر الامفرادات اللي راحنا بيها دا مهم جدا وزايد انت اشتغلت كتير جدا بس يا الكورسات مكهش مؤسلة مش بدقة انت المعرفات عملت كورسات رائعة من فاتح رائع ومعنو كبير 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 وكان ركز فيها ودي واحدة برد وصل برافو علي شوف انا بقول لك ان الدنيا كلها بس الناس لازم تؤمن بالتوفي وعلى التوفي توفي دا تعال سبحان وتعال عشان كده احنا احنا شكرنا المدارب بدون فني كابت الحسام والمفجال وشكرنا اللعيبة على اداهم القوي وفي نفس الوقت يحسب للعيبة يا محمد ان من اول دية الاخر دية بيحاولوا بيحاولوا وهم تعبين بيحاولوا هم عملوا مجهود رائع خلال البطولة المجهود دا مش النهار دا بس في الترجي في النجم واخد بالك عملوا بطولة رائعة وحاولوا ولسه ان شاء الله وبتوفيه باذن الله تعالى وبعزيمة لعب الناد الاهلي واسرارهم وانتمام وحبهم للكيان الكبير اللي بيحشقوه انها باذن الله وفي نتيجة رائعة ويمكن ربنا باخر ان شاء الله عشان يرجعوا الحسابات بتختلف محمد وهنا مفيش خوف على الجهاز الفني لانه بيعرف تعامل خارج البال وعنده خبرات حسام عنده خبرات كبيرة جدا يعرف تعامل فيها مع فريد وداد والقدرات اللي مع حسام البادل ان شاء الله هتعرف تتعامل مع المرش اللي هو عايز اتكلم على الوداد ولقاء الوداد هناك كاتن عايز اقول لكم بهدف مؤمن زكري هذا الهدف رقم 20 للنادي الاهلي في هذه البطولة هذا الموسم يعني عايز طبعا اروح لزمينة محمد سعيد نسمع اراء الجميع طبعا رأيهم هذه المباراة المباراة انتهت بالتعادل اللي جابي لكن بالطبع خلال الفترة القادمة هناك تحفيز للفريق قبل السفر الى المغرب عايز اعرف ببداية تعليقوا على المباراة وشفت المباراة ازاي والاداء التحكيم اللي ظهر النهاردة انتهت ظلم جدا 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 واقول له انت منافق والمطش مش كان عجبني في نفس الوقت وحاجات كثيرة جدا وحشة في المطش واقول له ربنا انتقل منك عشان انت ظلمت الاهل كثير النهاردة الاهل القادر على العودة في المغرب بإذن الله عملها كثير اه مبتير ثلاث مرات تلاتة اه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنكسب ان شاء الله الاهل هيكسب المغرب وهنكسب وحنرجع بالكاس بإذن الله والحكم دوت مش لازم يظلمنا تاني علشان احنا لازم نكسب علشان هنملاعب كويس اوي احسن منهم ويعني حرام بجد اللي حصل في الملعب النهاردة حرام فعلا بجد الحكم ظالم 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 وان شاء الله هنرجع بالكاس من المغرب مفيش حد اقال في كلمة كويسة كل اللي في النادي تكلم عن الحكم كلهم قالوا عليه كلهم قالوا عليه ان انت بناء ادم ظالم وكلهم كانوا عايزين ينزلوا يضربوا كلهم وان شاء الله هنكسب 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 وعمت متى كان من نهار الدنيا كلها النهاردة عايز عرف شكرا لكم عايز عرف المطلوب ان يتقال لعبت الاهل ان شاء الله قبل الصفة كابتن اولا بعد اذن حضرتك بس اقول اللي بحب عليك على الحكم النهاردة طبعا ان الحكم التحكم كوفاء فعلا تحس ان الحكم كأنه يعني يواخد رشوة بيلعب ضد الاهل نازل ان هو تحس ان هو يعني متعاطف مع فعلا الوداد النهاردة تمام بالنسبة النهاردة مطلعا الاهل ما كانش فيه حظ النهاردة وبعدين اصلا لعبة الوداد دهها وقت كتير قوي كويس لعبة الوداد دهها وقت كتير كويس الرسالة اللي توصلوها سوائل الرسالة يعني ده جمهور الاهل اكيد فاهم واعي طبعا اللي بيحصل في الملعب سواء من حكم او من لعبين وقدراتهم في الملعب كتعاملة ازاي واكيد يعني حتى الجمهور ده مخفيفة يعني حتى تعبيراته عن التالي ان شاء الله احنا ما بيهمناش بقى تحكيم في المباراة القادمة ولا اي حاجة احنا مركزين ان شاء الله في الحصول على ده طولة نتيجة إيجابية بالنسبة لفريق الوداد سلبية بالنسبة لنا لكن احنا قادرين على تحكيم نتيجة إيجابية ان شاء الله في المغرب بأمر الكابتن وسامي خليني اقول لك ان يعني قبل ما اروح وكمل كان المحوضة ان الاتحاد افريقي بيعلن عن تعيين الجامبي بكاري جسامة حكما للقاء الاهلي والوداد اللي هتكون ان شاء الله في سيد محمد الخامس يوم السبت القادم بأمر الحكم الجامبي بكاري جسامة وده يعني حكم يعني من حكام المميزين معاونة من السنائي جان كلود وبرموه شعو ومورين راجنجي كمساعدين لدول الحكام المساعدين للحكم الجامبي بكاري جسام قبل ما يمكن السيناريو هناك اللي احنا ممكن نتوقعه من الفريتين سواء من كابتر حسام البدري او من حسين عموتة مدرب الفريلودا الموضوع هيبقى مختلف شوية دلوقتي انت مطالب على الاقل انك تحرز هدف في في المغرب في فريق الوداد لان انت طبعا جايك فيك هدف لو نتيجة انتهت صفر صفر فانت خارج البطولة فاكيد النادي الاهلي هيبقى بيهاجم ولكن هيبقى فيه تحفز كبير جدا جدا في المناطق الخلفية لانه زي ما قلتلك النادي الاهلي دي رابع مرة يقابل نفس الفريق ده او خمس مرة لان انا قلتلك السنفات لعبناهم مرتين مع مستر مارتين يون وعلى فكرة كسبناه منك واحد صفر يعني ان شاء الله تتكرر ان شاء الله ومرتين سنين بدور المجموعات حسام غالي اللي نسجل تريد رابع عام نضرب وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله اللي فات بين صفر عندنا بين صفر عندهم ادي رابع مرة والنهار ده المرة الخمس فخلاص بقى اللعيبة حافظوا بعض والمداربين حافظوا بعض فانت كابتن حسام اكيد هيبقى في ذهنه انه اديها مثلا اتنين وستين لغاية اديها تمانين او خمساشر اديها كده كان فيها ضغط مستمر كانوا بغلاطوا كتير وابتدوا يتعبوا في نص الملعب فده هيحصل ولكن هيبقى فيه تركيز كبير اوي في المناطق الخلفية حكم اللقاء الكاتل اللي هيكون ان شاء الله في المباراة المهائية في المناطق مكاري جاسمة مكاري جاسمة من الحكام الكويسين هتمنى يكون موفق لانه الحكام النهاردة طبعا ضربة الجزاء بتاعة ازارو دي اكتر حاجة مؤسرة في اللقاء يعني فهيبقى فيه برضو تحفز في النواحي الدفاعية خاصة قلتلك انهم عندهم الجزء الامامي النهاردة مثلا اسماعيل حداد ما ظهرش بصورة كويسة بس هو في المغرب بيبقى عنده مع الجمايير بيبقى عنده انطلاقات احسن من كده بيبقى افضل من كده ونجم لو رجع ما كانش بصاب عنده سرعات اشرف بن شرق شفناه من نجوم المباراة النهاردة هو مؤمن وحمد فتحي اشرف بن شرق من فرقة الوداد عنده خطورة فاكيد هيبقى فيه تعليمات في الرقابة والتمركز المزبوط والتكتل احيانا من وسط الملعب لورا مش هيفضل مندفع على طول الكابتن حسام لكن هيبقى في حساب وليس بيجيبه ادف في المقابل حسين عموت دلوقتي عنده اكتر من سيناريو هو صفر صفر هيديله البطولة ولكن برضو صفر صفر في كرة القدم دي مش مضمونة هنا هو جاي بيلعب بنسبة تسعين في المية مدافع بحت على امل انه يخطف حاجة او انه يعطل الاهل ما عارفش يجيب اهداف هو دلوقتي هناك بين نارين هو دلوقتي وسط جمهوره ومتعدل هنا بنتيجة ايجابية ممكن جدا ينزل مهاجم قوي على اساس يستغل عامل الجمهور خطوطه وراء تتفتح والنادي الاهل عايز يجيب جون والنادي الاهل عنده خطورة والسيناريو التاني انه يلعب مش مستعجل ومتحفز ممكن مش بالشكل ده كلهم في التمنتاشر لا مثلا نص ملعب تلتين ملعب وعارف انه دي الاهل هيبتدي يطلع وخطوطه تتفتح فيلعب على خطف هدف فهو ده تحسين مش تخش جوا دماغه بالزبط السيناريو ده عنده والسيناريو فيه مدربين بيفضلوا تلما انا في ملعبي هاجم بكسافة وخلي النادي الاهل مرتبك وحاول اجيب فيه جون عشان اصعب عليهم الامور زياد وفي واحد هيقول لك لا انا هلعب بتحفز لان الصفر صفر هتوصلني والنادي الاهل هيستعجل مع الوقت وابتدأ استغل سغرات او خطاء في مدافعين النادي الاهل فمعرفش بالزبط السيناريو عموتة ايه لكن حسام دلوقتي هو مطالب ان يجيب هدف على الاقل ان شاء الله وان شاء الله اللي عيبة تقدر تعمله بعد الاداء الرائع اللي قدوه النهاردة نقدر واللست مكسبانين نجم هناك اثنين صفر ولا اثنين واحد والترجي فان شاء الله يبقى فيه توازن وان شاء الله نقدر نكسب البطولة من هناك ان شاء الله ابروه كابتا سامير انا بس هنروح لشوف المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة مع كابتا حسام البدر هنبدأ المؤتمر الصحفي من فضلكم لوحد حابي سأل سأل فضل رفع دي كابتا حسام البدري بن حبيك رأيكي في مباراة طبعا زي ما قلت في المؤتمر مبارا المباراة يبقى فيها ندية وشوفنا طبعا يمكن النهاردة طبعا ما كناش موفقين في الفرص اللي جات لنا بالاضافة طبعا التحكين كالعادة برضو يعني يعني التحكين برضو ضرب الجزاء اعتقد حرامتنا ان احنا نجيب الهدف التالي لكن ما كناش موفقين في الفرص اللي جات لنا يعني فيه اكتر من فرصة جات لنا ما كناش موفقين فيها لسه فيه مباراة تانية وانكن انا قلت تفضل لسه بقى نتكلم انا مش فيها موعمل ايه فايدة ليه تفضل بنتكلم بكالب اخلص طيب انا انت عملتها مني انا مش عارف اخلص فزي ما انا قلت يعني المباراة مش بتبقى محصومة هنا ولسه في مباراة تانية ان شاء الله ده اللي حنفكر فيه ان شاء الله ونركز فيه ان شاء الله تفضل شايف يعني هي كل المباراة طبعا ولها احداثها ولها ظروفها وانا بقول ان احنا جات لنا فرص كتير النهاردة ما كناش موفقين في بعض الاحيان بنا موفقين وان شاء الله نبقى موفقين في الماضي الجاي لكن اكيد انا بقول برضو حيبقى فيه لنا فرص هناك ان شاء الله وحيبقى لدينا فرصة كبيرة ان شاء الله يعني انا واصق طبعا لان هو لابد بلعب على ملعبه وبرضو عاوزي حاجة وانا حيبقى عندي بسحات وحيبقى ان شاء الله بإذن الله ماشي انا معاك طبعا السر برية على الفرص السهلة يولد من النهارة المسر الفرص سهلة كتير تمام السر يعني ايش السر برية على الفرص السهلة اليوم ممكن لعملين كسب اليوم عشان كامل يعني فيه فرص فيها عدم توفيع وفيه الفرص فيها عدم يعني اثقال من من اللعيبة اللي جات لهم الفرص يعني فيه فرص كانت سهلة جدا لعبة ما قدرتش تستخدمها بس ده وارد يعني فخلينا نقول ان شاء الله انا متأكد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندنا فرص هناك وان شاء الله عندنا فرصة كبيرة بإذن الله ان فاتح المباراة وده طبعا بتبقى خطر جدا عليه وممكن الوداد يفكر برضو كده هناك في المغرب برضو يعني تبقى المباراة مفتوحة وده اعتقد دي النسبة كبيرة ان المباراة تبقى مفتوحة هناك في الوداد لكن الوداد النهاردة لعب بتحفظ وحاول طبعا يقفل على مفاتيح لعبين وكان عامل كسافة عددية واحنا في نفس الوقت زي ما قلت الفرص اللي جات لنا ما كناش موفقين فيها اخر سؤالين لرشيزة واتفقين سؤال زميليك موسام بعد ما جيه المباراة لأول الجامعة حاسة يعني بحتي شرع سنوريوم نجم بقول لك حاجة بس في البداية بس عشان يعني يعني لازم نبقى منطقيين كل مباراة لها أحداثة أنا بقول يعني يعني لكن عشان نخش المباراة النهاردة بنتكلم نقول زي مباراة النجم والناس قبل المباراة ما لتقول ستة وسبعة لكل مباراة أحداثة يعني لكن وارد لو كنت أنت الفرصة اللي جات تجبت اللي جون في ديئة اثنين وحاجة يعني تقريبا مريبة من ديئة تلاتة وضعت منك فرصة تانية مؤكدة في ديئة ستة لو كنت جبت الهدف بتاع ديئة ستة اعتقكت المباراة ممكن تفتح يعني لكن هما طبعا الظروف خدمت النهاردة اللي هذا ده يقول ان هو يكمل المباراة بالشكل ان هو بيقفل وذا من حقه طبعا هو يفكر يلعب مع الاهل كده لان بيلعب على ملعبنا هو حاول يقفل النهاردة كان بيعتمد على الهجمات المرتدة بس اعتقد ان اسلوبه هناك هيبقى مختلف ولازم يبقى اسلوبه هناك مختلف ويبقى لنا فرصة ان شاء الله ان شاء الله فضل 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 لا المغربة اوكي سعى ممكن بعده اه طبعا طبعا حاضر 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 لا اسأل اسأل وبردو الاخوة المغربة يسألوا بعد كده حنزود الاسئلة ماشي حنزود انت تفضل بقى شو بنت هتحك سعني الفضل تفضل اه فالنتيجة في مرادة لكني بس حالي قعد بحاجة الحالي ازاي مشكلت استقبال الاهداد الثاني حصل في مرادة الهدف الهدف اللدخل فيه او الهدف اللدخل فيه في مرادة العوضة المسادي للنهارة لو انقص الـ 8.18 3.4 العبان والاعدة الاني مردين ولعب 1.10 من شرط هي لديهم بتقول انها خطاة في مرادة في شكل كان ساعة جدا كان في مرادة اهداف السعلى لقد كانت اكتبعه لقد اهداف السعلى لكن اهداف السعلى كانت اكتبعه ويجب أن نتعامل بهذا السيد الخاصة بك ويجب أن نتعامل ونتحدث لكن في بعض الحين برضو أنت هي كرة القدم لا بد إذا أخطأ لكن هذا تتفق معك ان الهدف النهاردة جاء يعني من خطأ دفاعي مش مقبول لأن كنا ممكن نتعامل معاك أحسن من كده طبعا كنا نتجنبنا من هذا الهدف ويتتفق معك لكن أكيد بنتحدث عن الأخطاء ونحاول نصحح الأخطاء وده سيحدث والتركيز إن شاء الله أحبه أكثر في مباراة الجاية إن شاء الله الصعب الأخ اللي كان عاوز المغربي يتصدر الصعبات اللي أنا واجهتها مهاردة لا أنا بقولها بالصعبات هي فريد وداد لعب بشكل تحفوز طبعا وكان بيعمل كسافة عددية في نص ملعابه ويتعامل مع العمق اللي عندي ويتعامل مع الأطراف اللي عندي لكن مع ذلك برضو نجحنا أكثر من مرة تخلينا فرص لكن ما دماش نستخدمها بشكل كويس يعني ما كناش موافقين فيها هي دي الفكر للوداد لعبين النهاردة وأنا ده كنت متوقع يعني وعشان كده أنت كنت بتشوف ساعات أن تريتي بتتحول لتلاتة أربعة تلاتة بعمل كسافة عددية في بعض الأحيان نتيجة التراجع اللي بعملوا فرقة الندم وجات لنا فرص لكن ما كناش موافقين في الفرص يعني ها ممكن ها طب تمام 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 وهي زي صعبت بهمة لها مش عب صعب بهمة الوداد هي طبعا زي ما انت بتقول أكيد تكرار المباريات بيفتح أو بتبقى الفكرة عند الفرقين بشكل أوضح طبعا والقدرات بتاعت اللعيبة بتبقى بينهم وبين بعض كمان لان خلي بالك هي مش شرح مدر بس هي قدرات وإحساس اللعيبة بينهم وبين بعض خلاص تقابلوا مع بعض أكتر من مرة ودي عن اتنين يعني على فريق الأهل وعلى فريق الوداد في نفس الوقت لا رامي معندوش إصابة عالي عنده تقلي في الخلفية وليد بس حصل زي كرامبث في ظهر بس حصل كرامبث في ظهر بس لا عبدالله سليم لا ما فيه الشرح فيه الشرح أتفضل الأرب سفرين من الأربع إن شاء الله سفرين من الأربع إن شاء الله لا مش شكوة يا بقول للأسف يعني برضو بنتكلم على التحكيم 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 حكم عمالية تحكي النهاردة لكن ضربة الجزاء دي يعني أعتقد يعني مش عارف فيها عناد ولا فيها قصد ضربة الجزاء واضحة 100% التحكيم الأفريقية الواحد زي من قتل الكلام بصراحة بجد لضارة بقى تسترد الواحد اللي الواحد اللي بزبت العادين عندك الفارح يبتعون من الإسر لأن الحلول غالت على الأطرار مش متخوش من دموعها في مش تكتور قاك ولكن تفكر لك أعودك على الجمهور كبير للفارح لا لا أقول فأنا أحسن الحاجة بالكالية وانت وانتا شوية بحكم لا أنا يعني مش متفق معاك إن أنا معنديش حلول على الأطراف لا أنا عندي حلول على الأطراف وشفت الحلول المتواجدة في مؤمن وحتى حموديا ما نزل وبعد الأحيان يمكن أننا بتغير تفكيرنا في حتة الأطراف ده بتفكير تاني مش هتكلم بالتفصيل يعني لكن عندنا طبعا لعيبة عندها حلول على الأطراف يعني عندنا لعيبة مميزة وبتمسل خطورة كبيرة وهي على الأطراف ودلعا كده انت شفت الجنة الأولان لما جاء بتحرك من على الأطراف أكتر من مرة وصلنا عن طريق الأطراف وعن طريق الأجناب لكن ما كانش فيه توفيق في الفرص اللي جدت شكرا عقب انتهاء المباراة بتعادل الإجابة من بالأهل الوداد معي في هذه اللحظات كتبت سيد عبد الحفيز كتبت سيد تقييمكم لأداء الندي الأهل النهاردة في المباراة يعني كان الوضع الحمد لله طبعا على كل شي كنا نتمنى نتبقى نتيجة أفضل من ذات لكن هي دي كرة القدم يعني يعني زي ما قلت حتى من من بعد اللقاء النجم السحيل هنا لكن دي مباراة الحسم فيها يبقى في المباراة الثانية يعني الحمد لله على كل شي خلينا هتلعب لحد آخر ثانية هناك وزي ما نقولته وأكد دائما يعني خطبار جديد للنادي الأهلي برا وهي مباراة كأنها أنت بتلعب في بطولة ودي المباراة الختمية مع تلعبها مع صاحب الأرض تحكيم لي جزء بسبب التعادل النهاردة كتب سيد ولا شايفه بص أنا يعني أعطاك إن ضربة الجزاء كانت واضحة قوية أو قريبة من بطاعة الترجع الأل هناك لكن هي دي كرة القدم بتقبل حاجات وتتفرد عليك حاجات لكن في النهاية كنت أتمنى طبعا زي ما قلت ان احنا نخرج كاسبانين النهاردة لكن برضو خلينا ننتظر هناك ونشوف المباراة هناك وأنا متأكد ان المباراة هناك إن شاء رحمن بإذن الله إن شاء رحمن هنخلها بشكل كويس وبإذن الله بإذن الله هنرجع بكاسب الزبا شايف فرص بالنسبة لنادي الأهل لسقاء إما كبسان انت زي ما قلت لك انت تلعب مباراة ختمية هناك ده اختبار جديد بتتعادل هنا ومطالب ان انت تسجل هناك وتكسب هناك إن شاء رحمن لكن زي ما قلت بإذن الله بنأكد دايما ان ده اختبار جديد خلينا نخوده ونلعبه بمنتهى الجدية واتعاملت معنا كتير وخرجنا بشكل كويس هناك يعني بإذن الله وحقان المراد أتمنى يا رب إن شاء رحمن يكون توفيح حلفنا هناك وهننسى المباراة دي خالص بأيا كانت ناتجتها حتى لو كانت لو كنا كذبين مكسب كويس برضو كان ننساها بكل ما فيها يعني نخد المباراة تانية على أساس النهية المباراة الختمية المباراة اللي هيتم فيها حاسم اللقبية علي معلول وليد سليمان عايزين نتطمن عليهم علي وعلي بنشوف بقى بكرة وبعده وإدينا ماشي كزاي علي حاس بالعضب الخلفية في آخر اللقاء وواليد كانت عنده مشكلة في ظاهره يعني أول منزل حاس بيه فخلينا نشوف مع دكتور خالد إدينا هتمشي كزاي ده طبعا كان لقاءنا مع كابتن سيادة ابن الحفيزة ومدير الكرة بالنادي الأهلي أكيد يمكن نتيجة مش جيدة بالنسبة لنادي الأهلي النهاردة لكن رجال النادي الأهلي قدرين أن هم يعوضوا هذه النتيجة قدرين إن شاء الله أن هم يقدروا يفوزوا في ملعب محمد الخامس بكذابلانكا ومن ثم هتطويق بهذه البطولة جمهور نادي الأهلي مش هيفقد الأمل أكيد إن شاء الله البطولة تتحقق من هناك في المجر عوضر استطر ده كان رأي كابتن حسام البدري في المؤتمر صاحبي عن المباراة طبعا كلمة عن تحكيم وكلمة عن ضربة الجزاية كابتن حسام البدري أيضا كاتستالع حفيز كلامه عن المباراة واللعبين للمصابين سواء علي معنول أو وليد سليمان أعيز أقول لكم إن شاء الله فريقنا إن شاء الله هايزي غادر إلى المغرب يوم الأربعة الساعة 8 دي مغادرسوا إن شاء الله إلى المغرب إن شاء الله هيكون يوم السبت بأمر الله أيضا عايز أقول لكم تاريخ الحكم الجنبي بكاري جسامة مع النادي الأهلي تاريخه مع النادي الأهلي في المباراة التالية الأهلي والوداد 3-3 في دوري أبطال أفريقيا 2011 أيضا واحد ودي كانت نتيجة جابية بالنسبة للنادي الآية في توئيد أيضا في دوري أبطال أفريقيا 2012 مع استاد ماني الأهلي يفوز 1-0 وكان الحكم أيضا بكاري جسامة أيضا الأهلي وأورلاندو بايرت في نهاية دوري أبطال 2013 وفوز النادي الأهلي 2-0 في هذه المباراة والأهلي واليبار الكونجولي في السوبر الأفريقي 2013 وفوز النادي الأهلي 2-1 والأهلي والمغرب التطواني في دوري 16 دوري أبطال أفريقيا 2014 وفوز النادي الأهلي 1-0 ودوري المجموعات أمام زناكو 2017 زناكو زنبي وتعادل سلبي 0-0 دا تاريخ بكاري جسامة الحكم الذي سوف يحكم لقاء النهائي في ملعب محمد الخامس إن شاء الله السبت القادم وتاريخه مع النادي الأهلي في الفترة السابقة إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إحنا بنقول لكم بنحاول نقول لكم المعلومة الخاصة طبعاً بكل شيء ما يربط المباراة القادمة سواء بقى حكم أو بعض الإحصائيات والتواريخ اللي موجودة ما بين الفريق الأهلي والفرق الأخرى والتحكيم يعني بنحاول نتفاقل بشكل كبير في كل شيء إحنا ممكن بنحاول نقدمه لحضراتكم دي طبعاً بعض المباراة اللي احنا بنتكلم عليها وتاريخ النادي الأهلي في النهائيات كابتن سمير خاني أكلمك بقى وإحنا بنتكلم على المباراة القادمة خدت رأي كابتن أسامة عرابي يعني كيفية التعامل سواء بقى هجومياً أو دفاعياً في هذه المباراة القادمة التي سوف تقام في المغرب إن شاء الله طالعاً سنتفاق أن احنا إن شاء الله ننسى المباراة دي نبدأ نحضر المباراة التانية ومباراة العودة في المغرب إن شاء الله مع فرقة محترمة بتعرف تتعامل مع الخصم داخل ملعبها لكن إحنا عندنا طبعاً لعيب عندها خبرات أو تمتلك من الخبرات في خط الظهر زي معلول وزي أحمد فاتحي رامي ربيعة وسعد سمير ده طبعاً يبقى ليهم دور كبير جداً أثناء المباراة أو أثناء التسعين دي لازم يكون في حظر شديد داخل التمنتاشر والرقابة الدفاعية والتماسط يعني إحنا شوفنا الحكم إحنا من أعرف أنه سهل ويكون حكم كويس يدينا حقنا إحنا مش طالبين أكثر من كده لكن لازم نتعامل مع المباراة طبعاً بأسلوب بروفيشنال شوية نبعد عن الالتحامات داخل التمنتاشر أو الفوالات القريبة طبعاً ده من جانب الدفاعي وعندنا خبرات إن شاء الله كل واحد يستغل خبرته أثناء التسعين دي يا ربنا يا كريمنا إن شاء الله يوفق النواحة لجميع طبعاً لازم نستغل الهجوم من العمق أكتر من النهاردة يمكن كان فيه هجوم من على الإطراف أكتر لكن هنستغل الإطراف ونشتغل من العمق أكتر ونستغل كل فرصة جيلنا إن شاء الله خارج ملعبنا عشان أنت دلوقتي في اختبار جديد تعديلت على ملعبك واحد واحد مطالب إن شاء الله أن أنت تكسب على الأقل واحد سفر خارج ملعبك فدي مأمورية مش صعبة على فرقة النادي الأهلي بل بالعكس ده طبعاً نادي الأهلي معودنا على طول ممكن دي تالت مرة أو رابع مرة يكون فيه تعصر هنا أو تعادل إيجابة هنا ويخرج بره ملعبه خصوصاً مع فرق شمال أفريقيا يقدر يتعامل مع المباراة بشكل جيد جداً ويفرح الجماهير بإذن الله في مباراة العودة أنا شايف خبرات لعبة النادي الأهلي هتحسم اللقاء بالفوز إن شاء الله بالإضافة طبعاً إلى طبعاً الإبداع عن طريق عبدالله السعيد ومؤمن زكريه وعجريه وواليد أزارو إن هم يقدروا يعملوا كل ما عندهم طبعاً من طاقة ومجهود وإصرار والدوافع اللي عندهم أنا شايف الفرقة النادي الأهلي عندها كل دوت إن إحنا نقدر نكسب إن شاء الله المباراة مش بسهولة إنما لازم يكون فيه تعب ولازم يكون فيه شغل أكتر من كده كده الربيع خليني حاجة ما سألتها لحضراتكم ياريت انتحدتك وكابتال أسانا تشتركوا فيها جزئية التغييرات وممكن فيه تغيير زي وليد سيمانو وخروجه آه ممكن كم فيه لكن التغييرات نفسها رأيك في التغييرات النهاردة كتتعملت إزاي كده الربيع عندنا أول تغيير أجايي ونزل وليد وليد آه لا نوية نظرنا يعني أجايي لدي موجود في الملح حتى لو مش وفع الجول حتى لو مر لأن أجايي ممكن في لحظة يسجل لك عنده ميزاية الفترة الأخيرة إنه هو بيسجل إن له دور فعال على مرمى المنافس له دور فعال في التلت الأخير دي حيئة بيتعاون كويس جدا وبيعمل ترابط في نهاية الهجمة رائع وعنده تمركز وعنده مساعدة مع الزهير إذا كان في ناحية الأيسر أو الريت وطبعا إحنا كنا نفضل هو دائما يعني ميلو شمال أفضل أنه بيجي رأس حربة تاني لما بيعم دي حسين بدل كسافة دي بيسجل زي ما حصل في الترج زي ما حصل في الترج اتنين واحد فده بالنسبة للتغيير الأول التغيير الثاني وليد سليمان على حساب مين وليد سليمان نزل؟ على حساب رمى ربيعة لما وليد نزل ما كان أجاييم وحمودي نزل وتلع رمى ربيعة فطبعا حمودي بعيد شامحة يعني حمودي لعيب كويس ولعيب مفيد جدا ولعيب مهم جدا واخد بالك إنه قديره فترة بعيد إنما هو حسين حاول بكل الأوراق اللي موجودة معه عدم توفيه طبعا وصابت وليد سليمان فرعت وليد لعيب كويس جدا ولعيب رائع ولهو سليم كان بدا إنما وليد واضح إنه كان في حاجة إنما ما كانش فيه توفيه من وليد النهاردة والشد اللي جاله ده أثر إنما أنا كنت أجاييم باعترض إنه هو يبقى موجود نهاية المقرأة من أحسن لأيب اللي موجودة في تلت الأخير فترة أخيرة حتى النهاردة مش مستوى أجايب فترة الأخيرة يعني أنا برضو مع ربيعة في إنه أجايه أفضل بيبقى ناحية الشمال اتجاهه في التكملة على المرمى خلفه أظهره بيبقى أحسن في النهاردة كان بلعب ناحية اليمين في معظم فترات اللقاء الشوت الأولاني عمله كويس هو أحمد فتح ولكن تحس المرضو متكتف شوية الشوت الثاني حاول لكن تكتل الدفاع الكبير فكان نزوله وليد وليد نزوله مهم بس أنا كنت أتصور ممكن وليد أظهره هو اللي كان يطلع وكان ممكن أجايب راس حربة دي وجت نظري فيها أحمد طبيعي إنه ينزل رامي ربيعة رغم أن أدى ماتش كويس كان واحد من من الاثنين القلبي الدفاع قلبي وسط الملعب اللي هما الارتكاز سولية ورامي ربيعة واحد فيهم يطلع فسولية هو متعود على المكان ده أكتر أجل من ربيعة دم براكويسة نزل حمودي في الديها 77 حمودي حاول ناحية الجنب اليمين وعمل بعض الخطورة ومدرش طول ما عملش يعني عدب كم واحدة وعمل قرات عرضية على الأرض بس في زحمة الرجلين كانت مأثرة شوية لكن نحاول تغييرت عماد متعب أنا شاف أن أتأخرها شوية يعني عماد متعب نزل في الديقة 85.5 تقريبا 86 كان ناس أربع دقايق كان ممكن وحظنا أن وليد سليمان يتعور أنا أتصور لو كان وليد سليمان ما أتعورش هو نزل مكان وليه كان ممكن أظهره هو اللي يطلع وعماد هو اللي هيبقى في قلب رأس الحربة يعني فعماد متعب عمل واحدة طبعا بخطورة كبيرة جدا في الديقة الثالثة من وقت الضائع جات جنب العرضة أنا بقول لي عماد متعب كان ياخد وقت طول من ده لأن احنا في الفترة الأخيرة بالذات كنا ضغطين جامد قوي وهم ضغطين بكسافة كبيرة وهم ما بيهجموش تقريبا يعني بلعبوا كده كور على استحياء طويلة لأشرف بن شرقي يروح عليها أو ما يروحش أو حد دادي يروح أو ما يروحش فكانت الكسافة في القريبة من منطقة المرمى فكان عماد متعب ممكن يلعب مثلا على الأقل ربع ساعة يعني دي لكن بصفة عامة حتى لما التغييرات دي حصلت النادي الآل استمر على هجومه وكان عمل خطورة وزي ما قلنا أنه كانش معاها عمل التوفيق شوية وبعض الاستعجال في فرص كانت ممكن تنهي بها الماتش لكن يعني حتى بالتغييرات كده زي ما قلنا فيها أنه لنا وجهات نظر فيها لكن أداء الأهل استمر بنفس الحيوية ومجهود البدن العالي والتنظيم الخططي ولكن كان ناقص أننا ننهي العجمات كابتن ساميخ أنا أسألك برضو على جزئية الأخطاء الدفاعية بس شأن حتى كنت نجمي كبير في هذه الجزئية فلازم أسألك فيها هي أخطاء متكررة يعني الهدف أهدف حصلت فينا في الفترة الفاتت بالنفس بأسلوب اللي حصل النهاردة بهدف أشرب من شركة تغييرها ازاي ده سؤال مهم جدا مباراة نائز لازم يبقى ما فيش ثانية لأي أخطاء كاته ده على فكرة سؤال مهم جدا الناس كلها بتسأل في أخطاء لنادي الأهلي سواء من الكورة العرضية أو الكورة اللي في العام كيف ناخرهم هدف النهاردة وكابتن حسام علق عليه في المؤتمر الصحف قال لك هدف المفروض كنا نتعامل معاه أحسن من كنا ما بين سعد سمير وأشرب بن شاركي طبعا اللي جابوا هدف الديئة 16 عايز أقول لك طبعا المشكلة إن مفيش اتنين سابتين من ساعة محجاز يساب الفريق واحترف ويتس برومش طبعا قدر إن الكابتن حسام يلعب باتنين يكون فيه تجانس فترة طويل كل مباراة رامي ربيعة وساعد نجيب وساعد ساعد ونجيب كل دي بتأثر على نواحد دفعية يخلي بالك ده جزء يعني ممكن وارد يحصل ده جزء من المشكلة عدم التجانس بين الاثنين مساكين بيعمل خلل شوية وبيعمل عدم تفاهم في الكرات العالية في التمركز بدء الهجم بالزبط إنما لما بتلعب باتنين على طول بتمركزهم بيبقى فيه تمركز لي وما كابتن أسامة كابتن ربيع بتحس إن فيه ثقة ما بينهم خلاص فيهم وبعض بيقروا بعض كرة عالية بتلاقي التاني عامل عمق تفاعي بياخد الكرة داخل الثامنطاشر كل اتنين بيكلموا بعض في المانت ومن داخل الثامنطاشر إنما أخطاء طبعا هي الأخطاء وردة إنما نتمناش إنها تتكرر كتير لأن طبعا النادي الأهل النادي كبير داخلين على نهائي مباراة في المغرب لازم يكون فيه تماسك أكتر من كده لازم يكون فيه رقابة أكتر من كده كابتن حسام أكيد هي علاجها في التمرين هيبقى فيه تمركزات دفاعية وتخصصات دفاعية على الرقابة والكور العالية يعني دي نقطة مهمة جدا وده طبيعي جدا في كورة الخدم لازم يكون فيه أخطاء دفاعية لو ما فيش أخطاء مش يبقى فيه هداف فطبعا بس أنا بقول متكررة يعني ده مرضو مش كويس يعني المتكررة أه أخطاء موجودة وارد متكررة لازم ولابد إن أنا علاجها علاجها بتخصصات دفاعية مع كابتن أحمد أيوب كافساد معاظمة بالإضافة طبعا لكابتن حسام ما تمنوا إن هم يعالجوا النقطة دي إن أنت داخل على معركة ضغط الجماهيري عندك هجوم على أعلى مستوى خط هجومي فرية الودات داخل ملعبهم مع الضغط الجماهيري هيأثر على دفاعات النادي الأهل إنما إحنا دلوقتي لسه قدامنا خمس ست يام نقدر نعالجها أثناء التمرين الفترة اللي جاهزة كابتن نمكن نحب نقول الحاجة بقى للعبيين بعد المباراة واستدادهم من المباراة القديمة وأيضا لجمهور النادي الأهلي اللي عنده سواء كبيرة في فريق وكبت أشكرهم على أداءهم القول النهاردة حتى الخيرهم عامل التوفيق بس هو اللي كان حاجز في نسبة الأهداف النهاردة أداموا كل ما عندهم حتى اللي رجعين من إصابة حاولوا يدفعوا عن بطولة بإذن الله وتسعين دية روحهم عالية جدا وفيش توفيق إن شاء الله يعني بنشكرهم على أداءهم لكن عامل التوفيق كان بعيد جدا مفيش حد أثر رجالة كالعادة إن شاء الله بإذن الله تعالى في الشوت التاني في المغرب الرجالة هيكونوا عندنا حص الظن بإذن الله تعالى ربنا وفاقكم حاولوا وسعدونا إن شاء الله وهتسعدونا وإن شاء الله بإذن الله ستجعوا من كهز في الموتش التاني بمشيئة الله تعالى كيف سامع نفس السياق يعني نادي الأهلي زي ما قلت إنه سبع مرات قبل كده لعب نائيات خارج ملعبه خد منهم ستة وإن شاء الله دي المرة تبقى السبعة الجهاز الفني واللعيبة بزلوا جهد كبير النهاردة وبان معدن الأهلي قوي في العشرين خمسة وعشرين ديها الأخيرة كسافة الضغط والحماس اللي كان عند اللعيبة طبعا في تفاوت بين أداء لعيب واللعيب لكن كل بزل جهد إنها تجيب النهاردة عمل مباراة كبيرة أحمد فاتي عمل مباراة كبيرة مؤمن زكري عمل مباراة كبيرة وبقية اللعيبة كانوا مميزين حاولوا كل المحاولات ولكن كان فيه عدم توفيق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل اللقاء قلنا أحيانا واحد بشوت شوطة ضعيفة وتضرف واحد وتخش وأحيانا يجي لك فرص وما بتخلص وأحيانا كل فرصة قريبة من الجنب تيجي زي ماتش النجم الساحلي فنتمنى ان نعمل التوفيق بمعنا هناك وإحنا قادرين ان احنا نفوز بالبطول هناك والنادي الأهلي هو الأقوى في إفريقيا ورغم انه برضو بنحيي الوداد على على أدأهم وقدموا كرة جيدة من حيث انه واحد خططية وعدهم لعبة جويسين لكن النادي الأهلي هو ما زال الأقوى في إفريقيا وفرصه متساوية مع الوداد في مباراة العودة إن شاء الله كتسمينه في حب تولي طبعا مباراة النهاردة كانت تكتكية دفاعية هجومية من جانب النادي الأهلي كانت هجومية أكتر ومن نادي الوداد كانت دفاعية أكتر عن طريق حسين عموتة ده كان دوره النهاردة الوضع هيختلف هناك احنا ممكن نكون دفاعيا يعني شوية نلعب على المرتدة ونستغل الإطراف ان شاء الله يكون من نصبنا النادي الأهلي عودنا على المكسب خارج ملعبه وفي البطولات الإفريقية خصوصا في شمال أفريقيا طبعا عندنا خبرات كبيرة جدا من اللعب النادي الأهلي واللعب الدولية بتحسم اللقاءات الكبيرة والنهايات في أفريقيا سواء على ملعبنا أو خارج ملعبنا كل التوفيق لهم وكل الأمنيات بالنجاح طبعا والفوز على الوداد المغربي على ملعبه إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لعبتنا وجمهيرنا وجهاز الفن إن شاء الله وربنا يكرموا ورجعوا بالكاس هذا أمر لك كبتنا سامير بشكرك شكرا بالتربية بشكرك شكرا 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 يمكن عايزة أزود معلومة بخصوص الحكم هو الحكم طبعا بكاري جسامة هو الحكم اللي كان موجود في لقاء الكون اللي تآهلت مصر من خلاله لكأس العالم روسيا إن شاء الله يبقى فالخير بأمر الله مع هذا الحكم أيضا الأهلي يمكن في أربع بطولات لدورة أبطال كان نتيجة انزهاب في هذه المبارات الأربعة واحد واحد فيمكن هم 2001 أمام سانداونز واحد واحد ثم ثلاثة سف أيضا 2006 أمام سفاقسي واحد واحد وفوز في تونس واحد سفر رادس أيضا 2012 أمام التراجي التونسي واحد واحد ثم اثنين واحد للنادي الأهلي و2013 أمام أورلاندو بايرت الجنوب الأفريقي واحد واحد ثم اثنين سفر ده يمكن النتائج الخاصة طبعا بفريقنا ديالي وحصوله على مطولة أفريقيا وكانت المباراة الأولى أو مباراة الزهاب كانت التعادل الإيجابي واحد واحد كورة وفي إن شاء الله لفريقنا بأمر الله هنروح لتقرير أو للمؤتمر الصحفي المدير الفني لفريق الوداد المغربي حسين عموتة ومنه إن شاء الله مع زميلي محمد فاروق سعد ولقاء أيضا ما بعد المباراة مع أساس خالد العشري طبعا وطالقات الصحاف على هذه المباراة أنه يمكن أن تكبب بعض الخطأ في بعض المقابلات ولكن ديسة في المركز اللي كنا فيه مع المتخب لأن المركز دين الأساسي هو في قلب الدفاع أنا أول مركز نشاركه في قلب الدفاع طبعا أنا أقدم مستوى طيب والحمد لله أنا أولا في المقابلة الجهية عدنا خيارات دين العطوشي وخيارات دين وطارة إحنا قد نشوف من هو الجاهز دينيا أنه يكون في المقابلة الثانية طبعا طبعا يعني إحنا كنا مختصين أننا نفوز في المقابلة الثانية لأننا نعتبرنا أن هذه المقابلة النهائية الحاسمة مع الأسف أنه نطلقين هدف يعني في أول دقيقة كان هناك ارتباك يعني ليس فقط في الدفاع يعني في المنظمة الدفاعية لكلها شيء عادي نحن اليوم هذه المقابلة النهائية نلعب أمام خصم له قوي جدا يعني الخصم الأهلي صراحة الفريق يحترم فريق منظم فريق تتحرك يعني واحد السلاسة واحد يعني واحد واحد طلقة مع تغيير المركز دي اللاعبين المهاجمين وشيء عادي جدا أننا نتعب أننا نرشل خلصوا الكورة هذا شيء عادي جدا في كورة القدم حتى العالمية الكل لازم يدفع بالشكل جيد طبعا التحركين كنذلك الخصم هو اللي خلان أنا في بعض أحيان أننا نتراجعوا هذا شيء عادي جدا ولكن النواي ديتنا كانت دائما أننا نسجلوا هدف في الأول طبعا رجعنا في النتيجة وكانت النواي دينا أننا نسجلوا هدف تاني مع الأسف أننا أخطأنا يمكن في التمرير الحاسمة في التسديد ديال الحدد على المرتين يمكن في التمرير الأخيرة ما استطعناش أننا نسجلوا مرموظة هدف ولكن أنا أظن أنه مقابلة مجملها مقابلة لبأس بها بالنسبة لنحنية وننتظر إن شاء الله يجب صراحة أن نطور مستوانا في المقابلة الجاية على أساس أننا نقدم مستوى يعني جايد طبعا لأنه ما أمناش بحضوث دينا خاصة في المرتدات صحيح أنه في كثير من الأوقات احتفظنا بالكورة بشكل جيد خاصة عن طريق الجرقي لقدم مقابلة يعني في المستوى الكبير طبعا ما ننتظر أنه الخروج دي الأناجم وحد توقيت ليه وسيء جدا تهوى مع طنش تلك القوة والسرعة يعني في الهجوم لكان ممكن أن ننخلق متاعب الفرق الدفاع الأهلي النتيجة الواحد وواحد صراحة لا تعني لنا شيء نحن يكويد لأننا اليوم كانت نوادينا أننا ننفوز في المقابلة هنا وأنا غير راضي على الأداء الهجومي دي الفرق واللائبين تحتهما ويجب أن نجتهد لأنه الخصم الذي هو قوي في مقابلة البيضاء لا تكون سهلة يجب أن نبدل المجهود الذي هو المضاعف من جميع النواحي خاصة من ناحية الهجومي يجب أن نقصر إلى أنه خروج الخصم لأنه لا يمكن لفرق البيضاء أن يركن للدفاع ويفوز هذا اللقاء السؤال عبد العظيم خضروف خطروا ويفوز من ناحية الهجوم وما يجب أن تتعيب أكثر اللعبين لنقوش وما يجب أن نفرض أن نقصر بإمكانك أكثر وإنه خضروف تتعيب جريمة من ناحية الهجوم لأنه كما تتعيب على المقابلة تتعيب بإمكانك التواصل من خروج أنه الخروج خطر لأن لأن لعب خضروف لا يوجد طريقة الإمكانيات الموجودة هي مختلفة الخضروف لا يبليه هو لا يبليه الوسط ووسط هجوهي وطبعاً تتحكم في الكرة في احتفاظ بالكرة أكثر لا يبليه هو سريع لكذا يبحث على الصعف الأمام والركض بالكرة كانت هناك اختلافات وحتمت لنا أننا لا يكون لدينا المرتدات القوية التي كانت ممكن بغض فيها الفرق الخصم لكن أنا أعتقد أنه اللاعبين لا أمنوا في بعض الأحيار بالحضوط ديرهم أنهم كانوا يمكنوا يشجلوا لكن عندهم شخطاني خاصهم يتفضوا فيه إن شاء الله في الأسبوع في الدربية أخذ آخر شؤال آخر شؤال أخذ أخذ فبنسبة لنا في إسكنداريا فبداية المقابلة فكانت مكانش بالشكل بالشكل اللي كنا بغنا نبدو بمقابلة استجعلنا هدف حاولنا أننا نبقاوم مركزين في مقابلة دينا أمننا بحضوط دينا تستجعلنا الهدف دينا ثاني أول باب ثاني لم نشينا كيف كان خاصنا نمشي حتى كنا عافم بلي الأهلي سيحاول أن يضغط بشكل كبير الشي اللي خلق مساحة في الظهر دينا لم نشينا بشكل جيد لم نشينا بطرقة اللي كان خاصنا نمشي فيها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كلاعيبين لأغاد دخل المستودة ملابيس فرا تشوف ردة الفياد دينا فما رديش علينا سيجر بحكم أننا كان عندنا لقصي بيتا بشأننا نقدروا نتصرف المقابلة هذه ولكن ما تسنشلنا فرصة هذه فنأخذوا المقابلة اللي عاوزوا إن شاء الله بوحدة شكل وحدة أخر كلك يعرف أننا سنلعبوا على قرية ملعب دينا أمام جامعة دينا لكتساندنا إن شاء الله الكأس ستدخل للمدينة الدار البيضاء ونجعلوا مفجدنا إن شاء الله إن شاء الله نحافظوا على اللاقات بالنسبة للمركز في مركز جناح جناح أيمام مع المتخبط المحلي والضرورة عادت أننا بعد إصابة ناجم بشأنك غدت دخل الحمد لله قدمت واحد مردود لي وطيب حاولنا أننا نقوم بالنسبة للمساحات وحاولنا أن نستهدوا على القرى ولكن كيف قال السيحة السنعموتة وكيف إحنا تكلمنا في مستوى ميزايد قبل قليل مما كانت شاعدنا لديك النجاعة الهجومية لأننا نقدرون أن نقتلوا المارش سير سؤالنا كانت شاعدنا فرص اللي كنا نقدرون أن نسجلكهم أهدا شكرا